اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن اصطفى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم اليوم ان شاء الله سنقدم محاضرة متميزة هذه المحاضرة هي عن التعليم الالكتروني أو التعليم الحاسوبي ولعل هذا العلم كان صبارا في هذه الآونة الأخيرة فحيث يسر وهيأ بكثير من العلوم المختلفة مثل التعليم المستمر والتعليم على بعد وكان له السيادة والريادة في تقدم هذه العلوم المختلفة وقسمنا قسم اللغة العربية كان من الأقصام وما يزال الذين تبوأوا المكان السيادة والريادة في هذا العلم الجديد ونوغشت كثير من الرسائل العلمية أو عشرات من الرسائل العلمية على مستوى الماجستير والدكتوراه في هذا العلم وفي تطوير هذا العلم فكان هذا القسم له الريادة والسيادة من بين الأقصام في ماليزيا وفي غير ماليزيا وإذا كنا نتحدث عن الريادة والسيادة فمحاضرتنا فمحاضرتنا اليوم هي تمتعت بهتين الصفتين أيضا بالسيادة والريادة وأمامي سيرة ذاتية طويلة لا أدري كيف أبدأ وإذا بدأت فلا أدري كيف أنتهي ولكنني سأبدأ على أي حال فالأستاذ الدكتوراه رحمة بانتحاج عثمان تلقت تعليمها على مستوى الماجستير في جامعة الأزهر حيث اكتسبت اكتسبت ثقافة عميقة ونحن نعلم ما هي جامعة الأزهر وهذا كان في عام 1991 ثم بعد ذلك ذهبت لنيت درجة الماجستير في الجامعة الأردنية إلى ثقافة عربية أخرى وهذا ما يعطيها تمكنا في اللغة العربية ثم بعد هذا ذهبت إلى لندن إلى جامعة السورس ونالت الدكتوراه في الأدب المقارن في عام 2001 وواحد فإذا نحن أمام محاضرة وأمام ثقافة عميقة وأمامنا كما ذكرت سيرة ذاتية عميقة لا أدري من أين أبدأ ومن أين انتهي كما ذكرت ولكنني سأختار لأنني إذا بدأت بالتفصيل فربما تكون هذه المحاضرة ولن تحظوا بمحاضرتها فلذلك أبدأ باختيار أختار أنا من هذه السيرة الطويلة التي هي أمامي أولا نبدأ بالجانب الإداري وأختار بعض الأشياء لأن الجانب الإداري أمامي طويل جدا ولكن أختار آخر الوظائف الإدارية كانت مديرة لمكتب التمييز والجودة بالجامعة ونحن نعرف ما هو مكتب التمييز والجودة وأيضا نائبة لعميد مركز لعميد كلية الدراسات العليا لشؤون البحث العلمي وأيضا أخيرا عميدة لكلية الدراسات العليا لكلية معرف الوحي والعلوم الإنسانية وقد قدمت وابتكرت في هذه الكلية أشياء كثيرة جدا وكانت نشطة في هذا العمل وطورت الكلية وفتحت مراكز كثيرة جدا يشار إليها وأخيرا تبوأت مركز نائبة المدير لشؤون البحث والابتكار أما عن العضويات العالمية فأمامي ثمانية عشر عضوية فهي قد نالت ثمانية عشر عضوية في مؤسسات مختلفة وعن الكتب التي قامت بطباعتها ونشرها فهي أحدى عشر كتب كثيرة جدا وفصل في كتاب جابتر إن بوك خمسة عشر فصلا هذا بالإضافة إلى المقالات المحكمة التي قامت بنشرها وهي أربع وأربعين مقالة هذا يدل على علم عميق جدا وأنا كما ذكرت وهناك الكثير الكثير جدا ولكن أنا أحافظ على الزمن لأن الدكتورة رحمة لها أو عندها بعد هذه المحاضرة عليها أن تسافر لاجتماع آخر فسوف تسافر إلى مكان آخر إلى كوانتان فلذلك لا بد أن أسرع لا بد أن نسرع حتى نستفيد وكلنا آزان ساغية لأستاذة الدكتورة رحمة فلتتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما ثاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم وإستسقى الغمام بواجهه الكريم وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم لك رب شرح لي صدري وإسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفكه قوله وبعد فأيها الأحبة تحية من فؤاد ملءها الود الاحترام أحملها إلى كل من شرف جلستنا وأضاء قاعتنا والسلام من الله ورحمته وبركاته عليكم معلوم أن مجال اللغة العربية في الأعوام الأخيرة أقصب من ذي قبل لانفتاح الغرب على الثقافة العربية لمحاولة تعلمها وفهمها من جهة ولأسباب تجارية والسياسية من جهة أخرى وكذا معلوم أن هناك عددا من المختصين في مجال اللغة العربية في شتى بقع الأرض منذ انتشار الإسلام ومنها ماليزيا التي ربما فاقت غيرها وكان لها قصب السبق في تعليم العربية لأسباب دينية غالما ولكن هل وصلت كفاءة الخارجين إلى الحد المتوقع؟ وهل طرق التعليم التقليدية ما زالت ملائمة؟ وهل طرق التعليم في الجامعات الماليزية توافق الخطط التي نصت عليها وزارة التعليم العالي؟ وما الخطوات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في سبيل التطوير الذي يؤمل أن ينتج أجيالا تتقن العربية وفنونها فهذه الورقة ستجيب عن هذه الأسئلة وتعرض النتائج المتوصل إليها في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا وفيها سيقدم مشروع تطبيق وموقع يمكن استخدامها لأسباب تعليمية وقد تطورت وسائل التعليم في القرن الأخير تطورا كبيرا إذ وفر التطور العلمي وسائل لم يكن يحلم بها أسلافنا من قبل ومع هذه التطورات زهرت واجبات وعقبات يسعى المختصون في مجالات تعليم على قدم وساق لتنفيذها أو تخطيها ومنها تقديم وسائل مناسبة تعين الطلب على التفوق في المسيرة العلمية وفي الحياة العملية بعد التخرج ومن هذه العقبات أن الإجازة في المعاهد والكليات العربية والإسلامية لم تعد ترضى أرباب العمل في تعيينهم المجازين معلمين في المدارس الحكومية أو في مجالات الترجمة في الشركات الخاصة لذا ينبغي لمن بيدهم مقاليد الأمور أن يأتوا بأفكار ترفع من مكانة مجازي الكليات العربية والإسلامية في سوق العمل ومن هذه الأفكار تطبيق ديوان الشعر الإلكتروني الذي يركز كما يظهر من اسمه على الشعر العربي ولسيما الجاهلين وستناقش الورقة موضوعات أربعة أولاً اللغة العربية في ماليزيا إيجابيات المجال والتحديات الحالية ثانياً توجيهات وزارة التعليم العالي في ماليزيا والخطة التعليمية المستهدفة ثالثاً الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا ماضي التعليم التقني الحاضر والمستقبل رابعاً مشروع تطبيق ديوان الشعر الإلكتروني وموقعه والفكرة والخطة تعد اللغة العربية لغة الإسلام والمسلمين في أنحاء الأرض وبها يؤدي المسلمون شعيرهم دينية لذا يتعلمونها منذ الصغر في المساجد والمدارس وعلمهم إياها يمكنهم أياً كانت جنسية أحدهم من تلاوة القرآن الكريم وقراءة علوم الدين من الفقه وغيره واللغة العربية من المواد التي توفرها المدارس الثانوية والجامعات الماليزية مما يدل إلى أهميتها لدى الماليزيين وإن معظم معلم اللغة العربية الملايويين درسوا العربية في دولها الناطقة فتوفر الجامعة الوطنية الماليزية مثلاً بكاليروس في العربية وفنونها وتوفر جامعة ملايك كليتين شريعة وأصول الدين تستقدم فيها اللغة العربية كلغة تعليم والتوجيه إضافة إلى ذلك الجامعة الإسلامية العالمية جعلت اللغة العربية مادة واجبة على جميع طلابها بغض النظر عن مجالات تخصصهم ولأن اللغة العربية تعلم في الجامعات الماليزية فتتوفر الفرصة للطلاب لأن يتواصلوا ويتحدثوا مع الناطقين باللغة العربية ففي جامعتنا اللغتين العربية والإنجليزية تستخدم لتعليم كما هي حال اللغة الإنجليزية توجب الجامعة دورات اللغة العربية على الطلاب جميعاً بصرف النظر كما قلت عن تخصصهم وهذا مسؤولي قسم اللغة القرآنية في الجامعة وهو جزء من مركز اللغة ولا تقتصر مهمته على الطلبة وإنما تتعداهم إلى الموظفين الإداريين وإلى عامة الناس علماً أن اللغة الملايوية هي اللغة المحلية الرسمية والإدارية في ماليزيا أدخل مباشرة في توجيهات وزارة التعليم العالي في ماليزيا لترتقي جولة التعليم في ماليزيا قامت وزارة التعليم العالي الماليزية بتحديد عشر تغييرات في خطتها التعليمية لعقد ما بين 2015 إلى 2025 منها أمة تتعلم مدى العمر فالأهمية تكمن في أن تعلم المستمر يساعد الماليزيين في مواجهة تغيرات التي تحدث في سوق العمل مما يسهم في رفع مستوى دخل الفرد بالشحذ المهارات وتطويرها ومن ثم في رفع مستوى الاقتصاد وكفاءة الأفراد وكذا يمكن تعلم المستمر الأفراد من تطوير اهتماماتهم ومواهبهم الشخصية ليحيى المواطن الماليزي حياة مكتملة متوازنة لذا ينبغي لماليزيا أن تنتقل من عالم يرى أن التعليم يقتصر على الشباب إلى عالم يعيش فيه الماليزيون على مختلف عمارهم لتطوير أنفسهم والبحث عن فرص مفيدة فالرؤية المستقبالية الناجهة هو أن يصير التعلم مدى العمر طريقة يعيش بها الماليزيين ستكون هناك برامج عالية الجودة رسمية وغير رسمية وعامة في مجالات عدة ومواضيع لدعم التطور المهني وغير المهني وجمعيات التعليمية في كل منطقة تقوم على آلية تتعرف على الخبر والتعليم السابق وكل شخص يتحصل على هذه الفرص بصرف النظر عن مستوى الدخل والخلفية وهذه نسميها APEL Accreditation of Prior Experiential Learning وكيفية تحقيق التغيير لنيل هذه المخرجات ستقوم الوزارة بتوعية المجتمع بفوائد تعلم المستمر ورفع مستوى البرامج الحالية وخلق برامج جديدة للجذب إلى التعليم المستمر فالمفاتيه الأساس لهذا التغيير وخلق إطار عمل يتعرف على الخلق فيه العلمية ويتضمن خطة واضحة لكيفية العودة إلى النظام التعليمي ووضع النظام وطني يجمع رصيد المواد التعليمية التي يمر بها الفرد طوال مدة تعلمه ووضع تصنيفات واضحة لتعرف على الخبرات السابقة وكذا تطوير تطبيقات هواتف مهمولة لتحسين جودة التسويق الإلكتروني وتسهيل الحصول على المعلومات والاستمرار في تقديم الدعم المالي للفئات المحتاجة وأيضا وضع خطط للتقليص عوائد الشركات وأخيرا العمل مع جهاد مالية لتقديم برامج مساعدات مالية للفئات جميعا جميعها ثم نأتي إلى تعليم الشبك الشبك العالمي فالأهمية تبلغ نسبة النفوذ إلى الشبكة بين الشعب الماليزي 67 في 100 وهي السابع أعلى نسبة في أسيا كلها وتجعل هذه النسبة ماليزيا قادرة على توظيف قوة التعليم الشبكي لتوسيع دائرة التعليم العالي الجودة ولتحسين جودة التعليم والتعلم ولتقليص كلفة التوصيل العالم ولتقديم الخبرات المحلية للعالم أجمع وهناك فرص مهمة لتحقيق المخرجات المرغوبة التي نصت عليها خطة عمل التعليم الإلكتروني الوطنية إذ ينبغي لماليزيا أن تتقل من طريقة تقديم العلم بطريقة كمية إلى الطريقة الحديثة مستغلة الإختراعات التقنية لتسهيل الوصول إلى العلم وتوفير إمكانية الحصول على تعليم خاص لكل فئة فرؤية المستقبلية الناجية هنا أن تكون أموذجات التعليم المدمج مدخلا تعليميا أساسا في مؤسسات التعليم العالي جميعها وأن يتمكن الطلاب من الاستفادة من بناء إلكترونية متينة يمكنها دعم استخدام التقانة في التعليم من مثل المؤتمرات سكايب واللقاءات عن طريق الفيديو جوجل شات والبث الحي تعليم أونلاين لرنين ودورات التعليم الجماعي المفتوح موكس ومن ثم تطور مؤسسات التعليم العالي في ماليزيا التعليم الجماعي المفتوح كل في مجال تخصصه مع المشاركة في تعليم الجماعي المفتوح عالميا لنشر شعار التعليم الماليزي حول العالم فلتحقيق هذا التغيير وتحقيق هذه المخرجات ستقوم الوزارة بالعمل مع مؤسسات التعليم العالي لبناء كدرات المجتمع الأكاديمي والنظر في مدى تطبيق التعليم الوطني الإلكتروني لتنسيق مهتويات التطور ونشرها فتعليم القائم على أساس الحصيلة أو outcome-based education فإزداد في السنوات الأخيرة الاهتمام بموضوع بناء المناهج تعليمي على أساس ما تنتجه وما يكتسبه الطالب منها فرارا من المناهج التي يعتقد التربويون أنها ليست بالكفاءة المطلوبة للنجاح في المجال الوظيفي بعد التخرج في القرن الحادي والعشرين فقد كانت المناهج تبنى على أساس المضمون نفسه لا على أساس المحصول مما أدى إلى نقص في مهارات الطلاب العلمية أو الاجتماعية أو العملية ومن الواضح أن تعليم المعد بناء على المحصول العلمي يعني التركيز والتسويق لكل ما يتعلق بالنظام التعليمي وما هو ضروري للطلاب جميعا تحصيله عند الانتهاء من الدراسة والتعليم بنانا المحصول التعليمي من ضمن آخر ما توصلت إليه الدراسات والبحوث العلمية حول بنية المناهج التعليمية وهذا النظام التعليمي يوفر فرصة قوية ونظرة ثاقبة في كيفية هيكلة التعليم وبنائه ويؤكد هذا النظام على نوعية الخريجيين التي تسعى الجامع إلى الوصول إليها بدلا من مراحل التعليم التي ينبغي للطالب أن يجتازها التعليم الإلكتروني في الجامع الإسلامي العالمي إن كراءة كتاب تشبه كثيرا محادسة صديق عالم ولكنها تبقى محادسة من طرف واحد يتحدث الكاتب ويستمع القارئ وأحيانا يتوقع الكاتب تساؤلات القارئ والأسئلة التي تدور في ذهنه أما غيرها فيبقى مطروحا للنقاش ولكن هذا بدأ بالتغير لما ظهرت الشبكة العالمية ما بين عامي 1960 و1970 عندما أرادت بعض الوكالات المعلوماتية الأمريكية أن تحافظ على المعلومات في حال حدوس هجوم نووي على أحد مراكزها فتبقى المعلومات محفوزة في المراكز الأخرى ومن وقتها والعالم يعيش في عصر تدور فيه الاتصالات والمحادسات الفورية وتتناقل المعلومات بتكلفة منخفضة عندما يقوم المعلم أو المدرب بالتعيين بعض المواد الصوتية أو المرئية للضلاب يحاول المئات منهم الحصول على هذه المواد في الوقت نفسه وكذا الحال مع الكتب المختارة للمراجعة في المكتبات الجامعية ومن ثم يصير الوضع غير ملائم عندما لا يتوفر إلا نسخة واحدة أو اثنتان من المدة المعنية وقد حلت هذه المشكلة وأمثالها في عصرنا بتوفير النسخ الضوئية والإلكترونية مما يتحل الطلاب جميعا الولوج إلى الصفحة المحددة والوصول إلى الملفات العلمية والاستفادة منها وهذه الطريقة لا شكة في أنها توفر الوقت والجهد وتطيح التعلم في أي زمان ومكان وتسمى الوصول عن بعد أو التمكن من بعد بداة الجامع الإسلامية العالمية في ماليزيا التعلم عن طريق الشبكة في سنة الفين وثلاثة بستخدام learning management system LMS الذي قدمت عن طريقة learning KXT وهو من إنتاج ميتكسوف وقد طورت هذه المنصة التعلمية الإلكترونية مرات عدة لتوفر اهتياجات المستخدمين بكفاءة ومع التطور العلمي والتقني وازدياد احتياجات المستخدمين لم تعود هذه المنصة الإلكترونية كافية وتستخدم الكليات والمراكز التعليمية التابعة للجامع الإسلامية العالمية في ماليزيا منصات تعليمية الإلكترونية مختلفة فكليات المعلومات والاتصالات KXT تستخدم Clara Line ومراكز اللغات سلبة يستخدم Moodle وفي أواخر عام 2012 كرر مجلس الجامعة خطة عمل التعليم الإلكتروني لكن اختلاف المنصات التعليمية المستقدمة في كليات الجامعة ومراكزها لم يمكن من تنفيذ القرار وكان لابد من تحضير منصة جديدة تتوافق مع متطلبات خطة عمل وزارة التعليم العالي الماليزي وإذان تحقق agenda مشاريع PSPTN وفي هذا موقع سوف تجدون أستاذنا عبد الرحمن هنا Arabic for Academic Communication وهنا باسة عرب komunikasi أزنها دكتور فهم مع دكتور سابري 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 شهير نعم فلو لحظتم يعني كل هذه من ماليزيا فهذا أي تعليم كما تعرفونها وانا استعملتها منذ فصول لا أتذكر ولكن هذا النموذج من سمستر الأول 2016 و2017 فدائما أضع كل محاضرات فيها وكذلك واجبات المطلوبة من الطلبة هنا فهذه كل السلايد powerpoint أفلام حيات السهراء حيات فناء هذه كلها لم تكن متوفرة من قبل ما زلت أتذكر قبل هذا كنت أحضر CD في سايدها لابتوب فيها لا للأسف لابتوب لابتوب فيها هذه الجيل الجديد كنتم لتعرفنا هذه أتم جيل Y ولا Z أنا من Baby Boomers 2015 ثم بالإضافة على أي تعليم هذه نستعمل كذلك في فصولنا بدلت شكرا للمشاهدة 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 ولكن ما زال وضع اسمي حتى لا أغضب كل هذه سلايد مني فتعليم وتعلم في قرن واحد وإشرين يشجع مشاركة وتعاون ما بين الأسدزة وطلاب في كل أنحاء العالم فأي أستاذ في روسيا أو في مغرب ممكن يضيف أشياء لو نجعل الشارع هنا هنا وهذا بدل الأشياء التي استعملتها في فصلة كنت أشجع أو لا أشجع فقط جعل تحق إجباريا للطلاب يعملونة فيديو أشياء 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 موضوع في كل واحد فألا سبيل مثل هذا نساء لك أشياء 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 موسيقى 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 كذلك في هذا البرامج فبادلان من قبل هذا كنت أستعمل hyperlink في آخره فبادل يعني قبل هذا كتب والمعاجم فالآن عندنا هذا المشروع ممكن تنزل تنزل apps متوفرة في apps لأن الآن الطلبة لا يحضر حتى لابتوب إلى الفصل عندهم محمول فمن محمول هذا ممكن تنزل apps ED1 في في فيديو طبعاً عندما أفتحها وكذلك عندنا IOS لأي فون وفي أبس وفي IOS كذلك لنفس البرامج والله وعلاً بالصواب شكراً على حسنة مبارك الله فيك حقيقة نحن سعاداء سعاداء جداً بهذا التقديم الرائع السلس الجازب الذي قامت به الأستاذ الدكتورة الرحمة والتي شرحت فيه شرحاً وافراً وجميلاً وجازباً لديوان الشعر الإلكتروني وتحدثت عن التعليم المستمر والتعليم عن بعض وأهمية استخدام الشبكة العنكبوتية في زمن متطور مثل هذا وسيدنا عمر بن الخطاب أذكركم بذلك فقال علم أبناءكم لزمان غير زمانكم فنحن الآن في زمان مختلف تماماً فيجب أيضاً أن نتابع الزمن وأن نتعاصر معه وأن نستفيد من هذه الآليات الحديثة التي استجدت في مجال التعليم ويجب أن نطور من أنفسنا في ذلك فلكل جديد أيضاً روعة كما أنا اعترض في ذلك والآن لا أدري إذا كان لأستاذ الدكتورة وقتاً ولو بسيطاً لسؤال أو سؤالين لأنها ستغادر الآن إلى كوانتان لها اجتماع آخر وأعترض بأن الزمن أيضاً لم يبقى منه سوى خمسة دقائق فقط فسوف نتيح سؤال أو سؤال دكتور منجد كامرة طيب تفضل يا دكتور تفضل مباشرة أمامك هنا أمامك أمامك حقيقة استمتعنا هو ليس سؤالاً بمعنى السؤال بل هو مقترح نعم لأني أيضاً أمارس التعليم الأدب لغير العرب الحقيقة الوسائل الإضاح والتشويق هذه مطلوبة وهي مسألة أساسية لكنها أحياناً تصبح على حساب الأساسيات ما هي الأساسيات؟ لما كنا طلاباً كان مطلوب مننا أن نحفظ من كل قصيدة مثلاً سبعة أبيات أو عشرة أبيات اليوم بدأ الأساس يتسامح يتخرج الطالب وخلاص وهو كالمفلس ليش؟ لأنه ينسى فنريد أن نزاوج بين الثقافة القديمة والحديثة هذه نقطة واحدة النقطة الثانية أتمنى على أختي الدكتورة رحمة في مثل هذه المشاريع أن تشرك ولو واحد فرد هي جروب الذين يعملوا هذا المشروع جروب واحد خلينا نقول بالإلكترونيات والآخر بالثقافة والأدب وكذا لكن نحتاج إلى واحد يحمل الثقافة العربية للتنقيه للتصحيه لأن هذا الذي على اليوتيوب سيقرأه العرب فإذا وجدوا فيه أخطاء نحوية سيكون مدعاة لعدم الاحترام أو مدعاة للبراجعة فأنا أقترح كما أنني لما أكلفت بترجمة لصوص شعرية ملاوية إلى العربي أخترت لجنة من الملاويين لأنه عندهم الثقافة البلاوية وشكرا جزاك الله خيرا نأخذ المساء الآخر جزاك الله خيرا المساز أنت ستدوم أستاذي في هذا المشروع يشترك في معي في هذا المشروع دكتور أحمد راغب دكتور فيهام دكتورة مرني وكذلك كنا نستشير أستاذ نصر الدين لأحكام البلاغية ودكتورة ندوى كذلك وفي سائتها كذلك ودكتور عبد الرزاق سعدي فإننا لجنة بارك الله فيكم بالنسبة لحفظ لهذا المدى ما زلت ألزم للطالبة حفظ الأشعار ولكن بأسلوب قبل هذا مثل دفعة الحجاج صفوف أمام مكتبي وما أندي وقت فالآن يحفظون ويسجلون هذا على راحتهم بدون قصوص لأن أنا الوحيد الذي سأشاهد إذا كنت في حالة الموصلة أرسل حكيما ولا تقصر وإن ناصره منك يوم تنى فلا تنى عنه ولا تقصر هذا النموزج وهذا النموزج آخر كذن بعينك أم بالعين عوار أم ذرفت إذا خلت من أهلها الدار كأن عيني لذكره إذا خطرت فإذا يسيل عن لقديني مدرار أنا أعلمهم أمانة صحيح ربما أمامهم شيء ولكن قلت لهم في يوم الآخرة فعلمهم إيمان وثقة في النفس فمطلوب هفز حوالي عشرة على ما أعتقد من أخذ مدى معي عشرة 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 فيحفظونها ولكن مفتوح فهذا الأسبوع يرسل إليا فيديو الأسبوع القادم فيديو كمان حكذا فالرحة جزيلا سلام عليكم ورحمة الله تشرفنا ببروفيسور عميدة لكلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية قديما طبعا قلت تشرفنا سابقا يعني والآن أيضا نتشرف بأنها قد صارت عميدة لتعلق بالبهوف والابتكارات العلمية وربما سيكون السؤال مجانبا بشكل بعيد أو قريب للموضوع لأنه يتعلق بالمجلة فنحن كطلاب الدراسات العليا نحتاج إلى مجلة مجانية أن ينشر فيها الطلبة مقالاتهم ويتدربون من خلالها على الكتابة وتكون تلك المجلة يعني تحت إشراف الجامعة ينشر فيها الطلبة مقالاتهم وغير ذلك وهتى أيضا لو كان هناك موقع آخر لو كان من الممكن إنشاء موقع يعني ينشر فيها طلبة الدراسات العليا واختا طلبة البكاليريوس يعني مقالات يومية يتدربون من خلال الكتاب وغير ذلك شكرا لكم مسموك محمد كمال أشكرك على هذا سؤال حقيقة لمساعدة الطلبة دراسة العليا عندنا مجلة رسالة وهذا مجلة الرسالة مجلة ولكن على الطلب ينشر مع أستاذه وعندنا كذلك البين مجلة جديدة كذلك البين وهذا لكسم قرآن والسنة ولكسم فقه واصول الفقه عندهم كذلك مجلة تحتاج الفصل لأن حقيقة كل الطلبة يدفع ألف لأجل البحوص ولكن هذا المبلغ لم يعرف من قبل أو نسي أو لا فاكتشفت أنها فأخذتها فالآن طلبت من فينانس يدعوها في صندوق رسيج لأجل الطلبة طيب نحن نعلم أن المنهل العجب كثير الزحام ولكن الأستاذ الدكتور لا بد أن تغادر الآن الوقت يعني يزعفنا الآن فلا بد أن تغادر إلى كوانتان الآن فنحن نشكرها شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة الجميلة ونتمنى لها النجاح والتوفيق في مركزها هذا في نائبة مدير للبحث والابتكار ولعل هذا سيفيد كليتنا كلية معرف الوحي والعلوم الإنسانية كثيرا نحن نستفيد من هذا إن شاء الله فمع التوفيق والنجاح وجزاك الله خيرا كثيرا شكرا لكم هناك توجد جائزة للفتر عبد الرحمن يمكننا تقدم هذه ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا للمشاهدة 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 شكرا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا 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 للمشاهدة 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 شكراً لكم 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 شكراً شكراً لكم 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 شكراً 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 لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم لكم شكراً لكم شكراً لكم جم裏 جمعة شكراً لكم شكراً لكم جلسة المتوازية الثالثة عندنا إن شاء الله حسب الجدول ست أوراق وقبل أن نبدأ عندنا تعليمات بخصوص التقديمات لكل مقدم له عشر دقائق فعندنا الآن حسب الجدول ست أوراق يعني ست التقديمات بعد أن ننتهي من هذه التقديمات نفتح لكم المجال للتعقيبات والأسئلة والاستفسارات إن شاء الله قبل أن نبدأ أنا أريد أن أسأل هنا هل معنا الآن الأستاذ الأزهر بن زهران من عمان ودكتور محمد إقبال ودكتور محمد نعيم من باكستان ربما لم يحضروا بعد من أجل كسب الوقت الآن نحن نبدأ بالتقديم الأول والتقديم الأول من الأستاذ أحمد درشوي وعنوان التقديم أو عنوان البحث منحج مقترح لتعليم جمع التكسير لدارسي العربية الناتقين بغيرها وقبل أن يقدم لنا الأستاذ أحمد أقدم لكم مجازا لسيراته الذاتية هو طالب ماجستير في قسم اللغة العربية وأدابها تخصص في علم الدلالة ومن سوريا والآن منسق في المركز العربي للبحث والاستشارة وحتى لا نضيع الوقت الآن نترككم مع التقديم الأول من أستاذ أحمد درشوي بعنوان نعم الذي ذكرناه الآن يتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أهل وصحابي أجمعين أنا اليوم بصدد عرض ورقة بحث بعنوان منهج مخترح لتعليم جمع التكثير لدارسي العربية الناطقين بغيرها أولا أشكر الجامعة الإسلامية عامة وكلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية خاصة لما منحته لنا من فرصة لعرض ما قمنا بكتابته من أبحاث فنجد أن المتعلمين اللغة العربية يشتكون من اللغة العربية لما يلاقونه من صعوبة في تعلمها وخاصة في الجمع التكثير لكثرة الأوزان وتنوعها وتعددها فالذي يتعلم اللغة العربية يعلم مدى صعوبة هذا النوع من الجمع فالذي يتعلم جمع المذكر السالم وجمع المؤنس السالم لا يجد غضغضة في تعلمها وتكوينها لأن النهايات فيها معروفة عندما تضع الواو والنون أو الياو والنون فيصبح جمع مذكر سالم أما إذا تضع ألف وتاء مزيدتين فيصبح جمع مؤنس سالم أما جمع التكثير إذا أردت أن تقوم بتكوين جمع التكثير ستتوقف كيف يكون؟ لأن له أوزان سماعية كثيرة لا تدرك إلا بالسليقة العربية يعني الذي يتعلم اللغة العربية يرى صعوبة في ذلك فكلنا عندما تعلمنا اللغة العربية وجدنا صعوبة في ذلك جميع الدارسي العربية من غير ناطقين بها يجدون صعوبة في ذلك وأنا وجدت قبل ذلك صعوبة في تعلمها يعني أيضا لست ناطقا بالعربية لذلك أردنا أن نقترح منهجا جديدا لتعلمها لتخفيف عبء على الطلبة لتخفيف معاناتهم من هذه الأوزان الكثيرة فالسماعية يزيد على 130 وزنا ولا يمكن الإحاط بها لا يحيط باللغة العربية إلا نبي فالأوزان فيها الغالبية سماعية يوجد بعض الأوزان القياسية تقريبا الشهيرة منها حوالي 36 وزنا أولا نعرف بجمع التكسير عرفه النحاة بينه ما دل على ثلاثة فأكثر وله مفرد مشاركه في المعنى وفي الأصول بالإضافة إلى تغير يطرأ عليه أما التعريف الآخر لجمع التكسير أيضا هو ما دل على أكثر من اثنين بتغير صورة مفرده تغيرا مقدرا أو تغيرا ظاهرا بشكل أو بالزيادة أو بالنقص يعني يكونك تغير يجب أن يحصل على المفرد طريقة التعليم الشائعة لجمع التكسير كانت أولا أوزان كانت تعريف الطالب بالأوزان المتعددة تقسيمات قسم الأوزان حسب الكمية فقالوا أن هناك جمع قلة وجمع كثرة وجمع صيغ منتهى الجموع فحتى في جمع القلة قالوا أن هناك أربعة أوزان وحددوا لها أوزان أربعة فقط على وزن أفعيلة هناك أطعمة أم أفعال على وزن أشجار أفعيل أعنق ولكن إذا نظرنا إلى ذلك إذا نظرنا إلى جمل أو غير ذلك مررت بغابة من الأشجار أشجار على وزن أفعيل جمع قلة يقولون ولكن أشجار الغابة من المعقول أن يكون فيها من ثلاثة إلى تسعة ليس من المعقول الغابة فيها آلاف الأشجار فلذلك الجمع تكسير يحدده السياق هل هو جمع قلة أم جمع كثرة فلذلك إذا تقول ذهبت غابة من الأشجار ليس من المعقول أن يكون من ثلاثة إلى عشرة فيها الآلاف من الأشجار فلذلك حتى هذه التقسيمات ليست تقسيمات دقيقة أما جمع الكثرة فحددوها بثلاثة وعشرين وزنا فإذا رأيناها فإن اللوحة تاجز عنها فإذا رجعت إلى الكلمة المفردة في بعضهم ترى أن الكلمة المفردة حتى تشكل منه هذا الوزن تكون كثيرة جدا في مثلا فواعل هناك الماقيس فيها تحتاج إلى سبعة أشياء حتى تقوم بتكوين منها الجمع التكسير أما فعل غرف إذا أردت أن تشكل جمع التكسير تحتاج إلى أربعة أشياء أيضا أربعة أوزان على وزن فعلة وفعلة فهذا كله يثقل في ذهن المتعلم للعربية فهذا كله يجعله يتشتت زهنه فيحتاج إلى مزيد من الجهد وغير ذلك والمثابرة حتى يستطيع أن يحصل على ذلك يقولون أن الكلمة عندما تكون منتهية بياء مشددة إذا فكرنا في ذلك الياء مشددة هل أحد منكم يستطيع أن يفكر بكلمة مثلا فيها ياء مشددة غير كرسي على وزن كراسي صعب جدا فهذا يثقل كاهل الطالب كان الدكتور يخبرني أن الوقت قصير فلذلك نذهب إلى غيره هنا أيضا نتسيغ منتهى الجمع أيضا فيها أيضا مشاكل عيوب هذه الطريقة يضطر الطالب إلى حفظ الكثير من الأوزان سواء أكانت للكلمات أم للجمع فهذا كلها يثقل ذهن الطالب أو أيضا يضطر الطالب إلى دراسة وحفظ كلمات نادرة لبعض الأوزان مثل سعلات، حبرية، ذفرة، سبتر، زبرج كلها يحتاج إلى حفظها وهي غير مستعملة في الحياة العملية كثرة الشروط وكل هذا يجعلها غير تطبيقية يعني يرى الطالب مشكلة في هذا الشيء أما المنهج الذي نقترح نهن للمتدئين يتطرق الطالب إلى جمعة تكسير بشكل مباشر الكلمة والجمع مباشرة دون الأوزان مباشرة كما أخذناها مثلا في الأفعال الشازة يعطيك الاسم هكذا 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 لسنا بحاجة إلى لأن كثير من الكلمات يوجد لها أكثر من رزن صوم صوام صائمون فهذا كله يعني عندما يكون هناك أوزان يختل الطالب تعليمه جمعة تكسير الشائعة فقط لا نذهب به إلى جمعة يعني لا يحتاجها إلى المرحل المتقدمة فلذلك سنحاول في هذا المنهج أن نعطيه الكلمات الشائعة فقط وأيضا التقديم بشكل تدريجي أن لا نعطيه الكام هائل فقط بسيط بسيط لحد أن يصبح مثلا ألف نعطيه خلال سنتين ليس في سنة واحدة المرحلة المتوسطة يفصلون عادة بين النحو والصرف فنحن نرى أن في المرحلة المتوسطة أن نربط بين جمعة تكسير والممنوع من الصرف عندما يدرسون الممنوع من الصرف لا يعلموننا هذه القاعدة أن هذه الكلمات أيضا موجودة في جمعة تكسير وهي مرتبطة بالممنوع من الصرف فهذا أيضا نريد أن نعرفه الطالب الدارس الغير ناطب العربية بهذه الكلمات الطريقة المتابعة كانت الاسم المفرد وزن جمعة تكسير اسم الوصول إلى جمعة تكسير فأحيانا حتى هنا يضعون الوزن يكون الوزن هكذا بعد ذلك ينتقلون جمعة تكسير أما طريقتنا منهج المقترح اسم المفرد جمعة تكسير رغيف رغيفة مباشرة صحيفة صحائف ولكم جزيلا شكر ونشكر الدكتور محمد أبر حلال محمد أبر نشكر الأستاذ أحمد الدرشوي على هذا البحث القيم ونتمنى أن يستفيد الجميع من هذا المنحج المقترح وخاصة العاجم في تعليم جمع التكسير الذي كما ذكره الأستاذ أحمد هناك أوزان كثيرة وخاصة الأوزان السماعية ندعو الله أن يكتب لهذا المنهج المقترح يعني الانتشار إن شاء الله والسهل والشيء والآن ننتقل إلى التقديم الثاني بعنوان تصميم معجم مصطلحات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها للباحثة إن شاء الله الدكتورة نوال عبدالله عبدالرحمن من ماليزيا وهي طالبة دكتورة في اللسانيات وبدون أن نضيع الوقت الآن نترككم مع الأستاذة نوال فلتتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بالجميع يعني ترحيب مختصر لأجل الوقت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري واستلي أمري واحل العقدة بلساني يفقى وقولي اليوم إن شاء الله سنقدم لكم عن موضوع تصميم معجم مصطلحات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بغيرها طبعا ازدادت العناية بالمصطلحات أو بالعلوم المتعلقة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في جميع المستويات فعلى هذا أنا قمت دراستي بمبدأ التصميم المعجم ودرست إشكالية تصميم أو بناء المصطلحات وأيضا تطرقت إلى بنية هذه المصطلحات وأيضا عندنا القضايا المتعلقة بهذه المصطلحات والأسس المنهجية لوضع المصطلحات وفي نهاية الدراسة كتبنا نموذج لمصطلحات تعليم اللغة لغير الناطقين بها في مجالين ألا وهو مجال التعليم والتقويم نبدأ نبدأ بإشكالية وضع المصطلحات في اللغة العربية للناطقين بغيرها أولا الإشكالية الأولى بنية المصطلحات بنيت المصطلحات طبعا لتعدد المصطلحات في معاجم اللغة العربية التراثية والحديثة جمعنا المصطلحات المتخصصة بتعليم اللغة لغير الناطقين بها على حسب دراسات السابقة لليونسكو أن هناك أكثر من خمسين مصطلح يوميا بما يعادل عشرين ألف مصطلح سنويا تكتب في الكتب التعليمية الإشكالية الثانية دلالة المصطلحات دلالة المصطلحات طبعا تختلف دلالة المصطلحات في بنية دلالة المصطلحات اللغوية والإصطلاحية فعندما نريد أن نبحث عن دلالة المصطلحات لابد أن نتطلع إلى القواميس والمعاجم التراثية والحديثة أما الإشكالية الثالثة فإعداد المعجمات الخاصة للقطاعات طبعا أي مؤسسة تعليمية تحتاج إلى إلى مناهج وكتب تعليمية ومعجمات خاصة لها لتسهل عملية التعلم والتعليم لمتعلميها ومعلميها والإشكالية الرابعة إشكالات المعجمية والدلالية إشكالية فهم المصطلح لدى المتعلمي اللغة العربية أولا كثرة كلمات اللغة العربية ثانيا تعدد معاني اللغة العربية وتنوع دلالتها ارتباط الكلمات العربية بالتصريف وأيضا متعلموا اللغة العربية يواجهون مشكلات في فهم بعض الكلمات واستعمالها مثلا في اللغة العربية في النحو في البلاغة كيف نستخدم هذه الكلمات مما يعيق فهم كلمات ومجالات استعمالها تصور المتعلم أن كل المعاني التي تدور في ذهنه شائعة في لغته طيب عرفنا في دراستنا ما هي أو ما هو تعريف المعجم من حيث اللغة ومن حيث الاستلاح نقول مثلا المعجم استلاحا هو الكتاب الذي يضم الفاظ اللغة مرتبة على نمط معين مشروحة شرحا يزيل إبهامها ومضافا إليها ما يناسبها من المعلومات التي تفيد الباحث وتعينه على الوصول إلى مراده طبعا وضعنا الأسس المنهجية لوضع المصطلحات هناك أسس منهجية لوضع المصطلحات فيما درسه من قبل الأستاذ محمود فهمي حجازي في نهاية كتابه الأسس اللغوية العلم المصطلح فدرس المبادئ الأساسية التي اعتمد عليها العلماء والخبراء التربويين في تحديد المنهج المتبع طيب وأيضا ضرورة وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بين مدلول المصطلح واللغوي ومدلوله الإصطلاحي طبعا عند تعريب الألفاظ الأجنبية يراعى ما يأتي أن نرجح ما سهل نطقه في رسم الألفاظ المعربة وأيضا التغيير في شكل حتى يصبح موافقة للنسيغة العربية هو أيضا اعتبار المصطلح المعرب عربيا وأخيرا ضبط المصطلحات عامة وهنا عندنا نموذج لبعض المصطلحات التي كتبت في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ما في بها هناك مصطلحات لباب التعليم وأيضا مصطلحات لباب التقويم نأخذ مصطلحين من باب التعليم التعليم الأساسي هو القدر الأساسي من التعليم اللازم الذين لم ينالوا الحد الكافي من التعليم والمهارة التي يحتاجون إليها لمواجهة متطلبات الحياة في المجتمع ويمتد بعد التعليم الابتدائي إلى التعليم التوسط أو العدادي لثلاث سنوات أو أكثر وعرفنا التعلم التعاوني والتعلم الذاتي والتعلم المجدد والتعلم بالحاسوب أو مع الحاسوب بموافقة بالتكنولوجيا الحديثة الآن التعليم أيضا عن طريق الراديو أو التلفزيون وهذا مصطلحات باب التقويم تقويم البيئة التعليمية التقويم الشخص التشخيصي والتقويم التحريري والشفوي وما إلى ذلك هذا فقط مني شكرا جزيلا لكم نشكر الأستاذة نوال بنت عبد الله على هذا البحث القيم الجيد في تصميم معجم المصطلحات تعليم اللغة العربية للناتقين بغيرها وأرجو أن يستفيد الطالبة من هذا المعجم إن شاء الله في المستقبل والآن نهنوا مع البحث الثالث في هذه الجلسة بعنوان العناصر الثقافية العمانية في كتاب لغة الجميلة للصف الخامس بسلطنة عمان دراسة تحليلية معنا الدكتور الأزهر بن زهران بن ناصر البراشدي من سلطنة عمان وأقدم لكم مختصر لسيراته الذاتية من حيث الأعمال رئيس قسم قسم التطوير مناهج اللغة العربية بوزر التربية وتعليم بسلطنة عمان وله مؤلفات وخاصة في المناهج أي مناهج اللغة العربية في سلطنة عمان لصفوف الأول إلى السادس وعنده أيضا دراسات مختلفة في مدونات الشاعر العماني ما شاء الله ضيفنا الكريم من عمان أفضل شاعر له قصائب منشورة في الصفوف العمانية والآن باحثنا يحضر دكتورة في جامعة تونس فحتى نكسب الوقت الآن نترككم مع التقديم الثالث من أخينا دكتور الأزهر البراشدي فليتفضل مشكورا مأجور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الشكر الجزيل لرئيس الجلسة هو الشكر الجزيل أولا لإدارة الجامعة وللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر على قبولهم للبحث أولا وإتاحتهم الفرصة للمشاركة هنا وعلى حسن الاستضافة ثانيا ثم اختصارا للوقت سأبدأ مباشرة في عرض الموسوم بالعناصر الثقافية العمانية كما تشاهدون في كتاب لغة الجميلة للصفة الخامس بسلطنة عمان دراسة تحليلية وعلى الرغم مما يشير به هذا العنوان من خصوصية مكانية خاصة بسلطنة عمان وبمناهج اللغة العربية فيها إلا أن موضوع العناصر الثقافية هو ذاهم كبير لنا جميعا ولجميع المشتغلين بالمؤسسات التربوية سواء في المدارس أو في المؤسسات العلية ذلك أن العناصر الثقافية هي محتوى ثقافي يجب أن يتضمن في المناهج الدراسية المختلفة وفي مسيرة التعليم المختلفة كون أن التعليم لا يكون بمعزل عن الثقافة التي ينبثق منها عرضي سيتناول الشقين اثنين أو عرض هذه الدراسة سينقسم إلى قسمين الأول الثقافة والقسم الأول هو الثقافة والتربية وعلاقتها أيضا بتعليم اللغات والقسم الثاني سأتطرق سريعا إلى إجراءات الدراسة وصولا إلى نتائجها أولا نبدأ بالثقافة حتى نعرف العلاقة بين الثقافة وعلاقتها بالتربية وتعليم اللغات نستعرض تعريفا واحدا على الرغم أن الدراسة تناولت مجموعة من التعريفات للوصول بها إلى سمتين بارزتين سنستخلصهما بعد قليل عرفها إدوارد تايلر وتايلر هو من أكبر المنظرين لدراسات الثقافية في العالم ومن المعروفين طبعا أعرفها بأنها الكل المركب الذي يجتمل على المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل المقدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضوه في مجتمع حيث نلاحظ الملون باللون الأحمر يجتمل أو يقصد به عناصر الثقافة وهو الذي ستستفيد منه الدراسة لاحقا في وضع قائمة بالعناصر الثقافية ثم في تصميم أداة الدراسة لاحقا أخضا في الاعتبار أيضا دراسات والتعريفات الأخرى والدراسات التي تناولت تحليل المضامين الثقافية في المناهج الدراسية المختلفة سواء للناتقين بالعربية أو للناتقين بغيرها ونلاحظ من الملون باللون الأزرق العلاقة الوطيلة بين الثقافة والتربية حيث يشير تعريف إلى أن الثقافة هي سمة اجتماعية وعلى أنها هي ماذا يكتسبها الإنسان ليس بصفته الفردية وأن بصفته المجتمعية إذ أن المجتمع والعلاقات التي تربط بين أبنائه والعلاقات الشخصية فيما بينهم وكل ما يمارسونه في حياتهم اليومية هي هذه الثقافة الثقافة بما أنها تناولت هذا المفهوم الاجتماعي فهي بحالة إلى تأهيل الاجتماعي وكثير من الدراسات التربوية أشارت صراحة بأن التربية هي عملية ثقافية أو هي عملية تثقيفية ولذلك هنا تتضح العلاقة بين الثقافة والتربية إذ تقوم التربية بدور إكساب الفرد في مراحل التعليم الجوانب الثقافية حتى يكون رجلاً مؤهلاً ومواطناً صالحاً يتمتع بالسمات النفسية والمعرفية والعقائدية وغيرها ما علاقة التربية بتعليم اللغة؟ طبعاً التربية عندما نقول الثقافة هي تتناول جميع المواد الدراسية للغة خصوصيتها وذلك أن اللغة بحد ذاتها هي مكون أساس من مكونات ماذا الثقافية وأنتم تعلمون ذلك وإذا أتينا إلى تعليم اللغة فإن تعليمها يكون معتمداً إلى بعد فإن تعليمها يكون معتمداً على النصوص القرائية والنصوص الشعرية والنثرية والأنشطة المختلفة لتدريس المهارات التحدث والاستماع والقراءة والكتابة كل هذه الأنشطة لا تقدم إلا من خلال المحتوى الثقافي وهو ما يمكن أن نشير إليه بالكتاب المدرسي كونه العنصر الأساسي في تنفيذ المنهج المدرسي على أقل تقدير في الوطن العربي هذه العبارة هي منقولة من وثيقة مناهج اللغة العربية تشير صراحة إلى علاقة هذا المنهج مناهج اللغة العربية بالتكوين الثقافي للفرد حيث أنها تسهم في ترسيخ تعاليم الدين الإسلامي والاعتزاز باللغة العربية ومقومات الثقافة العمانية إلى آخر هذه هي علاقة الثقافة بالتربية ومن تلك العلاقة يتضح لنا الأهمية القصوى لبحث المضامين الثقافية كما هي حال دراسة هذه أو لتجريب مجموعة من الاستراتيجيات التي تسهم في ترسيخ الثقافة المراد ترسيخها لدى المتعلم إجراءات الدراسة سأقتصر على ثلاثة أمور أسئلة الدراسة والقائمة والأداء ثم على النتائج وستتجاوز مشكلة الدراسة وأهميتها تسعى الدراسة لإجابة إلى سؤال الرئيس ما درجة توافر العناصر الثقافية العمانية في كتاب الوغة الجميلة للصف الخامس وينبثق عن هذا السؤال سؤالان أساسيان فرعيان هل تختلف درجة التوافر لمجالات العناصر الثقافية العمانية في كتاب الوغة الجميلة للصف الخامس والسؤال الثاني هل تختلف درجة التوافر في كتاب بين هذه العناصر الثقافية في الكتاب عينة الدراسة طبعا صمم الباحث أو استخلص الباحث في البداية بالرجوع إلى الأدب التربوي طبعا والدراسات السابقة قائمة بالعناصر الثقافية اللازمة والمناسبة للطالب العماني هذه القائمة عرضت على مجموعة من المحكمين للتحقق من صدقها ثم بعد ذلك صمم الباحث أداة الدراسة المتمثلة في بطاقة المحتوى ثم صمم الباحث أداة الدراسة ومن خلالها قام بتحييل العينة وهي كتب اللغة العربية للصف الخامس وعددها أربعة كتب نأتي إلى نتائج الدراسة سنتطرق من خلال خريطة واحدة إلى الإجابة عن السؤال الأول والثاني نلاحظ في هذا الشكل التخطيطي أن العناصر الثقافية العمانية تضمنت في الكتاب بمجموعة تقريبا 660 عنصرا إذا جمعنا 271 و 115 إلى آخره فهي 660 عنصرا ونلاحظ على أن المجال الأول الذي هو مجال الدين والقيم استحوذ على أغلب التكرارات هل تختلف درق التوافر عناصر الثقافية العمانية؟ في كتاب أيضا من خلال المخطط ربما العناوينها لا تتضح ولكن من خلال الشكل يتضح على أن تضمين العناصر الثقافية كانت بتفاوت كبير إذ حظي القيم الإسلامية والإنسانية بتكرارا أكبر ثم بعد ذلك الإزياء والرسمية والتقليدية وصولا إلى التكرارات الأقل ورودا مثل التشريعات والقوانين والعادات والتقاليد العمانية وبررت الدراسة أسباب كثرة أو ازلياد كثرة تكرارات بعض العناصر ولماذا نقصت العناصر الأخرى ووضعت بعض الجوانب المراد تطويرها من خلال هذه النتائج توصلت الدراسة في النهاية إلى مجموعة من التوصيات أهمها الاهتمام بالعناصر الثقافية التي لم تضمن وكذلك إلى أهمية العناصر الثقافية بالنسبة للمتعلم وضرورة إدراكها في المناهج التعليمية المختلفة سواء باللغة العربية أو لغيرها والناطقين بها والناطقين بغيرها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتقدم بشكر الجزيل للباحث الدكتور الأزهر بن زهران بن ناصر البراشري على هذا البحث الجميل القيم نعم على الرغم من تقيد هذا البحث بالعنصر المكاني أي بسلطة عمان ما شاء الله رأينا هناك أشياء نستفيد منها إن شاء الله وكرر الأستاذ عدة مرات بالعلاقة الوطيدة بين الثقافة وتربية وخصا في تعليم اللغة والآن نواصل التقديم من الدكتور صديق إن شاء الله أحمد الصديق محمد بن عنوان استخدام التدريس التبادلي بحدف تنمية محارات ما وراء المعرفة في القراءة قبل أن يبدأ التقديم أقدم لكم مختصرا لسيرته الباحث الذاتية أخونا من سودان وطالب دكتورة في قسم اللغة العربية وآدابها بهذه الجامعة وكان مدرس بالمرحلة الثانوية بوزارة التربية وتعليم بالسودان لمدة ثمانة أعوام ومدرس للغة العربية بإدارة شؤون الدينية بولاية سلانجور جائس وباحث جامعي شارك في كثير من المؤتمرات وله عدة أوراق منشورة والآن نتركهم مع الباحث دكتور سديق فليتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسل لي أمري واحل العقدة من لساني يبقه قولي السلام عليكم جميعا الحضور الكريم أحباب اللغة العربية لغة القرآن وأنصارة بلغة العربية نسأل الله أن يوفقنا جميعا في حمل هذه الرسالة العظيمة في نشر لغة القرآن طيب الورقة العلمية إن شاء الله عن استراتيجية تدريس التبادل كاستراتيجية من استراتيجيات التعلم النشط وأثرها أو فعليتها في إكساب الطلاب مهارات القراءة الجيدة أو مهارات ما وراء المعرفة في فهمهم لنصوص العربية إذا عرفنا أن طرق التدريس مهمة جدا في نجاح العملية التعليمية التي أركانها المعلم والطالب والمنهج وفي هذه الورقة جزء من بحثي في الدكتوراه الذي هو حول فاعلية اثنين من استراتيجيات القراءة بمساعدة الحاسوب وفي تعليم القراءة الجيدة للمستوى المتقدم في المرحلة الجامعية وهناك سأعمل التجربة وسيكون هناك منهج تجريبي ومنهجية ومعايير إلى آخر ولكن هنا منهج وصفي أريد أن أصلت الضوء على هذه الاستراتيجية من خلال الدراسات الأدبية التربوية ما هي استراتيجية التدريس التبادلي؟ هي طريقة تعلم الطلبة كيفية القراءة لاستخلاص المعنى ومراقبة فهمهم واستجعابهم وأيضا تعريف آخر اشتراك المعلم مع مجموعة من الطلاب أو الطلبة حتى تضم الطلاب والطالبات عبر التبادل الأدوار في خيال الحوار متعلق بالصماء إذن التدريس التبادلي نوع من أنواع الحديثة في التدريس ليس التدريس التقليدي على السن والمعلم هو المتكلم وحده وهو السلطة وحده داخل الفصل وإنما يتبادلون الأدوار أي الطالب يشارك في التعليم وفي النقاش داخل الفصل والهدف من هذا كله هو أن الطالب يكون نشط ذهنيا وليس نشط بدنيا يعني يكون عنده انتباه يكون عنده تفاعل ومشاركة مع ما يقرأ ويكتسب مهارات لفهم النصوص والتعامل معها إذن هذا هو التعليف الذي نعراه جامعا وعبارة عن أنشطة تعلمية تأتي على هيئة حوار ما بين المعلم والطلاب أو بين الطلاب بعضهم البعض بحيث يتبادلون الأدوار طبقا للمهارات المتضمنة في الاستراتيجيات التبادل عبارة عن فيها مهارات أو فيها استراتيجيات فرعية التنبؤ التساؤل التوضيح التلخيص بهدف فهم المادة المقروعة والتي في هذا الفهم عن طريق مراقبته وضبط عملياته والاستراتيجيات استراتت إلى نظريات وأبحاث تتعلق بالإدراك وتعليم الطلبة زوية الصعوبات في كيفية التعلم كذلك استراتت على نظريات التعليم المسقل من خلال توفير الدعم للطلبة في سياق تفاعلي واجتماعي طيب لماذا أو لمن للطلبة المؤهلين لفك الرموز ولمن تنقصهم القدرة الكافية على الاستعاف إذن التدريس التبادلي لا يصلح مع الصفوف الأولى مع مرحلة ابتدائية أو المبتدائين في تعلم اللغة العربية من غير الناطقين بها لأنه لابد أن يكون هناك شيء من النطج القراءة وكذلك القراءة في موضوع معين لما فوق المرحلة الافتدائية كما ذكر وطبيق القراءة العلاجية من خلال القراءة في جميع المواضيع خاصة المرحلة السنوية والمرحلة الجامعية يعني جميع المراحل يكون الحوار بين المعلم والطلبة ممثلا باستخدام أربع محاول استراتيجية أساسية والتي تعمل على تفاعل الطالب مع النص بشكل أكبر وذكرتها في الأول التلخيص الطرح الأسئلة أو توليد الأسئلة التوضيح والتوقع ولا يضر بأيهما بلع المدرس المهم أن يكتسب الطلاب هذه المهارات ويستطيع بأنفسهم القيام بهذه الأدوار هنا التلخيص الكتابة الصغيرة للأسف التلخيص وأنا في رأيي التوضيح سيكون في الآخر السمراء يعني هو يعني ممكن المدرس يبدأ بالتنبؤ وهو تخمين تربوي يعبر به الطالب عن توقعاته لما يمكن أن يكون تحت هذا العنوان النص المدروس من أفكار وما يمكن أن يعالجه الكاتب من غضايا وتطلب من الطالب طرح فروض معينة حول ما يمكن أن يقوله المؤلف يعني في القضعة هذه مضى نصف الزمن طيب هذا بالنسبة للتنبؤ ثم التوضيح إذا الطالب يريد أن يسأل عن مفردة معينة صعبة أو جديدة عليه أو شيء ليست واضح كذلك الاستفسار وهو تكوين أسئلة جيدة حول النص يسأل أسئلة جيدة ويكون هذا كله بالتدريب ثم أخيرا التلخيص تلخيص الموضوع بكلمات من عند الطالب مهما كانت بسيطة لأنه تدل على أنه استوعب الموضوع وفهمه واستطاع أن يعبر بكلمات من عنده طيب لمشي سريعا أليم الحوظات هامة علما تقدم الاستراتيجية لأول مرة هنا المدرس يقدم وصفا عامل الاستراتيجية ومهاراتها الأربعة ويناقش الطلاب لماذا تكون النصوص والمحتوى في بعض الأحيان صعبة الفهم حتى يزيل هذا الحاجز ولماذا تكون الاستراتيجية هذه مهمة لمساعدتهم في الفهم ثم يدرب الطلاب على ممارسة هذه المهارات يكونوا كالاستقالة المهندسين في البناء يصعدون بالاستقالة هذه للبناء في الأدوار العليا فإذا انتهوا من عملية التشهيد تكون الاستقالة ليس مهمة إذن المعلم هو يبدأ بنمزجة هذه المهارات أو الاستراتيجية الفرعية يدرب عليها الطلاب ثم يبدأ بالانسحاب من التدريس أو من المشاركة ليقوموا الطلاب بأنفسهم بهذه المهارات حتى يستطيعوا معالجة أي نص وتحليله وفهمه فهماً عميقاً جيداً هذا الذي أنا أقصده هذه خطوات إذن لابد أن المعلم يوزع الطلاب على مجموعات مثل التعليم التعاوني هنا هذه الستراتيجية تشترك مع التعليم التعاوني يقسم الفصل إلى مجمعات صناعية أو خماسية ويحدد موضوع الدرس أو محور من محاوله ويقدمه للطلاب على شكل مادة علمية مستقلة مقروعة أو يحدده من الكتاب المدرسي وكذلك من خلال عنوان الدرس أو الوحدة يطلب من الطلاب أن يتنبؤوا هذه المرحلة الأولى التنبؤ من العنوان إذا لم يستطعوا من العنوان يسهل لهم يقرأ لهم الجملة الأولى من السطر الأول السطر الأول من كل فقرة تماماً كما في الإنجليزي يروا الصور يريهم الصور المتعلقة بالموضوع أو أي فقرس تواريخ أرقام حتى تساعدهم على التنبؤ بما في هذا الموضوع وما يريد أن يقوله هذا الكتاب هذه الخطوات إجرائية يطم للطلاب قراءة فردية صامتة لكامل الدرس أو الموضوع يقوم الطلاب بتلخيص الموضوع ويمكن تلخيصه في خرائط أو الخرائط الزهنية هذه ويطرح الطلاب الأسئلة التي تتبادل في أذهانهم حول الموضوع وينقشها معهم ويعاونهم على الإجابة عنها يقوم الطلاب بتوضيح المفاهيم الصعبة لزملائهم في نفس المجموعة ويمكن الاستعام بالمعلم وقت الحاجة يمكن البدء بمهارة التلخيص للموضوع ثم مهارة بناء الأسئلة من قبل الطلاب حول الموضوع ثم مهارة توضيح الإجابات والمعلومات الغامدة لبعضهم البعض ثم يختم بمهارة التنبؤ أنا كما قلت لكم يعني المختلفين الخبراء في هل يجب ترتيب هذه المهارات وبعضهم يقول لا يضر بأيهما يبدأ المعلم وحسب حال طلابه يبدأ بالتلخيص ثم التوضيح ثم الأسئلة ثم يختم بالتنبؤ أو يعكسها المهم هذه الاستراتيجية باستراتيجيات الفرعية الأربعة هي هدفها الأساسي إكساب الطلاب مهارات للقراءة الجيدة للنصوص ويكسر الحاجز أن هذا الموضوع صعب وأنا لا أفهم يا أستاذ حتى يكون قارئا جيدا لأن القراءة الجيدة مفتاح للمهارات الأخرى ومفتاح لكل العلوم بما فيها العلوم الشرعية وفهم النصوص القرآن ونصوص السنة إلى آخره هذا الذي أريد أن أقوله حولها هذه الاستراتيجية التي فاتني أن أقول أن البيونيور الرواد فيها مدرستان في الولايات المتحدة الأمريكية هذه بلينسيكر وآن براون في الثمانينات في آخره الثمانينات ونزل السبب أن الروس لما أطلقوا القمر الصناعي الأول 1975 سبوتانيك جنة جنون الأمريكان والخبراء والتربويين والعلماء والسياسين جلسوا كلهم ينظرون لماذا الروس سبقهم في هذا فوجدوا العل أن مدارسهم فشلت في أن تعلم أو تجعل من التلاميذ غراء جيدين أو القراءة الجيدة توصلوا إلى أن هذه هي مشكلتهم فبدأوا الحل من هنا فهذا ما أريد أن أقوله عن استراتيجية التدريس التبادلي كاستراتيجية عامة يمكن تخصيصها للقراءة وجعل القراءة مفيدة وممتعة ونافعة للطلاب خاصة المستوى الجامعي من الطلاب غير ناطقين باللغة العربية هذا ما أريد توضيحه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والبركة عندكم في الكتاب ومستعد للأسئلة إن شاء الله إذا لم يتضح شيء شكرا نتقدم بجميل شكر والتقدير لفضيلة الأستاذ صديق أحمد صديق محمد على هذا التقديم الجميل وأرى أن البحث بحث قيم ويتعلق بمنهج حديث في التدريس والتعليم ولا تقلقون عندنا مجال للاستفسارات وتعقيبات وتعليقات بعد هذا التقديم إن شاء الله ومعنا أيضا في القاعة خبراء في التعليم والتربية دكتور فؤاد رواش دكتور نصر الدين فحتى حضرات البحثين يمكنكم إبداء رأيكم وملاحظاتكم حول هذه البحث والأوراق والآن نحن مع التقديم الخامس من الأستاذ أبو بكر توفيق فتاح من العراق بعنوان بلاغة الإيجاز في الحروف والكلمات والجمل والقصص صورة طحاء موزجا دراسة مقارنة لغوية أدعو الأستاذ للتقديم الآن وقبل أن يقدم لنا الأستاذ أقرأ لكم بعض معلومات عن سيرتها ذاتية هو طالب الدكتورة في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا تخصص فقه وأصول الفقه وله مؤلفات باللغة العربية وغيرها والآن نترككم مع الأستاذ أبو بكر توفيق فتاه فليتفضل مشكورة بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إله ومن دين اللهم اجعل منهم أشكركم شكرا جلزي أيهم مقدم البرنامج وإخواني وأخواتي وأساتذتي ومشايخي وأصدقائي وزملائي الكرام والأحباب في الله وفي الهموم في اللغة العربية كما هو واضح ومطلع عندكم بلاغة الإيجاز في الأحرف والكلمات والجمل والقصص سورة طه نموذجا نريد كما كان إحدى أو الركيزة الأساسية للمؤتمر هو كيف مثلا تواجه مثلا مشاكل اللغة العربية في القرن الواحد والعشرين في حين عزف مثلا كثير من الناس عن اللغة العربية والتعلم بها والتفاخر بها والعيش بين أكنافها وأصالتها نعم فلذلك جاء هذا البحث فأنا أريد في هذا البحث بحوله وقوته أن أركز على أن ألفت أولا نظري ونظركم ومن ثم نستفيد من تجاربكم وملاحظاتكم وما تقترحونه إن كان لنا فسحة من الوقت عند الجلوس لإبداع ملاحظاتكم نعم نعم الآن نحن كلنا نعلم قضية المقارنة بين منهج ومنهج أخرى وبين مثلا شخص وشخص آخر وبين مدرسة وآخر هذا يوجد وبين علم أو علم آخر هذا يعني أصبح علما يعني لحاله وعلى حدي ولذلك جاء هذه المقارنة المقارنة بين اللغة العربية من جانب التي عزفت عنه التي عزفت عنها مثلا كثير من أبنائها من أبناء الشعوب المسلمة فضلا عن غيرها مع اللغة العربية يعني كل من يريد الدنيا يتعلم اللغة العربية وكل من يريد الآخر يتعلم اللغة العربية يعني من يريد الدنيا يتعلم الإنجليزية ولو من يريد الآخر يتعلم العربية نحن نريد كلاهما ليس الرجل الدنيا وليس الرجل الرجل آخرة نريد كلاهما بحول وقوتي لكن كيف نجعل هذا هذا كيانا يحافزنا الآن يعني أنا لا أقرأ هذه الأمور لكم مشكلة البعض أنتم بإمكانكم تسرعونني يعني هكذا يقرأها لذلك وضعناها على أيديكم مثلا هذا الفصل يتناول ثلاث مباحث مثلا مبحث يتناول عن الكتب التي كتب في الإيجاز وهذا أيضا لا أذكره هنا ومبحث عن الأحرف والكلمات والجمل في سورة طه باللغة العربية القرآن يعني أكثر لغة العربية فصحة ومن ثم مقابلتها مقابلة هذه المعاني وهذه المفاهيم بالإنجليزي يعني مثلا كلما قلت العدد وأعطى معنا أكثر هذا أن كلنا نعلم أنه معناه أنه فصيح وبليغ وجيز مثلا فلذلك نحن بحول أقواتي أنا أركز على الأحرف أنا أركز على الأحرف فأترك لكم الكلمات والجمل داخل المبحث لكي تقرأوه أنتم يعني تقارنوه مثلا ومن ثم نأتي للمبحث السالس إن كان لنا من الوقت فصحة في ماذا نذكر شيئا يعني أو المشهد الأول من سورة طه من سورة طه في قصة موسى عليه السلام ونقارنها باللغة العربية باللغة الإنجليزية العربية مع الإنجليزية نعم الآن مثلا كما قلت لكم أنا أركز على كلمة واحدة مثلا أو الأحرف الشيء الواحد الأحرف نعم نركز على الأحرف أنت مثلا أعوض لنشارجهم إلا تذكرة لمن يخشى كلمة إلا إلا مثلا ثلاثة أحرف وبالإنجليزي مقابلها ثلاثة أحرف يعني إذن الإنجليزية لم تستطيع أن تفوق العربية جاء بالمقابل نعم إئتي إلى التحت له ما في السماوات وما في الأرض له حرفين أو حرفان مقابلها أربعة أحرف أنتو وإن تجهر إن و واو واو العطف بالإنجليزية أنت يعني ثلاثة أحرف أنتم بإمكانكم أن تقارن بين أن تجهر بالقول كلمة كلمة ومن ثم الجملة وبعد ذلك تقارنها مثلا أربع كلمات تقارنها بسنتنسيس كم كلمات يعني بالإنجليزية إذن اتضح لنا بأن اللغة العربية وعلى رأسها القرآن يعني أكثر فصاحة نعم لهم ما في السماوات ما في النصف سطر يعني أنت قارنها أنت في البيت في الداخل عندك فكر في هذا مثلا لح مثلا نصف سطر أو قريب من السطر في الإنجليزي إذا ترانسليت سيصير سطر ونصف واو الواو كما قلنا أنت واو في العربي حرف واحد حرف واحد في الإنجليزي ثلاث أنت ثلاثة أحرف يعني يلا استطاع أن يفيد كلمة معنى واو إذ إذ كلمة إذ أو حرف إذ مثلا كلمتين أو حرفين فقط في المقابلة أيها مثلا يعني أربعة أحرف وهكذا لا نريد أن مثلا أن نأخذ وقتا طويلا في هذه المعاني هذه كلها فقط يعني أعطيتكم فكرة يعني إشارة إلى ف في كل إن إن مثلا سيرتينلي جز إن يعني مثلا لو أخرجنا الدغم فيها إن إن الساعة آتية يعني تستطيع أن تقول تخرج الدغم منها تقول إن يعني ثلاثة أحرف مقابلها سيرتينلي كم من الأحرف مثلا ثلاثة خمسة تسعة يلا استطاعت أن تفيد معنى إن نعم زين نأتي إلى كلمة الأخرى فتولى هذا الف فتولى فتولى في العربي له مثلا يفيد في مقابلها أولا سو وذين مثلا نعم وغيرها مثلا وآنت أيضا يقابل هذا نعم المبحث الثالث إن شاء الله أن نستدرك وقتنا وهو المبحث الثاني أو الثالث في هذا الموضوع الذي نريد أن نتحدث عليه كم بقى خمس دقائق إذن يعني أنتم على هذا التركيز على هذا التركيز مثلا تعملون البقارنة بين قصة موسى لماذا قصة موسى قصة موسى في سورة أنا سميت سورة طاها إن كان لنا تسمية إلا أن تسمية تعبدية سورة طاها مربية يعني اقرأوا تفسيرها تفسيرها بالمالاوية وتفسيرها بالعربي وبالانجليزي اقرأوا تفسيرها يعني أكثر من تفسير يعني تفسير مطول ليس تفسير كلمات يعني فيها تربون على على التربية لأن الله سبحانه وتعالى قال طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وفي الأخير من أعرض عن ذلك فإن لهم معيشة ضنكة يعني خلاص يعني وقت تفادنا فنالي فنالي بيتش حتى نستدرك وقتنا ولا يقطعون لنا فأنا أحب أن أحترم جزاهم الله خيرا نعم توصلت الدراسة ماذا نتائج البحث إن الإجازة إن الإجازة في الإعجاز لدى القرآن تشمل الأحرف ومرورا بالكلمات والجمل وانتهاءا بالقصص ثانيا أن مثل هذه المقارنة بين اللغة العربية وبوجه العموم وبين غيرها يزيد من تبصير المسلمين بلغتهم الرصينة والأصيلة وأنها من القضايا الجديدة من حيث الإجاز في الإعجاز ثالثا قضية تفوق اللغة العربية من حيث الأصالة والرسانة قديمة وواقعة وحقيقة ليس فقط نحن نذكر في السابق لا الآن إلى الآن يعني سنريهم آياتنا في الآفاق ومنها الإعجاز العدد في القرآن وإعجاز الإختصارات وإعجاز القصص كل شيء ولكن يعويزها من دراسات والبحوث لكي يظهر تلك الإعجاز توصيات الباحث أن على الباحثين والكتاب وكل مثقف وأنتم من أهلهم إن شاء الله وتعالى وحضارة أهل الخصوص والمسلمين على وجه العموم ماذا؟ تعليم أبنائهم أو محاولة تحبيب الأبناء اللغة العربية لكي لا تذوب في ثقافات العربية اللغة الصينية أنا سمعت أن اللغة الصينية الذي يريد أن يتعلم اللغة الصينية يحتاج أن يتعلم ألف وخمسمائة حرب ألف وخمسمائة حرب لكي تستطيع أن تتعلم ماندي ماندي هي اللغة الشينيزية الصينية ماندري ماندري نعم ماندري ماذا أنا أقول؟ ماندري نعم نعم سرعة للوقت اتباع كل وسائل ثاني اتباع كل وسائل والسبل المتاحة في سبيل بيان أهمية تعليم اللغة العربية نحن نعلم ثقافتنا ولغتنا العربية الله سبحانه وتعالى اختار هذا الدنيا بهذه اللغة واختار قرآن بهذه اللغة لكن هموم المسلمين ومشاكل المسلمين صرفت أنظار المسلمين وصرفت يعني المؤسسات التعليمية والتربوية والتطويرية للاهتمام والإظهار هذه اللغة اغضع كل التقنيات وهذا الذي نتعلم اغضع كل التقنيات الممكنة لتحبيب الأطفال أنت مثلا اكتب يوتيوب لتعليم اللغة الإنجليزية يأتيك آلاف إن لم نقل عشرات الآلاف لتعليم اللغة الإنجليزية أما لو كتبت تعلم اللغة العربية ممكن لا يأتيك إلا الآحات أو العشرات على الأكثر يعني هذا من القصور هذا ولكم مني جزيل الشكر والعفاء وجزاكم الله خير وبرك الله فيه وفيكم والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأخ الأستاذ أبو بكر على هذا العرض والتقديم الجميل والتقديم أو البحث يتعلق بالقرآن الكريم ونحن طلاب اللغة العربية نحن لا ندرس هذه اللغة إلا لغرض فهم القرآن وفهم الإسلام والشريعة ونشكره على هذا البحث القيم والآن حسب الجدول نحن في التقديم الأخير بعنوان التقنيات الحديثة في التعليم اللغة العربية لدكتور محمد إقبال ودكتور محمد نعيم إذا كان الباحثان موجودين هنا ف ندعوهم للأمام للتقديم وإلا نفتح المجال للاستفسارات والأسئلة والتعقبات والتعليقات فنظراً لغياب الباحث الأخير والآن نفتح المجال للاسئلة واستفسارات وأو التعقبات فلي يتفضل الذي عنده أي سؤال استفسار تعليق هل أنا أبدأ من أجل هذه الجلسة الذي يريد الراغب في السؤال فعليه أن يعرف نفسه اسمه يعني من أي بلد من أي جامعة ثم باختصار السؤال ليس إذا كان السؤال سؤال صهال طبعا السلام عليكم رحمة الله اسمي محمد كامارا معروف طالب في العدبيات في قسم اللغة العربية ربما أبدأ من حيث انتهى بالنسبة لشيخ الأخير حفظه الله الإراقي كما ذكر ما يتعلق بالمواقع التي تدرس اللغة العربية حينما نرى نلاحظ نجد مفارقة كبيرة بين اللغة الإنجليزية والعربية مثلا يوتوب هناك مواقع كثيرة جدا تدرس اللغة الإنجليزية ولكن بالنسبة للعربية قليلة جدا بمعنى المواقع فالسؤال يعني ما هو ما المنحج المقترح لديكم لإثراء المواقع التي تدرس اللغة العربية عبر يوتوب وغيره لأن هذا يهمنا جدا جدا وهناك أيضا سؤال آخر لأستاذ طرس الدك وكذلك حتى للأستاذ نوال ما يتعلق بتصميم عجل مصطلحات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيره الأناصر التي قدمتها في بحثك هل هي مخصوصة بمستويات معينة أم تعوم كل المستويات يعني ما دام الأمر متعلقا بغير الناطقين باللغة العربية وكذلك أيضا بنسبة الدكتور صديق المهارات التربوية أو التدريسية التي قدمها هل هي مخصوصة فقط بطلاب مرحلة دون أخرى أم هي عامة للجميل للطلاب الجامعيين وللطلاب ثلوين وغيرهم السلام عليكم رحمة الله السلام نشكر هل نأخذ أسئلة أخرى قبل أن نفسها المجال للأجوبة أوكي الآن نبدأ بالأستاذ حقيقة أشكر أخنا الأفريقي حفظه الله ورعاه محمد كمالا محمد كمارا نعم على سؤاله واهتمامه باللغة العربية نعم هذا السؤال يحتاج إلى مؤلفات حقيقة يعني بدون مبالغة غير أنني مثلا أختصر فيها يعني مختصر المفيد مثلا ما هو المنهج المقترح لدي ولديك ولدى من يهتم بهذا يعني ليس أنا واحد منكم وأنتم إخواني وأخواتي كذلك كل من يهتم اسأل نفسك أيضا ما هو المنهج المقترح ما هو المنهج المقترح مثلا لنزيد من اليوتيوب على أقل تقدير يعني اليوتيوبات في العربي مثلا أنا مثلا بنفسي أقول كل من يستطيع أن يقدم يحفظ كلمة عربية مثلا يستطيع أن يجعل عليها يوتيوب مثلا هذا على سبيل الشخصي ومن على سبيل المؤسسات مثلا بإمكان المؤسسات اهتمام بهذا تشجيع الطلاب مثلا إحداث غروبات مثلا كل من وجد أو كل غروب وجد مثلا جملة قصة مثل حكمة عربية ترجمتها إلى الإنجليزية وكيف تستطيع فيها ويجعل في اليوتيوب مثلا هذه من على من حيث الأفراد ومن حيث المؤسسات غير الرسمية الحكومات تستطيع أن تعمل كثيرا يعني فأنت كل واحد مننا يستطيع يعني أن يفكر في أنا عندي مثلا هذا وأكثر وأكثر وأنتم عندكم يعني أفكار الآن يعني جاءكم الأفكار مثلا كيف نستطيع أن نقدم لو أتاك ورقة كيف ما هو المقترح أنا أعرف كل واحد منكم عنده فكرة جديدة عن الأخرى أو مختلفة عن الآخر مثلا فجزاكم الله خير وبرك الله فيه شكرا لأستاذ محمد كمارا على هذا السؤال القيم يسأل عن مستوى المتعلمين لهذه المصطلحات طبعا نريد تصميم معجم مصطلحات تعليم اللغة لغير الناطقين بها التي تناسب جميع مستويات المتعلمين وحاجاتهم ورغبتهم الملحة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها فمثلا هناك طلاب جامعيون وهناك طلاب خاصة في المجتمع الملايوي من كبار السن يعني الذين نقول متعلمون وذوي ثقافات عالية ويريدون أن يعرفون معنى المصطلح المطلوب باللغة العربية فهم يبحثون عنها في المعاجم والقواميس المتخصصة في المصطلحات تعليم اللغة العربية شكرا شكرا جزيلا أخي وصديقي محمد كمارا يعني هو رجل من عشاق اللغة العربية ويتخصص في الأذبيات في الشاعر الشاعر بلاده المشهور طيب للأسف أنا طبعا ما أكملت الشرايا لذلك الفكرة ناقصة هنا لذلك وصال ناقصة والله خير فالتدريس التبادلي هو استراتيجية للتعامل مع النصوص العربية كما تعلمون هناك ما يسمى بقراءة السطور يعني الطالب يفهم من ظاهر النص مباشرة وهناك قراءة ما بين السطور أي ما يفتضي سياق النص الكنتكست وهناك قراءة ما وراء السطور وهذا هو ما يعرف ميتا كوجينتب أو أنا قلت ما وراء المعرفة وهذا من أهداف ورقتي على أساس أن أرى أن هذه الاستراتيجية مناسبة لتمليك الطلاب هذه المهارات مهارات مهارات أن يفهموا ما وراء السطور وما يريده المؤلف وبالتالي يستطيعون النقد والتفاعل والتطبيق والتقويم هذه المراحل العليا من الفهم لأجل ذلك قلت أن من سلبيات هذه الاستراتيجية استراتيجية التدريس التبادلي لسوبرك التيتشين أنها لا تصلح مع المبتدئين أو مع تلاميذ المرحلة الابتدائية لماذا؟ لأن قلت مفرداتهم قليلة وليس هناك نطق قراءة لديهم لأجل ذلك فيه استراتيجات أخرى أفضل للمبتدئين أو الصغار التلاميذ وهذا الذي أنت سألت منه تصلح لأي مستوى الأفضل للمستوى المتقدم وطبعا طلاب الجامعة من المفترض أنهم كلهم مستوى متقدم لذلك طلاب قسم اللغة العربية سواء في كلية معارف الواحي أو تربية أو الآن الكلية الجديدة كلية الإدارة واللغات المفروض أنهم كلهم مستوى متقدم وأنا أعول كثيرا على استراتيجيات التعلم النشط بمساعدة الحصوب حتى لا نقف التقنيات أو التكنولوجيا الحديثة في نقلة كبيرة وفي إحداث ثورة كبيرة في تدريس المهارات اللغة وفي تسهيل اللغة العربية لغير الناطقين بها وجذب الطلاب لقسم اللغة العربية لكي يبدعوا ويتذوقوا ويكسر الحاجز تماما أمام الشعر والأداب والبلاغة وهذه الأشياء التي تجعل غير الناطق باللغة العربية يراها كالمستحيلة أو شيء بعيد جدا أو أتت كما قالوا بالأمس كثيرا جدا أن اللغة العربية اللغة الصعبة هذا ليس صحيح وهذا افتراء على اللغة العربية وأخونا جزاء الله خير أكتور أوبك أظن قال الآن فاجأنا بأن اللغة الصينية فيها 1500 صوت رسم هذا بمسابة الحرب واللغة العربية 28 وبعضهم قال 29 إذا حسبوا لا حرف فقط وغير سنى القرآن للذكر فالمهم بالذكر رب العالمين سهل والكعب الأعلى والمستوى الراغي من اللغة القرآن فإن شاء الله أنا أستبشر كثيرا بأن أكمل هذا البحث في الدكتورة وأعمل التجربة وأثبت أن إن شاء الله لهذه الاستراتيجيات فعالية في إكساب الطلاب هذه المهارات يتعاملوا بأنفسهم بعد ذلك مع النصوص ويفهموا فهما جيدا ويراقبوا هذا الفهم ويطوروه لأي نص اللغة العربية شكرا جزيلا السلام عليكم أنا اسمي نبال من سوريا جامعة العالمية الإسلامية طبعا أنا ليس لدي سؤال ولكن لدي تعقيب بما يتعلق حول اللغة العربية والتكنولوجيا الحديثة والتقنيات الحديثة أريد أن أقول لكم أن التكنولوجيا صحيحة أن اللغة العربية تأخرت عن سابقتها من اللغات وخاصة اللغة الإنجليزية وقد سبقتنا اللغة الإنجليزية ما يقارب حوالي أربعون عاما في إدخالها للحاسوب ولكن هناك جمعيات تسمى جمعية هندسة اللغة العربية في مصر وفي المغرب وفي سوريا هذه الجمعيات منها حكومية ومنها تعمل غير حكومية قطعات خاصة تتبع إلى جهات تعنى باللغة العربية هذه الجمعيات عملت على تطويع اللغة العربية إلى الحاسوب وتسمى هندسة اللغة العربية وأنا جزء من بحسي في دراستي في الدكتوراه حول هندسة اللغة العربية ودورها في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها طبعا هذا يدعوني لأن أقول أن اللغة العربية بمدارجها الصوتية وبخصائصها وميزاتها هي أسهل اللغات العالمية تطويعا للحاسوب مما جعل بعض الشركات من أجل التسويق ومن أجل العمل أن تستخدم اللغة العربية وأصواتها ومدرجاتها وميزاتها لأن تعمل بها كونها من أسهل اللغات إدخالا إلى الحاسوب وتعاملا مع الآليات الجديدة وهذا ما يدعونا لأن نرفع رأسنا عاليا في اللغة العربية وبانتمائنا إليها وبمهاراتها وتقنياتها وبالمقامل يدعونا لأن نهتم بالجانب التكنولوجي الآلي لهذه اللغة لكي نضعها بمكانها الذي تستحق وبمكانها الذي هو مرموق لها وهي أصلا تستحق هذه المكانة بميزاتها التي تختلف عن كل اللغات وهذا باعتراف جميع اللغات مما أيضا تأتيني معلومة الآن وردت إلى ذهني أن بعض الشركات الإسرائيلية حاولت أن تأخذ ميزات اللغة العربية وتحولها إلى لغة عبرية لكي تستطيع أن تدخل الأسواق العالمية لذلك نحن نحتاج إلى أن نهتم في لغتنا وأن نطوعها حاسوبيا رغم أنهم سبقون أكثر من أربعون عاما كما ذكرت ولكن بإمكاننا أن نستدرك بوجود هذه الجمعيات وهذه المؤسسات وبوجود هذه الناس التي تعمل على التقنيات الحديثة للغة العربية وأن لا ندع أحدا يخطف مننا لغتنا أو أحد يسرق مننا هذه الميزة أو هذه اللغة التي حبان الله بها شكرا لكم ولكل البرقات العامة التي يقدمت نشكر الأستاذة على هذه المعلومات بالنسبة لي جديدة ونشكرها على هذه الآن ما زلنا نفتع المجال للأسئلة تفضل أخونا الباحث الأستاذة أبو بكر يريد أن يؤلم على نعم الأستاذة تفضل بسم الله أشكر الأخذ من بال من سوريا رعاها الله حقيقة يعني نحن نثمن كل جهد سواء فردي شخصي مؤسسي مدني اجتماعي حكومي غير حكومي نعم ونشد على أيديهم ونقبل أيديهم أيضا يعني لا بأس فقط يعملوا شيئا يفعلوا شيئا غير أنني هذا أن هذا لا يجعلنا أن نكون مثلا سويت فلنعلم ونقارن كما قلنا أن العلم المقارنة قلت في المحاضرة علم المقارنة أصبح علما يعني تدرس فأصبح كل علم على حدي نعم الآن لو لو ننظر لو ننظر مثلا خدمة الدول لا نسمي دولة دولة واحدة لحالها نعم الدول العربية قاطبة كلها مثلا بل والدول الإسلامية كلها ما مقدار ما مقدار المال الذي مثلا ينتجونه ويصرفونه ويدعمون به المشاريع البحثية ما نسبتها يعني أقل من اثنين ونصف من اثنين ونصف يعني في المئة واحد ونصف من موازنات التعليم العالمي نعم أنا أحترمهم أنا أزيد عليها يعني واحد على درج عليها يعني لا بأس فأما بالنسبة للدول الأجنبية سواء وأيضا لا نشخص لا نحدي دولة أجنبية بذاتها في دول يعني أكثر من نصف ميزانيتها أو ما يقاربها أو أكثر في دول أخرى مثلا أكثر من نصف ميزانيتها على المحوث العالمي فكذلك فكذلك الدول العربية والإسلامية يعني دعمهم للغة العربية من هذا الجانب يعني هذا الضأل إذن هذا لا يجعلنا نكون متوقفين ونتوكل على ما الذي يعمله لنا حكوماتنا لا كل واحد مسؤول فليفعل ما يستطيعه جزاكم الله خير وبارك الله والسلام عليكم وبركاته أشكر الأستاذ أب بكر على هذه التعليقة وما زلنا نفتح المجال للأسئلة فضلوا هل تسمحوا لي بالسؤال لا لا أنا بس أدير الجلسة حتى نستمع إلى تاز أحمد عندي سؤال بنسبة للعنصر الثقافي في تعليم اللغة العربية ونحن قديما في ماليزيا وربما في المدارس الثانوية والإعدادية في دراسة اللغة العربية أحيانا نعتمد على المناهج من الدول العربية مثلا في القراءة في النصوص فوجدنا مثلا العناصر هذه عناصر غير معلوفة عند طلاب الطلاب الماليزيين لماذا؟ لأننا نريد أن نتعلم اللغة العربية ولسنا عرب فكأننا أردنا أن نأتي بشيء من العرب أنفسهم فدرسنا هذه الأمور ما عندنا هذه الثقافة المعلومات مثلا عيد الاستقلال يتعلق بعيد الاستقلال مثلا مصر أو يعني حتى في عناصر مثلا اجتماعية في الشواطئ البحر نعم أحيانا هناك أشياء متشابهة لكن معظم الأمور نعم مختلفة من حيث العناصر هذا السؤال الأول للأستاذ وبالنسبة لأستاذ أحمد هذا المنهج في تعليم جمع التكسير هل تقترفون فقط المنهج أم تحاولون التطبيق يعني حتى نعرف مدى فعالية هذا المنهج حتى يساحل غير النتقين بالعربية في استيعاب جمع التكسير في العربية شكرا دكتور على هذا السؤال لذلك نقول على أن المناهج التي تدرس للناطقين بغيرها بحاجة إلى أن تكون مناهج مستقلة خاصة لأنها تنبع وفق حاجات الطلاب في البيئة الخاصة بهم إذا كانوا طلاب ماليزيين مثلا في البيئة الخاصة بالطلاب الماليزيين طبعا أخضم في الاعتبار الجنواري بالثقافية المشتركة إذا كان ما يتعلق بالدين مثلا ما يتعلق بالأخلاق والقيم وغيرها تكون عادة جوانب ثقافية مشتركة فلذلك نقول على أن المناهج خاصة بالناطقين بغيرها لابد أن تؤلف بخصوصيتهم الثقافية أيضا وباستعدادهم نفس الشيء النفسي والمعرفي إضافة إلى أن المناهج التي تؤتى من الدول العربية جاهزة وتدرس للناطقين بها في دولهم يعني تتميز أولا على أنها تبنى بعض المهارات فيها على المألوف خاصة في القوانب الثقافية فالطالب يعني مثلا إذا كان منهج للصف السابع مثلا في الصف السادس وما قبل السادس الطالب يعرف ما هو عيد الاستقلال وتاريخ عيد الاستقلال فمن المألوف لديه مثلا في السلطانة لديه نعرف تاريخ النهضة المباركة لكنه هذا أمر غريب مثلا الطالب الماليزي أيضا أخذ في الاعتبار مصفوفات المداوى التتابع في المناهج في كل الدول المناهج تبنى مصفوفات بمعنى على أن ما يدرسه الطالب في الصف السادس تم البناء عليه سابقا في الخامس وقبله في الرابع وهكذا فالذلك هي وفق مصفوفة مداوى التتابع وأيضا إذا كان يدخل معها الجانب التكاملي مع المواد الدراسية المختلفة فقد يكون يدرس عيد الاستقلال أو النهضة المباركة في الصف الخامس في اللغة العربية لكن تم الإسهاب في ذات الموضوع في مناهج الدراسات الاجتماعية مثلا في ذات الصف أو في صف سابق له ولذلك أنا أركز على مسألة إيجاد مناهج خاصة للناطقين بغيرها وبالفعل هذه الاشكالية التي أشار إليها دكتور تحقق هي في الحقيقة مسألة الاستفادة المناهج العربية الجاهزة فائدة طبعا ولكن لديها بعض الاشكالات وعادة يعني دول العربية لما تكون لديها وفرة تكون لديها وفرة في في المناهج التعليمية أو تغير مناهجها أو تطورها لا ترمي بالكتب السابقة لأنها ذات فائدة ولكن يعني ممكن توزعها لجمعيات خيرية لمعاهد لتعليم اللغة العربية الناطقين بغيرها وهذا يتم حتى معنا في سلطنة أمام شكرا جزيلا نشكر الأستاذ أبحار الآن أستاذ أحمد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد للهرب العالمين نشكر الدكتور محمد على هذا السؤال القيم هذا المنهج المقترح لا زال نظريا ولكن هو بالشكل العام يركز على الجانب التطبيقي من جمع التكسير لأن جمع التكسير كما هو معروف لديه أوزان كثيرة جدا لا نستطيع الإحاطة بكلها خاصة السماعية منها وهذا يسقل كاهلة طلبة ويدخلهم في متاهات هم بغنى عنها لذلك اقترحنا هذا المنهج على أهل العلم فإن حصلنا على الموافقة والتبركات منهم يمكن أن نرى ذلك بعد أعوام أنها تدرس أن هذا المنهج درس للطلاب الدارسين العربين ناطقين بغيرها وهذا سيسهل عليهم كثيرا ولا يحتاجون إلى هذا الكم الهائل من الدراسة في أشياء لن يستطيعوا أن يطبقوها مباشرة لأن العربي يصل إلى ذلك بسليقة والغير العربي لا يستطيع أن يصل إلى السليقة التي وصل إليها العربي مهما فعل لأن سبحان الله اللغة العربية صحيح أنها طيعة ولكن في بعض الأمور الغير العرب لا يستطيع أن يصل إلى ذلك مهما حاول وجد لأن اللغة الأم تبقى مسيطرة على المخ فلذلك اقترحنا هذا المنهج لكي نسهل على الطلبة العلم الوصول إلى المعلومة بجهد أقل والإتاحة لتعليم شيء آخر بدل هذه الأوزان حتى يتعلم هذا الأوزان لا يتعلم كلمة جديدة تفيده في حياتي العملية لا يتعلم فعلاء أفعل فهذا كله يسقل عليه لا هذا تريد رغيف أرغيف جمعوا وانتهى الأمر احفظ كلمة أخرى غير ذلك بدل أن تحفظ الوزن وهكذا إن شاء الله وجزاكم الله خيرا وجزاكم خيرا ما زل نفتى المجال حسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبدالله الحجاجي ممثل مؤسسة مناهج في شرق آسيا طاب صباحكم وطابة عوقاتكم في الحقيقة فيما يخص المنهج الذي ذكره الدكتور الفاضل في مناهج موجودة الآن تطبق ليس فقط في ماليزيا بل تطبق في أمريكا وكندا وبريطانيا وتركيا ودول أفريكية أستراليا دونيوسيا ماليزيا وأقرب من يطبق المنهج هذا المدارس العالمية الإسلامية بجنبنا هنا يعني فهناك مؤسسة مناهج مؤسسة خيرية تم تأسيسها عام 2000 كان قيمة التأسيس مؤسسة غير ربحية ب16 مليون دولار اشتغلوا على الطلاب نشروا اللغة العربية لغير الناطقين بها المنهج موجود نحن ممثلين هنا في ماليزيا وأندونسيا وكان يوم السبت الأحد كان هناك في دور التدريب لمعلم اللغة العربية للأخوة الماليزيين وكانت وكالة الأنباء الماليزية قد غطت الخبر هذا وممكن تطلعوا ممكن للناس الراغبين أو الباحثين ممكن يتواصلوا معنا وإن شاء الله يطلعوا على المنهج هذا والمنهج هذا مطبك في كثير من الدول في بريطانيا حتى اعتمدوا في مجلس الكنائس البريطانية من أجل تعليم أبناء المسلمين اللغة العربية فالراغبين أو الذين يريدوا يعرفوا أكثر عن هذا المشروع المشروع هذا مشروع خيري اللغة العربية مسؤولية الجميع اللغة العربية ليس مسؤولية مؤسسة أو جامعة بل مسؤولية العرب كلهم وغير العرب لأن اللغة العربية هي لغة القرآن وهي لغة أهل الجنة فنحن ومسؤوليتنا أن نشر هذه اللغة من يحب يتواصل معي أنا موجود وممكن يطلع أكثر ويطلع على هذا المنهج الذي فعلا قطب في كثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية تركيا جميع مدارس الأمو الخطبة 2 مليون ونص يطبقوا المنهج هناك رزاكم الله خير وشكرا كثيرا مبارك الله فيكم فضل بسم الله وكثير من المعاجم الذين فيها مستلحة تعليم لغة العربية السؤالي يعني ما الفرق بين المعجم الذي أنت تريدين أن تصمم مع هؤلاء المعاجم الموجودة في هذا العصر شكرا شكرا لطالب اللغة العربية بالنسبة لسؤالك طبعا مصطلحات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها سنصمم هذا المعجم بجمع المصطلحات العربية من القواميس والمعاجم التراثية والحديثة فقط المتعلقة بالتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها كما ذكرت في الأمثلة في دراستي طبعا متعلقة بالتقويم والاختبارات والقياس وأيضا طرق التدريس وأيضا المناهج وكل ما يتعلق بالتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عن تصميم وحدات دراسية تثقيفية للمجتمع النسوي الملايوي سنقوم ببرنامج مقترح أريد من الأساتذة والعلماء حولي أعطائي بعض المصائح وما هي المعاوضات التي واجهوها من أجل بناء مناهج دراسية عظيمة للغة العربية السلام عليكم معكم دكتور عائد الأبروس جامعة قطر كلية التربية أنا لسه داخل دلوقتي فسمعت حضرتك تحتاجين بعض المناهج التي تساعد بعض الدارسين في تنمية الثقافة أولا نتفق على شيء مهم جدا أن الثقافة تنمى من خلال تدريس اللغة ولا يمكن فصل الثقافة عن اللغة كما قال أستاذ دكتور رجد طعيمة أن الثقافة هي البعد الخامس من أبعاد تعليم اللغة بمعنى عندي الاستماع الكلام القراءة الكتابة الثقافة إذن من الصعب جدا أن أفصل وأقول هناك برنامج ثقافي يدرس الدارسين هناك برنامج لغوي هذا البرنامج اللغوي يحتاج إلى أن تكون هناك مجموعة من الثقافات إذا أردنا أن أدرس الثقافة مثلا للمجتمع الماليزي لا بد أن تكون هناك عدة دوائر الدائرة الأولى هي الدائرة المحلية بمعنى أنني أدرس جزءا من الثقافة الماليزية رقم واحد هناك دائرة أوسع وهي الدائرة الإسلامية بمعنى أنني أدرس جزءا عن بعض القيم الإسلامية الدول الإسلامية المعالم الإسلامية الدائرة الأكبر وهي الدائرة العالمية بمعنى أنني أدرس بعض الأشياء المرتبطة بالعالم مثلا جائزة نوبل بعض المعالم السياحية العالمية إذن يجعلنا نتفق أن تدريس اللغة لا بد أن يسير جنبا إلى جنب مع تدريس الثقافة النقطة الثالثة أنني أحب وجه حضرك لها أن رسالة المجلسير بتاعتي كانت عن تدريس الثقافة العربية الإسلامية لدارس اللغة العربية من النطقين بلغات أخرى لكن لأسف هي موجودة في مصر فأتمنى لك التوفيق أنا نشرت رسالتي الدكتوراه على موقع على الفيس لكن إن شاء الله خلال إسبوعين هنشر رسالة المجلسير كاملة إن شاء الله موقع الفيس موجود اسمه التطوير التربوي وتعليم اللغات إزاكم الله خير إزاكم الله خيرا دكتور على الرد السريع جدا طيب الحمد لله شكرا جزيلا دكتور ركز على النقطة التي ستتكلم عنها لما تكلم الأخوة دكتور زهران وغيره وهو أن اللغة لا تنفصل عن الثقافة بأي حال من الأحوال ولكن ثقافة من؟ المفروض الثقافة الناطقين باللغة المستحلفة نفسها أولا هذه الدائرة الأهمة الذي يتعلم اللغة العربية يجب أن يتعلم ثقافة العرب وثقافتهم يعني طريقة حياتهم طريقة تفكيرهم تقاليدهم أدبهم هذا أنا أراه مهم جدا جدا ويجب أن لا يكون هناك غضابة على متعلم اللغة العربية كلغة أجنبية أو كلغة ثانية لماذا؟ لأننا عندما ندرس أي لغة اللغة الإنجليزية واللغة الملايوية واللغة الصينية دائما نأخذها بثقافة الناطقين بها يعني هذا مهم جدا لأجل ذلك والدكتور جزاو الله خير تكلم عن المنهج ونتواصل معه إن شاء الله المناهج الحديثة الآن يجب أن تراعي هذا ونحن عندنا تجربة في مركز اللغة العربية في أولاد السلانغور بأننا تشاورنا ووقع اختيارنا على أحدث المناهج الآن نراه في الساحة وهو منهج اللغة العربية بين يديك والذي يطور الآن في نسخته الأخيرة إلى أربع كتب نعم أربع مستويات كل مستوى كتابين مستوى مبتدئ ومستوى متوسط مستوى متقدم ومستوى متميز هذا الكتاب راعى المنهج الحديث في تعليم اللغة العربية كاللغة الثانية وركز على إكساب الطالب المهارات اللغوية والقدرة على الاتصال بالآخرين وكذلك ربط اللغة بالمورثات ربط بالقيم والأخلاق والعقائد الموجودة في القرآن في السنة في الثقافة العربية وفي البيئة العربية وهذا لا يقلل بأي حال من الأحوال من هذا المنهج بل نجح هذا المنهج في جذب الطلاب وتعلم اللغة العربية حتى لا نتخوف ونقول أن لابد من مؤلفية المناهج أن يراه ثقافة متعلم اللغة يعني هذا هذا غريب جدا أن أراه فأي لغة لا تنفصل بأي حال من الأحوال من ثقافة قومها هذا ما أريد أن أضيفه بارك الله بكم والأجل ذلك أنا كان ورقتي على التعلم اللشف لماذا التعلم اللشف لأنه مهارات يتدرب عليها المعلم أولا ثم يكسبها طلابه حتى يعلموا أنفسهم بأنفسهم ويستمروا في تعلم اللغة ولا يتوقف أبدا وكذلك لا تحتاج إلى ميزانيات كما تكلم الإخوة أنه ليس هناك ميزانيات ترصد للبحث العلمي ولتطوير المناهج وكذا وكذا إذا دخلنا أي فصل سنجد فيه السبورة الحمد لله ونجد فيه الطالب ونجد الكتاب إذن إذا المدرس تدرب على هذه الاستراتيجيات الحديثة في التدريس وأكسبها إلى طلابه هذا لا يكلف هذا لا يحتاج للتغنيات وتكنولوجيا وحاصوب والذي ليس موجود في كثير من الدول أو في كثير من المدارس لأجل ذلك أنا اهتممته بهذا وأردت من التعلم النشط بمساعدة الحاصوب أن يحدث نقلة نوعية كبيرة جدا في تعليم اللغة العربية كاللغة ثانية ونجد ثمارا لذلك إن شاء الله بارك الله نشكر الأستاذ الآن يستمع إلى التعقيب من الأستاذ أزهار تفضل نعم لدي تعقيب بسيط على سؤال الأستاذ نوال بما يختص إضافة إلى ما ذكر الدكتور طبعا وهو كلام في محله طبعا من ضمن الأمور التي أرى ضرورة الانتباه إليها هو الابتعاد عن المباشرة في أثناء تصميم وحدة دراسية حيث أن المحتوى الثقافي يعني ربما من الصعوبة أو من الفجاجة هو الاعتماد على المنهج المباشر في تدريس الثقافة لا بد من تدريسها بجوانب مختلفة أو بصور مختلفة ويمكن استفادة سواء من هذه الدراسة التي أعرضتها أنا في وحدات التحليل أو الدراسات ذات العلاقة أيضا متعلقة أيضا لتجتمع بطاقة التحليل حيث أن التضمين لا يكون فقط عن طريق النص ممكن التضمين حتى ولو بصورة إذا كان مثلا ثقافة إسلامية ممكن صورة متعلقة بالعالم مثلا خريطة العالم الإسلامي أو أي صورة مختلفة أيضا بالأسئلة المختلفة أيضا بالجوانب الثقافية المعينة حتى إيصال القيمة أخلاقية مثلا قيمة الصدقة ليس بالضرورة أن أقول يتصدق فلان ممكن أن يكون الصدقة واضحة من خلال رسمة أو من خلال صورة وأنا لدينا ماذك طبعا من وحدات التحليل التي أعرضتها في الدراسة لكن لم يكن وقت أصلا به متسع إضافة على أن الرجوع إلى الدراسات السابقة من الأهمية بما كان وتوقع أن تدعو أستاذ رجعتي طبعا إلى جمعة من الدراسات والدراسات المتعلقة بالأبعاد الثقافية في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها كثيرة جدا وأشارت دراسة إلى مجموعة منها ومنها دراسة أجريت في هذه الجامعة لها دراسة العواجي في 2010 طبعا ما عندي تفاصيلها حاليا أو التفاصيل موجودة في متن البحث ممكن رجوع إليها وأنا استفدت تقريبا من خمس أو ست دراسات تتعلق بالتدريس بتضمين الثقافي للناطقين بغير اللغة العربية وموجودة في متن البحث في قائمة المراجع ممكن رجوع إليها وشكرا جزيلا أنا في البداية في بداية فتح المجال لأسئلة والاستفسارات وجدنا كأن الإقبال في الأسئلة ضعيف الآن بدأ النشاط النقاش نعم تفضلوا يعني استفسارات أو تعليقات أخرى أو يعني نقف عند هذا الهاتف بطي تقريبا خمس دقائق قبل تفضل دكتور بس من قبيل استثمار الوقت فيه موقع اسمه ted.com .edu مرح فاني يا دكتور ted.com الموقع ده منه موقع فرعي لو دخلنا عليه حضراتكم بتعملوا account وأنا حضرت الندوة اللي هي الكات الأولى كات جميلة بصراحة عجبتني جدا اللي هي الأستاذ الدكتور الرحمة وكانت عن تدريس النصوص أنا حبيتها شارك بس كان الوقت قصير بالنسبة لها أنها كانت مسافرة فإحنا ممكن لو إحنا عايزين ندرس النصوص أو ندرس نص كرائي ممكن أنا أدخل فيديو خمس دقائق أو عشر دقائق على الموقع ده بس أنا أشاهد أنا الفيديو كمعلم وأحاول أن أضع مجموعة من الأسئلة الأسئلة اللي أنا حططها لابد أن أعرف إجاباتي وأحدد الوقت الذي ظهرت فيه الإجاب على الفيديو لأنها حتاجه بعد كده طب أنا دخلت حملت الفيديو الفيديو ممكن حضرتك تصوره أو ممكن تجيبه من على اليوتيوب ويكون مرتبط بالمادة العلمية لحضرك بالدرس يعني مثلا أنا بدرس طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى وأنا بحب أستخدم المصطلح ده أفضل والأسف مش عارف ليه غيره للناطقين وبغيرها مش هندخل في مشكلة المصطلحات المهم أنا بدخل الفيديو خمس داقة عشر دائق وفيه فراغات حضرك بتكتب السؤال والإجابة بتحدد الزمن اللي ظهرت فيه الإجابة على الفيديو يعني مثلا أنا كتبت السؤال رقم واحد الإجابة ظهرت فيه على ديئة رقم ثلاثة بحدد له ديئة رقم ثلاثة أو ثلاثة وخمس ثواني دا له هدف إن أنا ما بنشره وابعته لينك للطالب عن طريق الإيميل بيبقى عندي إيميلات الطلاب عندي وبعت لهم إحنا بنستخدم مثلا في الجامعة البلاك بورد ببعت له وهو بيضغط على اللينك بيدخل بيكون عامل أكاونت والريدي والأكاونت سهلي جدا ومجاني والتطبيق مجاني بخوش حاجة بيدخل وبيشوف الفيديو بتفرج على الفيديو خمس دقيقة ممكن يرجع مرتين مش معقول كل ما يقرى السؤال يقرى سؤال يرجع يرجع الفيديو من أول دقيقة آخر دقيقة لأ دا هو بيقرى السؤال لو أخطأ في السؤال الفيديو تلقائي بيرجعه على الإجابة في الوقت المحدد الحضرك حد تخوله أنا بنصح باستخدام الفيديو ده في تدريس النصوص الكرائية استثمار الوقت فقط وجزاكم الله خيرا شكرا جزي وجزاكم الله خيرا أرى أن نكتفي بهذا القدر فنشكر الإخوة الباهفين الأستاذ أحمد محمد درشوي والأستاذ نوال بن عبد الله والأستاذ الأزهر بن زهران البراشدي وأستاذ صديق أحمد صديق محمد والأخير الأستاذ أبو بكر توفيق فتا على مشاركتهم وتقديماتهم الجميلة الرائعة القيمة وكذلك على التزام بالوقت المحدد للتقديمات وعلى حسن تعاونهم وكذلك أشكر الجمهور الكريم والآن ندعو الأستاذ الدكتور النصر الدين إبراهيم ليقدم الحدايا التذكرية للباحثين فليتفضل مشكورة نبدأ أولا بالأستاذ أحمد محمد الدشاوي تفضل تفضلي الأستاذ نوال بنت عمد الله الأستاذ الأزحار البراشري الأستاذ أحمد سديق محمد والأستاذ أبو بكر توفيق فتا شكرا لكم جميعا نراكم إن شاء الله في الفرصة القادمة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 ابدأ من الآن هذه الموضوعات أنا مشرف عن عنوين الرسائل العلمية فعل مبتكرة عن الأفلام online القرآن الموسع هذا great readers هذا الرسائل جديدة لسا طازجة وامسلا موجودة هنا فالآن أنا سأتي إن شاء الله التموحات والأفاق هي عبارة عن مشاريع مشترك لمن هو في المجال في أي بلد هو ماليزيا برنائي اندونسيا أو في مصر حتى في تركيا دي طلاب ماشاء الله في العالم الحمد لله فهذه المنهج الذي أتبعه في معالج الموضوع وحاول أن تفهم معي قليلا طبعا لايس غريب لكم أيضا سوط سوط يعني سوط أنا بحث عن العربي حتى تستطيع أن تتابعه س يعني strength القوة مواطن القوة ممكن تعمل هذا المنهج لنفسك لتطوير الذات أو لي مؤسساتك أنا تكلم عن الجنوب شكاسي كمؤسسات أنا الآن تعمل مع اللغة عربي كبضاء وعملها بضاء تجارية هل تفهمون تجارة في الإسلام؟ لا نحن لا نخلق لتجارة وأنا لست من تجار ولكن القرآن خال ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من أعذبين أليم تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فلا بدان نفكر الآن كما قال قبل الصباح لبدان نغير أنفسنا في تفكير العالم تغير 21st century is something معي كتاب الآن just من يومين toolkits for 21st century teaching يعني هناك مهارة معينة لواحين وشرين قانون لحادي وشرين فلا بدان تغير فنحن لبدان نظر هذه بضاءتنا اللغة عربي بضاء سلعة غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة فسلعة بضاء ودجارة هذا واري في الوحي في القرآن الحديث لكن لماذا الأساتذاء يعني يخافون من هذه الأشياء وخافون من ICT من تكنولوجيا والتخطيط وقال هذا ما لنا نحن ندرس بس لا من هذا الباب أنا أنظر الموضوع وعالج الموضوع هذا غير مكتمل للمجرد مشروع بداية المشروع مواطن القوة مواطن الضعف يعني ضعف داخلي القوة وضعف هنا ما يعتبر داخلي لللوحة عربية والقائمين عليها أما الفرص والمخاطر opportunities and threats هذه عوامل خارجية هذه مكتوب عوامل خارجية وعمل داخلي إذا قلنا تحديات ننظر فيه تحديات داخلية موجرة أم لا فيه إذا لم نعرف هذا كلنا نكرر تحديات تحديات نكرر كما يقول العرب ما كان كسير لا تتحرك ولا تختوى إلى خطوة تحوما حول الحما فالآن نعرف هناك تحديات داخلية نعالجها بشكل داخلي في أشياء بين الأسرة قضايا أسرية قضايا داخلية وهناك ما يتعلق بأشياء نحن لا نتدخل فيها أمور تطورات وأحداث برا خارج دائرتنا لا نستطيع نتحكم فيها فكيف how to reduce كيف نستطيع أن نقلل هذه المخاطر أو مواجهة هذه المخاطر فهذا هو الموضوع القوة والفرص هذا مفيد لنا والضعف والمخاطر مضر فهنا تحديات ونبحث عن التحديات والأفاق هي الفرص واستراتيجيات ومن هذه الفاظ SWOT نحن نأتيب تاوس ما دالا من SWOT نقول تاوس يعني تاوس هنا threats opportunities weakness and strength قبل أن نعمل strategy لا بدأ نستفيد مما حللنا هذا تحليل هذا تحليل مثلا نقول strength strength and weakness on جانب opportunities and threat على جانب هذا ومن هذه الفاظ نقول لنا strength opportunity strategies نعمل نخطط strategy لجانب لغة بلسان عربي مبين فهنا strategy نحن نريد أن نخططها ننظر كيف يؤثر القوة الموجودة لاتخاذ الفرص وكذلك نحن نحاول أن تجانب الأخطار أو المخاطر باستغلال القوة الموجودة والفرص الموجودة فهذا يسمى estrategيات بعد أن حللنا الموقف طبعنا للمساعة لأن محاضرة ساعة أنا عملت دورات في Brunei ثلاث أيام فقط OBE outcome-based education جامعة Brunei درسالة سلطان شارف علي لجامعة مدارسين لايش فقط لغة ربية كل الكوليات لأن رئيس الجامعة من طلابنا نحن هنا وانا لاستخبر لأن دكتور حسلين ودكتور رحمة دكتور بدري دكتور أكمل خبارة وكي نعرفون فقط 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 يعني الذي يعلمه أنا عطيكم فهذا estrategي الذي نريد طبعا لايش اليوم estrategي output of the paper يعني التقرير للورقة المشروع هذا خارج المحاضرة ولكن الآن التحليل حتى نعرف ما هي مواطن القوة وما هي مواطن الضعف وما هي الفرص الموجودة وما هي التحديات الموجودة فمن السوات إلى التاوس ثم نبني استراتيجيات للغة العربية أو تعليم لغة العربية في جنوب شرق آسيا طبعا جنوب شرق آسيا هذا ليس بلد إنما هي كتلة بشرية أكثر من نصف مليون خمسمائة مليون ستمائة مليون ستمائة مليون زيادة جنوب شرق آسيا كل عشر دول فإن شاء الله محاور التقديم وحاول في هذه الساعة القليلة باقي نصف عمالي أنا أحب الكلام يعني كلام كثير حتى الطلاب يعرفون من أستاذ الرحمن خلاص هندي طلاب موجود من السي من جميع الدول فسامحني يعني وحاول أن أعرض لكم كل شيء موجود من الـ PowerPoint أول شيء تعزيز الجودة ماذا أقصد بهذا الكلام تعزيز لماذا اختارتوا تعزيز نعرضتوا من عشر أو تنشر سنة عن الجودة تتحدث عن الأستاذ تتحدث عن الجامعة نحن كل شيء موجود ورقه من شورة الجودة تتحدث عن المعيير أنا صحب المعيير حتى رسالتي عن المعيير والطلاب يعرفون عبد الرحمن هذا رجل المعيير بدون المعيير لا يقبل أي معيير أنت تتحدث يعني هذا يعني أنت تصور شخصي مزاجي أنا أدارس مدد تقويم الكتب أيضا معيير رشد تأيما معيير فوزان معيير عالمي عند رسائل علمية ودكتورة عن معيير فقط طلاب يعمل في هذا وطور والمعيير فالجودة معروفة وتعريف موجود وكلان أنا أريد تعزيز لا أعلم أن الجودة غائبة جودة موجودة وإلا لإسل جامعة هذه على أساس هذا اللقب منحة لهذه الجامعة لا لها جهور وبحوس وأسادزة والطلاب وتمييزين والنظام واللوائح والسائق كل شيء موجود هذا معنى الجودة معيير معينة حتى الآن شرف لهذه الجامعة OIC countries يعني dual OIC اتفاق على أن تكون هذه الجامعة مدرب مدرب الجامعة الأخرى وابدأ من سنتين دكتور بدري وآخرون ذهب إلى السعودية واجأوا والعمداء ورأس الأقصاب تعلمون هنا كيف إدارة طلاب إدارة المالية إدارة الامتحانات إدارة كل شيء فهذا اعترف لماليزيا وماليزيا هو أعباء وكل من تعلم هنا على الأخال يأخذ شيء هذا ما تعلمت من هذه الجامعة بعد الدكتورة أنا تعلمته من خلال العمل وكذلك إخواني وطلابي طالباتي والأسادزة أيضا تعلموا من هنا من البيئة فنريد خلق البيئة فعلا البيئة نفسها تعلم الساكنين فيها المقيمين فيها وفعلا تعلمت من هذه الجامعة أكثر مما تعلمت للخارج فهذا يسمى تعلم مدى الحياة وَأَنَا لَأُنْكِرَ الْجَوْدَةِ الْمَوْجُودَةِ وَلَكِنْ كَيْفَ نُعْزِزْ لَنُوْا أَحْيَانًا تَكَلَّا بِشَاكِ الْإِجْمَالِ وَطُلَّاب لا يفهمون وَطُلَّاب دُعَفَا وَطُلَّاب هَوْلَا يَحْفَظُون بِدُونِ فَهَمْ وَهِنَ الْدَتَةِ فعلا موجود أنا رئيس إمتحانات ماليزية طُلَّاب يَعْفَظُون بِدُونِ الْقَاهِرَةِ أنا رئيس إلى الأزهر وَطُلَّاب يَعْفَظُون بِدُونِ جَيْمَعَ الْمَالِيزِ أنا رئيس الإمتحانات هذا سير ولكن هذا صار له تاريخ ما في مشكلة ولكن يوم كنت يعني رئيس ممتحان لا يمكن أنا تكلم بهذا الكلام لأنه صار لي تاريخ فاق أقرأ الْمتحانات وَأَسْئِلَ كُلْشِي فعلا مستوى ولكن أحتاج إلى دليل إحصاات هل كل الطلاق في ماليزة ضعاف لا أنا أقاري مع الجامعة أخرى طلابي هنا جاءوا سنة في مدركوليشن يوجد جلزية والعربية قبل التحاق والجامعة لأن أساس الموجودين متخاصصين في التعليم التعليم لغساني من السودانيين والإخوان من العراق ومن Libya ما شاء الله من الأردن متخاصصين مش عرب بس والماليزيون متخاصصين في هذا تعليم لغة عربية لغة تقنى بها صحيح الله فإذا قلنا ضعاف تخلف نحتاج إلى داتا صحيح الله في إجمال لا لا بدأ من فالإذا نقول تعزيزنا ما ما هي الجوانب من النقص من العيوب صحيح الله جودة لايسا جودة في كل شيء مثلا قوات هذه الجامعة في إيش نقول niche area islamization and management مثلا or hospitality مثلا كلمت إن الله وَالْأَهْ نَعْهَ tema بِعَوَامِ الْجَدِيدَةِ لِجِهَادُ أُخْرَى مثلاً نحن نحن في جنوب شقة أسيا تمنع أسر الدول لا يساكب لهم مسلمين الدول الاغلبية, Indonesia, Malaysia, Brunei فيها أكيد الجودة لأن الحكومة نفسها ترعى الإسلام و ترعى لغة عربية مؤسساتها الإسلامية دستور الإسلامي كل شيء وكيفا بِكَمْبُدِيَا وَفِيَأْنَامِ وَمِيَنْمَارَ الَّذِي تَرَدُوا مُسْلِمِينَ وَقَتَلُوهُمْ وَحَجَّرُوهُمْ حتى اليوم أسوأ من إسرائيل هذا موجود من دمني مجتمع جنوب شقة أسيا فإذا نتكلم عن الجودة إذا نقول تعلیم اللوح عربية في جنوب شقة أسيا ممتاز لأنه رأى فقط أو ذهب إلى مثال في كامبوديا في فينم هذا قصة في فينم كأن حبط الله بي عمل دكتورة هنا قال هناك مجتمع مسلم يصلي فقط يوم الجمعة وفي رمضان يحمل السرير للاعتكاف في المسجد طول الشهر حتى الآن وهو ابن الشيخ هذا التوجه المنحرف الذي عمل دكتورة معه هنا من بيأنا فتسور إذا كان هذا هو إسلامه فكيف باللغة عربية هناك هذا جارنا فلذلك من الغريب إحدى الحكومات الإسلامية الغنية يعني ما عندنا وظائف لأن طلاب قليل ووظيفة قليل فقد إذهب إلى إدونسيا في إدونسيا في إدونس 20-20 مليون إذهب إلى كامبوديا إذهب إلى فينا هنا مجال الدعوة مجال النشر مجال إنفاق مجال تعيين والتوظيف لا تفكير عن بلادك هذا تفكير محلي جدا جدا أنا أنا رجينال تنكي غلوبال and لوكال غلوكال غلوبال ولوكال وطمع أن أنا دخلت في الموضوع وكنت أريد أن تكلم عن المحاور دخلت في التفاصيل دخلت في جارب شق آسيا نأخف نيضع مني الوقت وتحديات وعفاق طبعا أن هذه الأشياء هي لبالورقة أنا أسمي المحاور الثلاث كلها تعزيز الجودة لأنه هو النوان الرئيسي للورقة تعزيز الجودة في السؤال الأول يعني هناك جيهات موجودة جيهات عربية اسلامية على مستوى العالم ولكن يخصوها فقط المرجعية العالمية وأساسا مرجعية العالمية في جودة تعليم لغة عربية لنأتقي من لغة أخرى أنا أتقي بالدلل النقصنا لماذا قلت من الأول بإنشاء لنغير موجود أنا درست وعند إثبات مثلا في أمريكا موجود من زمان التفل والمرجع في كل العالم كل للغة مجلس أمريكي لتعليم لغة عجنبي صميم من تخصصنا وكذلقة في أوروبا كل دواء أوروبا متفقنا على هذا الإطار الإطار مرجعين الأوروبية المشترك للغة إذا أرد تكلم عن امتحانات عن المناهج عن ترق تدريس مواصفة موجودة جاهزة ولكن أين شرفنا نحن كنا صاحب الحضارات وأقدم الناس وأولى الناس وأقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى هذا مواطن القوة أدخل في الموضوع الآن كل عنوان في SWOT أي نقطة فيها SWOT مثلا وجود ربطة العالميسلامي هذا ليصالحنا منظمة تعاون الإسلامي اتحاد الجامعات العربي منظمة العربي وإليكسو وإسسكو وفايس هذا إتحاد الجامعات العربي كنت من دوق في جانب الشرق العربي لفترة خمسة سنوات سمجلس دولي اللغة العربي هذا تم تأسس حديث وماركس المالك عبد الله هذا أيضا جديد والربيط أيها ما شاء الله هذا ليس كل شيء ليس حسران وإنه هذا إننا ما شاء الله ولكن لا أحد يفكر في هذا لماذا لا يجب مجلس الدولي لتعليم لغة العربي هذا قصد مجلس الدولي لغة العربي لا حقصة مكتوب في ورقه شهد مني كنت رئيس المؤتمر الأول في توسيات تأسس مجلس الدولي لغة العربي أنتم ممكن تراجع توسيات 2007 نعم فبعد فترة قليلة أرسلوا لإيمين أرسلوا شخصية موجه إلي أدعوكم لإمام إلى المجلس الدولي لغة العربي شفت إزاي طبعا ما شاء الله كل واحد يعمل ما شاء الله هذا بضعة الناس ليس بضعة ولكن التوصيات هذا مهم إذا هذه منصة مهمة جدا جدا التوصيات التي عملناها سامع أو أحد الحاضرين ممكن واحد منهم حضر لا أشعر أنه هذا صدفة لا ليس صدفة لما سمع فعلا هذا جانب فرصة طيبة جدا جدا فخلاص ألف ثمانية أساسه في موجود موجود مكتوبنا يعني أنا لا أشعر أنه صدفة أنا هذا أخذ مننا لا أشعر لأن أسألوا بالبارد elektronik إيميل مواجه عبد ركتور عبد الرحمن أدعوكم لإمام مجلس الدولي لغة العربي ماشاء الله كدو الحمد لله إلى الآن ماشاء الله كل سنة يعملون مؤتمار في دباي غالي جدا 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 الحمد لله ولكن حتى الآن معي في Arabic for tourism لو عربي لأغراض السياحية وأخذ دكتورة هنا في إدوكيش أنا ممتحي لرسالته ودأس موضوع لأنه وجد لأنه فكر في امتحانات عنده مركز ديوان في مصر الآن في تركيا وكام في ماليزيا أنا مستشاري مركزه فعلا يعني أنا همهو كيف أشيء امتحان دولي معطرف دولي مثل توفل وإيلتس كل واحد يعني عنده لجنة امتحان لماذا لا نستنوحد لإمتحانات وكان ال World Federation International Islamic Schools أيضا كلفتوا بالنظر في الموضوع سمعتوا أحد الجامعة ماليزيا يعني تفكر في هذا المشروع الآن الآن يعني فدرس في رسالة دكتورة جاء بأمسل من توفة واللتأس ولم يجد فيما يتعلق بالاختبار الدولي إلا جهد شخصين اختبار كاسا هذا في لقياس الكافاء اللغوي في أمريكا بواسفة اللغة ممكن تدخل في C.A.S.A مركز دراسة العربية في الخارج جمع تاكسس 1868 ويدعي أنه امتحان شامل واختبار هذا الشيخ نما كنت في بيطانيا أيضا في أحد محاولات لعمل دراسة توفل مع أستاذين وهذا الشيخ لقياس الكافاء اللغوي في اللغة عربية كاللغة أجنبي للمستوى متقدم بناء من قياس للكافاء اللغوي في اللغة عربية كاللغة أجنبي كأنه مثل توفل نفس المعايير عام 88 وكما زال هذا المتقدم وجاء إسلامي سريع أنا أعمال متوسط خليش متوسط لماذا تبدأ في الوسط متقدم موجود هذا الشيخ عامل لماذا لا تعمل من الابتداء لأن المستوى مبتدئ متوسط كيف تعرف مستوى إذا لم تعمل للجميع هذا يعني كأنه قطع من القمش مقطع كريان مفقق ولكن على الأقل بدأ الجهود سبحانه لا الجهود بدأ يعني من 88 من إخواننا المسلمين يعني هذا الشيخ وإسلام يسري أيضا من مصر الحمد لله ردوني يعني ما شاء الله معنا دكتور هنا من قطر الحمد لله الحمد لله لا واحد توسط توسط فقط فأنت ممكن إن دكتور الله يعمل مبتدئ فقام إسلام يسري بدوره بإعداد مواصفات ونموزة اكتبار كفاء في الوغن عربي وصفة وعجنبي في المستوى متوسط هذا عنوان رسالة فالآن طبعا منه موجود البعف ومنه أيضا في تحديات ومنه أتكلم عن الفرصة وجمع كل الأفكار في الأخير تأتي استراتيجيات لجانب شرق أسيا والمحور الثاني جانب شرق أسيا بمزيد من احتمام الجودة موجودة لأنه لا نتحب على قليات معين لهم جودة لا لا إذا لم نزور الميدان لا تعرف أنا دخلت مع المجاهدين في فلبين وكما دخلت إلى مدينة بانكوك ومدينة سنغفور وجكارتا كل أسدقاء موجودين فأرف الناس أتكلم على بصير مش على أسمع وأقرأ فمثلا أعطيك مثال سنغفور لأن طبيعة البلد ونظام السياسة الموجودة يعطي فرصة للمقراطية التعليم والتفوق المسلمون نتبط ميزون تعرف أحسن كتاب في جانب شرق أسيا من أي بلد سنغفور ومؤلفة ومؤلفة وماليزيا تغني كله أنه أفضل وأخصى أحسن البلد والله صحيح أنا مقوم القتب أنا أقول هذا الكلام سنغفور دولة أخلي أقل من خمسة عشر في المئة من المسلمين كان دولة مئة في المئة مسلمين ولكن لا يقل شأنهم متفوق قول كان زميلي من الكويت ورئيس دكتور أخذ دكتورا من كاندا في أدوكيشن منجلستي من هنا في ناس في العالم متميزين حتى في تعليم لغة عربية متميزين جدا جدا دار الفترة اسمه دار الفترة وعنده كتاب مريم والشسمة والشسمة بشكل الهولة والأفورة لابدنا نعمل المؤتمر أخر وكي إن شاء الله القلاب وصل إن شاء الله نعم فالكتاب القراء الموصل كتاب الموصل موجود في سنغفور لا تجعل أي دولة من الدول لأن الطالبية أمد دكتور في هذا الموضوع لا يجعل حتى عند العرب قال في الكتب الموصل الموصل العربية هذه القراء موسع قال حتى عندنا في العرب يعتبر موضوع جديد القراء متدر رجح في طالب وندي الان يعمل معي دكتورة في هذا المجال ما في تعليف طيب أتكلم عن جنب شق أسيا طبعا هناك مؤسسات كثيرة جدا جدا الان الناس يتحركوا بشكل منظمات وعندهم استراتيجيات وتاقطيطات وطبعا الجنب شق أسيا عندهم منظمة اسم أسين Association of South East ASEAN Nations منظمة دول جنب شق أسيا عشرة دول طبعا هناك دانا وزارة وزارة مابيم مانتري agama Brunei Islam Malaysia فقط 3 دول وزارة شؤون الدينية لإدنونسيا وماليسيا وماليسيا وإنه هذا قوة هذا مواطن القوة الموجود و تحت ASEAN هناك وزارة تعليم لجميع دول موجود ومنها وزير ماليسيا وزير Indonesia وزير Brunei فهذه فرص الموجودة لصالحنا نحن وننظر إلى العالم الإسلامي هذا الأخضر أنتم تعرفون فيها أكثر من 50% والأصفر هذا ما بين واحد إلى 50% من المسلمين فيها يعني ثقل الموجود هنا في جنب شق أسيا ما شاء الله كأنه شمال أفريقيا والجزيرة العربي هي 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 هذه الدول جنب شق أسيا موجودة محضرات مليون ونسف مليون من المرابط سكانها هذا الجديد حصة على إحصاء إبريل 2017 646 مليون تصورة إنونسيا واحدة يعني أكبر دولة إسلامية 300 مليون صحة الله فكيف تنسى هذه المنطقة لا يمكن تهمي أنت تعتم بطايلان ونمكان سياحة تعتم بفلبين نفس الشيء سياحة ولا تعرف ماذا في فلبين ماذا في طايلان هناك صراعات انظر إلى هذه الدول سنأتي إلى هناك عشر دول المستقلة وقبل هذا ثالث أكبر سوق هذا اعترف عالمي أكبر سوق في العالم بعد السين والهند يعني جنو شرق أسيا لايس أوروبا ولا أمريكا بعد السين والهند جنو شرق أسيا كتلا باشاريا اقتصادية ثالث أكبر سوق the biggest market third biggest market in the world after China and India يعني ليسا مجتمع مستحليكي فقط هناك فرصة للإستثمار والبناء والتطوير وكذلك التخريب لماذا؟ هناك دخلاء على المنطقة أحنا من أبناء التراب ابن التراب الأصلاة هنا والملايوين هم كلهم مسلمون يعني الملايو بحسبة دستور ماليذي أي واحد يتاكلم ملايو وهو مسلم فما حدد لايسا ملايو أسل ولكن هو يعتبر ملايو لأنه هو مسلم أصلا من الهند هذا دستور ماليذي يحافظ على الإسلام في شخصية المواطن مسلم أنت ملايو خلاص شفت الزل؟ فنحن لن نتكلم عن العرق وإنما نتكلم عن ثقافة الإسلامية هذا تعرف ماليذية وكذلك برنايو ملايو منه الحرف القرآني ليس اللاتيني ملايو في برنايو وهناك أشار دوال سالس دوال أغلبية Indonesia, Malaysia, Brunei وسبعة دوال أقاليات مسلم واللغة ماليوية هي الغالبة يتكلم بحسبة دونيسيا وماليزيا إلى آخره هذا إحصاء دقيق لكل دولة موجود Indonesia 263 ملتين تالب سبتين مليون هذه أكبر سوق في العالم أنا أتكلم عن الصراعات الموجودة حتى تفهم في التخطير دوال إسلامية كبيرة Indonesia وماليزيا وبرناي سالس دوال غنيه بالمل صغيرة في الحجم وكان غنيه بترول كأنه أنا سميته قويت الشرق برنايو دارو السلام وأغنى مالي في العالم وأكبر قصر في العالم أنا أدارس أبناء السلطان ستة سنوات هنا أنا أعرف كل شيء فأتكلم ليس من الكتاب من تجربة الشخصية وإنونسيا أكبر دولة المسلمين في العالم كل شيء عندنا وماليزيا ليس أكبر ولا أصغر ولا أغنى وإنما صاحب العقلية المتفتحة صاحب الزكاة الإداري معروف حتى الآن في IDB تعريف من نائب مدير من هذا الجامع لأتو أزمي أمر ممخطط للتوسعة الحرم أيضا نائب المدير من صباح ما اسمه أكتكتر الآن تستقل أسمي أسمي أيضا من هذه الأرض IDB والحرام وكل لا تتكلم على أشياء أخرى كثير من ماليزيا فأنا نقول هذه الدول يقفي لتحريك لغة عربي أو الإسلام في المنطقة ولك أهلا يتحركوا هذا هو السؤال أنا لم أصل إلى سؤال رقم إسنين طبعا ما شاء الله إن شاء الله هذا أنا أقول الصراعات الموجودة الصراعات الثقافية واللغوية كيف دخل الإنجليزي والشينيز في المنطقة وغياب العربية هنا في برلمان ماليزيا أحد السائلين يقول لماذا تدرس لغة عربية في الجامعة أو في المدارس ولسنا لا علاقة بالعرب أما الصينية والهندية عندنا ناس يتكلمون بها هنا ولكن ملايين لماذا لغة عربية لهذه الدرجة إنهم جرع في السؤال لماذا لضعفنا نحن في الدفاع عن الإسلام واللغة عربية وإلا لا تجرعون في السؤال مثل هذا الصراعات ليس فقط داخل البلد وهناك دولة مسيحية رسمية الفلبين دولة بوذية رسمية Thailand وKambodia وميانمار وفيتنا واللوس شفتا سي فهذه معناء ليس فقط يعني اللغة سقفات وإدولوجيات وراء هذه الأشياء تأتي المخاطر يسمى ترى لماذا سعب أن تدرس إذا درس اللغة عربية في في Kambodia أحد أصدقاء من مصر التهم بأنه IS أو إرهابية خلاص طردو مجرد تهمة وفيتنا يدرس لغة عربية كما حدث في مصر أي واحد يصلي الفجر من الإخوة المسلمين يطلق عليه النار يقبض عليه شفتا سي المسلمون متحم في الأول شفتا سي فنحن نعمل في مجال التهمة لا تخاف من يقول أستاذ لغة عربية غير متحم إذا لم تشعب أنك مسؤولية وإمانة هذه نقل القرآن والوحي إلى الناس أنت فقط مدرس لغة وطنية هذا خطأ ليس هنا المكان أنا عملت دورة الأسدز الأوائل إنما التحق بالجامعة قلت هنا ليس دولة عربية ندرس لغة عربية كدعات وشيوخ للقرآن والحديث والدعوة والقدوة والأسوة إلى آخرين فلا بدأنا أعرف هذه الأخطار هذه الأخطار لا نستطيع أن نتحقق فيها لكن كيف نستطيع أن نقلل ونخفض يعني عدوة هؤلاء دل الإسلام وانتشار لغة عربية لماذا تتعلم لغة عربية ليس هذه إرحاب هذه المشكلة انتهى الوقت فأنا لبن أن أقف لأن الموضوع فعلا الموضوع كبير و يحتق إلى تفاصيل و بسبب الضيق الوقت فلا أستطيع أن أشارك أكثر من هذا ولكن الشرح الذي بدأت به أن تأخذنا فكرة عن الموضوع فالموضوع مهم جدا جدا يحتق إلى تفكير و جهود الجميع والتفاصيل في الورقة وطبعا هناك أشياء من التوصيات إلى آخرين والله على بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا سيد الدكتور عبد الرحمن الشيك على هذه المحاضرة طبعا لا أعلق عليها لأن الوقت انتهى ولكن ممكن أعطي سؤالين فقط والسؤال يكون موجزا ومباشرا وبعد ذلك يعود الأمر إلى الدكتور عبد الرحمن إذا يحب أن يجيب عنه أو يجيب بعد امتهاء المحاضرة سؤالين فقط واحد فضل موجزا السلام عليكم وبركاته دكتور عبد الرحمن أنا أقوم بإعداد بحث في تقويم كتب تعليم الوقت العربية ناطقين بلغات أخرى في تركيا وفي قطر أنا أشفق عليك جدا في مجال الجودة فهل حضرتك ستقوم بقائمة إعداد قائمة معايير للكتب أم للمراكز أمن المعلمين أمن المتعلمين هذا سؤالي تنويه آخر حضرتك بوصفة أستاذ أستاذ لي لأن حضرتك كنت أستاذ إسلام وإسلام صديقي جزاء الله خيرا الرسالة الثانية اللي هي خاصة بالدكتور محمد عبد الرؤوف الشيخ هي متاحة الإنترنت على موقع خاص به اسمه الموقع التربوي التطوير التربوي وتعليم اللغات هي في الكفاءة اللغوية لتعليم اللغة العربية كلغة أجنبية شكرا جزيلا سؤال أخير تفضل عرف نفسك دكتور تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنصور السحيمي جامعة الملقرة مع التعليم اللغة العربية لناطقين بغيرها أنا فقط أقدم شكري للأستاذ الدكتور عبد الرحمن على هذه الجهود الطيبة وأرجو أن يجمع لنا هذه في مؤلف حتى نستفيد منه نحن ويستفيد منه المتخصصون في هذا المجال وشكرا لسعادة رئيس شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن هل هناك إجابة لهذه السؤالين؟ نص دقيقة نص دقيقة شكرا لسعادة أكسل موجود هذا جهد الأخير وبالنسبة للسؤال الثاني هذا إن شاء الله طبعا هذا كتاب لو تنظر فيه هذا الدكتور مجري قام بهذا الجهد من مركز المالك عبد الله وأيضا طلب مني أن أكتب في كتاب آخر لأنه اكتشفوا ما أدي من التاريخ من السيرة الزاتية قال أنت ممثل ماليزيا في موضوع تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة فطلب واحد فقط من ماليزيا فإن شاء الله سعيسلوا الكتاب يعني مصيرة تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة هذا مجستير لي أنا فالحمد الله بي من الأساتذة كنا درسوا في هذا التخصص تعمقوا في هذا المجال والحمد الله فيه أغراض ديمولوماسية أغراض سياحية أغراض فقهية أغراض في العقيدة ودرس الإسلام إلى آخره الحمد لله وشكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا للدكتور عبد الرحمن على هذه المحاضرة القيمة وعلى الحاضرين لحسن استماعهم والصب والآن نقدم هدية تذكرية الأستاذ دكتور عبد الرحمنشيك يقدمها له عئيس المؤتمر أستاذ مشارك دكتور محمد فهام غالب تفضل مشكورا إلى الأمام أستاذ دكتور؟ شكرا جزيلا الآن نبدأ بجدول المؤتمر كما هو معتد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 اشتركوا في القناة شكرا 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 اولماء الكرماء والحضور الشرفاء وحييكم بتحية الإسلام ألا وهي الصلاة عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فمقالتنا الآن تتضمن الحديث عن تشعب المذاهب اللغوية في أصل المشتقات العربية ونعرف أن هذه مشكلة شائكة من القديم إلى الآن وقد تمركز هذا الأمر بين المدرستين الأزيزتين البصرة والكوفة وملاخصة الأمر أن المدرسة البصرية تميل إلى أن المصدر بمعناه الإسم هو أصل المشتقات العربية وكان من حججهم أنه سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الأزيز بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها فإذا بنا نقف حول المدرسة الكوفية التي تمركزت حول القول وارتعت بأن أصل المشتقات هو الفعل الماضي وكل منهم ساجل وصاحم دفاعا عن رأيه ومذهبه والحمد لله فإن سيبويه وما أدراك ما سيبويه مال إلى المدرسة البصرية ودعم حججها وكذلك الأنبار سلك مسلكه ودعم حجج المدرسة البصرية على أن المصدر هو أصل المشتقات وخاصة أن الفعل يقل في بعض مزاياه وإن كانت المدرسة الكوفية ترى بأن الفعل يؤثر في المصدر فإذا كان هو المؤثر فلابد أن يكون أصلا للمؤثر هكذا طالبنا الزمان نرى هذين النجمين بين المدرسة الكوفية والبصرية كل منهم يرتمي إلى رأيه ويدافع عنه وإن كان هناك شقاق بين كل مدرسة في حد ذاتها ففي المدرسة البصرية نرى بعض منهم يميلون إلى رأي وكذلك في المدرسة الكوفية بعض منهم يقولون بأن الفعل الماضي هو العصل وبعضهم يرون أن الفعل المداري إذن هذه حالة الأمر سابقا لأن هذه الدراسة تتمحور حول أربع مدارس المدرسة البصرية التي كان رأيها المصدر أو الإسم هو أصل المشتقات والمدرسة الكوفية التي مالت إلى أن الفعل هو أصل المشتقات ثم نجد رأيا ثالثا وهو رأي المؤجميين الذين يقولون بأن الجذور الثلاثية هي أصل المشتقات ثم نجد أيضا بعض المحدثين يميلون ويقولون بأن الجواهر هي أصل المشتقات فصوف نقف وقفة سريعة في كل مقال ذكرت ما يتعلق بالمدرستين والفضل للمتقدم لو أحسن المتأخر فإذا بنا في هذه الأيام نرى بعض الدكاتر يردون على المدرسة البصرية والكوفية وكذلك بعض الباحثين يسلكون مسالكهم وعلى رأس أولئك الأفاضل الذين ردوا على تلكم المدرستين الدكتور تمام حسان فإنه قد رد على المدرستين البصرية والكوفية ويا للعجب الأجاب إذا رددنا على المدرسة البصرية والكوفية في خدمة اللغة العربية فهل لنا من أصل وهل لنا من مرجع فإذا به يقول إذا كان أصل المشتقات هو المصدر فمن هنا الدكتور تمام حسان وبعض الباحثين يهاجمون على المدرسة الكوفية فيقولون فما أصل فعلي كان كان يكون فأنا طالب جالس أمامكم هل يفيدني أحد السامعين بمصدر هذا الفعل وهو فعل راسخ وبابه واسع واستعماله جامع إذن فجاء هذا الباحث الضعيف الجالس أمامكم يدافع عن المدرسة البصرية ويرد على الدكتور تمام حسان أولا هل الدكتور تمام حسان وصل إلى هذه النتيجة بأن المدرسة البصرية لا تعرف مصدر فعل كان أو تلمذ في المدرسة البصرية وصلك مسالكهم حتى وصل إلى هذه النتيجة فهذا أمر يلفت النظر إذن ففي رأي الطالب الجالس أمامكم إن المدرسة البصرية وقفوا عند حد علمهم وهذا ما نسميه بالأمانة العلمية بحثوا ولم يجدوا فقالوا لم يجدوا وباب البحث مفتوح على مصراعيه فلا ينبقي للدكاتر الذين الآن يتمتعون تحت المكيفات أن يردوا على السابقين الأوائل الذين تنعلوا الشمس والحجر وصافروا من هنا إلى هناك ليكيدوا لنا هذه اللغة العظيمة الكريمة التي نتوصل بها إلى فحم كتاب الله العزيز والحديث الشريف فكان ردي ودفاعي للمدرسة البصرية جمع مذكر سالم فإنما هي ملحقة بالجمع المذكر السالم فماذا يمنع الدكتور لما تلمذ في المدرسة البصرية وأدرك أن البصر لم تذكر مصدرا لفعل كان فعليه أن يفتح الباب ولا يرد عليهم إذن فقلت فعل كان نحكم عليه بأمثلته من الأفعال الواوية العين قال يقول قل كان يكون كن إذن نجعله ملحقا بالأفعال لمؤتلة الواوية العين انتهى الكلام في نظري كطالب هذا أفضل شيء ورد جميل للمدرسة البصرية لكنه لم يزر شبرا وقف عند حدهم ثم يرد عليهم ففي نظري هذا لا ينبغي فبما يتعلق بالمدرسة الكوفية والدكتور تمام حسان نفسه ومن سلك ما سلكه يرد على المدرسة الكوفية بأنها إذا قالت الفعل الماضي هو أصل المشتقات إذن فما الماضي لهذين الفعلين يدعو يذر فهلا أجد من أساتذة الكرام من يفيدني من يفيدني بالفعل الماضي من هذين الفعلين هذا شاذ أجبت وشذذت في إجابتك إذن هذه الأفعال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فقالت البصرة هذا الفعل ليس له فعلا ماضيا ونفس الأمر كنا نجد أفعالا مضعفة العين ومن باب أولى أن نجعل مثل هذه الأفعال ملحقة بها لأن نرد على الأوائل ثم نسكت ولم نزد ثم نهاجم عليهم هذا باختصار فيما يتعلق بالمدرسة البصرية والكوفية أما بالنسبة للجذور الثلاثة فالمؤجميون طوروا هذا الأمر بأنهم يأتون على سبيل المثال المؤجميون لا يقولون بأن المصدر هو أصل المشتقات ولا يقولون بأن الفعل الماضي هو أصل المشتقات يقولون إن الجذور الثلاثة قالوا ثلاثة لأن أكثر الكلمات في اللغة العربية ثلاثية قالوا هي الجذور فلا نقول ضرب هو أصل المشتقات ولا نقول ضرب هو أصل المشتقات بل نقول ضار باء ضاد راء باء هي أصل المشتقات لكن من ساند رأيهم هو أستاذ الفاضل أيضا الدكتور تمام حسان وأنا كطالب له رددت عليه ولم أوافقه وهذا هذا الرد جاء دليلا على تعبيره وبيانه لمهتوى هذه الحروف يقول الدكتور تمام حسان في بعض كتاباته هذه الحروف الثلاثة هي أصل المشتقات وهي حروف لا مفهوم لها ولا هوية لها ولا معنى لها ولا 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 لها كيف نفهم هذا ونحن كمسلمين كيف نردى بأن أصل الكلمات في اللغة العربية أو أصل كيف نردى بأن أصل كلمات القرآن حروف لا معنى لها حروف لا هوية لها حروف لا مفهوم لها كيف هذا كيف تشعر كأن في هذا الرأي شم للإستشارات كيف هذا وجئت بمثال ذكرت فيه لو أن مدرس اللغة العربية يقدم درسا في البلاغة النظم فسأله طالب ما هي أصل أو ما هو أصل المشتقات للكلمات العربية هل هذه الإجابة تليق بأن نجيب أن أصل كلمات اللغة العربية أو أن أصل كلمات القرآن حروف لا أصل لها لا هوية لها لا معنى لها لا مفهوم لها وهل تعرف ذكرت أن هذه الجذور فهي بمثابة الأرض الزراعية ولا أحد يقول بأن أرض الزراعية هي أصل النبات لماذا إن دنا البذرة البذرة هي أصل النباتات لكن الأرض الصالحة إذن تفيد ولا نقول بأنها هي الأصل ولذلك يقال بذرة الأرض انظر حيث أن العرب يردون النبات إلى أصله وما هو أصله هو البذر وماذا أعني بذلك البذر المصدر هو البذر وهو الأصل وهكذا كان الأمر والحمد لله مهما أدركنا فلا ننسى أن اللغة العربية خادمة للقرآن الكريم والحديث الشريف فالتطور والثقافة وسمهما ما تسمهما فلا يجعلاننا أن ننسى بأن هذه اللغة لغة اختارها الله سبحانه وتعالى فلا نترك فلسفة تأخذ أقولنا كما أن كثيرا من الدارسين يفرقون بين اللغة والدين وتطور الأمر إلى التفريق بين السياسة والدين وهكذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته أستاذ صالحة هل تريدين أن تقدم الآن أو تأخذين قصة من الراحة ريث ما يقدمه أنت تقدمين إذن إذن أعذر 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 هذا الموضوع لأن هذا الموضوع هو موضوع متروك زماناً ولماذا فتحتها فتحاً بسبب هناك مكتشف جديد في تركيا مكتشف جديد في تركيا في 2010 طيب نسخة ممكن أنا أقرأ بعدين نناقش لو في الوقت نسخة من الكتاب المقدس أثر عليها في تركيا وامورها ما بين الف وخمسمائة إلى حتى الفين عاما أثارت الخلاف بين علماء العقايد الإبراهيمية وليسيما صلاتها بإنجل برنابا الذي ترجم إلى العربية في المجلة المنار المجلة المنار هي مجلة منشور لدى هي ترجم إلى اللغة العربية من لغة للخلل سعادة فنشر في مجلة المنار وقد حافظت علماء المسلمين طويلاً على هدوئهم أمام الأهمية اللغوية والتاريخية لإنجل برنابا وما فيه من التقاطع مع الشريعة الإسلامية لماذا؟ لأن وجدت في هذا الإنجل قانون الشرعية مثل الصوم مثل الصلاة فيه حتى غطة العورة للمرأة موجود في وقت الشعي فيه أن هذا الإنجل متأثر بالكميديا إلهية لدانتي هناك دعاية لأدى بعض الناس خاصة من الناسرانيين واليهودين يقول أنه تأثر بالكميديا إلهيديا لدانتي ومن ثم غاب عن ترجمته الإيطالية قد تكون عن إحدى اللغات سامية القديمة كانت كتبت يعني هذا الإنجل باللغة إحدى اللغات سامية القديمة ثم ترجم إلى الإيطالية بعد وغاب في الإيطالية لكن بعد يعني في بعد سنوات صدرة باللغة باللغة الإنجليزية الإنجليزية ويحدث هذا البحث إلى كشف بعض أسرار إنجل برنابة وعلاقته مع الكتاب المقدس العهد الجديد من خلال منهجي مقارن تحليل طيب نشوف يتألف الكتاب المقدس من قسمين العهد القديم يعني التورة هم يفهمون أن التورة والعهد الجديد هو الإنجيل ويحيمن البحث هنا كتب الشارعة في العهد القديم أي سفر التكوين سفر الخروج سفر الأحبار سفر العدد سفر تسمية الاشتراع لأنها أساس شارعة اليهودية أساس شارعة اليهودية وأيضا ما يتألف منه العهد الجديد أي إنجيل ماتا إنجيل ماكس إنجيل لقاء وإنجيل يوهانا والرسائل التي أعتقد بها النصارى أنها لتلاميذ المسيح لأنه اختار إثن عشر تلميذ يؤفيتهم ما يوحي إلهي الله سبحانه وتعالى ولم يكن أي منهم يدوين ما يقوله وإنما اعتمدوا جميعا على ذاكرتهم في بيان ما قاله حتى إنه ليسعب تمييز ما أوحى به الله من شروهه التي هي كلام المسيح هذا كلام عام بعدين المشكلة هنا يطول دواعي يطول الدواعي هجوم المدققين النصاري على هذه النسخة الإطالية الوحيدة الإطالية الوحيدة ومن ثم على حقيقة أن هناك إنجيلا آخر كتبه برنابا أحد هواريين المسيح برنابا سبرنابا هو من الحواريين ثاني عشر من الحواريين ثاني عشر من أصل من سيبرس إلا أن من أبرزها ما في هذه النسخة من أدلة إلى تأخر كتابتها من مثل أن غلافها مشرقي التراس غلافها غلافها مشرقي التراس سوف نشوف بعدين أسوار وأن على هواميشها تعليقات بالعربية وأن ورقها وحبرها وصناعتهما حديثة هذا من دواعي النصر النصرانيون على إنجل برنابا مكتشف ترجمه إلى اللغة الإنجليزية الذي يترجم هذا لغة لانسدار لغة لانسدار حتى قالوا إنها كتبت في واحد من القرنين الميلاديين أي خامس عشر أو سادس عشر وفهمنا أن دانتي كان وسود يعني ولد في خامس عشر أي خامس عشر يعني هذا الإنجيل جاء متأخيرا ما بعد ولد دانتي دانتي يعني مؤلف كتاب ملحط الكوميديا إلهي وأنها كاتبها ربما يكون نصرانيا هذا من دواعي نصراني كاتبها ربما يكون نصرانيا اعتنق الإسلام كان نصراني بعدين اعتنق الإسلام فمن المعروف لغويا وتاريخيا أن تشابها كثيرا واقعا بين أحكام إنجل برنابا وأحكام الشرع الإسلامي فضلا أنزع من بعد المؤرخين أن هذا الإنجيل سيغا ما بعد بعد ما ألف دانتي أه لغيري الملحط الإلهية عام ألف سلاثمائة وعشرين للميلادي هاللغة العبرية أصل اللغة إنجيل برنابا قبل الحديث عن المعلومات الواردة في إنجيل برنابا يسأل بحث عن اللغة التي كتبت بها هذه الكتب جميعا هل هي العبرية أو العرامية أو اليونانية أو مغيرها وإن النسخة العصلية والإجابة تحتاج إلى الدراسة لغوية قديمة بإضافة إلى التاريخ العربية عبر الكورون كما استدلا بيرو روسي بنشري كتاب المعرخ فلفسيوس جوسف جوسف جوسفس فلفسيوس جوسفس في عام ألف التسعة ألف التسعة ألف التسعة مئة سلاسة وسبعين واربعين برعاية سلطات الإسرائيلية حيث يقول ماذا يقول بيرو روسي زين المؤلف بالرسوم منسوقة بابلية وسميرية ومصرية وحسي يعني عربية إننا لا نجل فيها عبرية ولا حتى في الناس الذي هو كما أضاف عما أن الأنجيل فمجهولة عند العبريين واستدلا بأن القرآن لا يتحدث عنهم وإنما عن اليهود والإسرائيليين وبني إسرائيل فهذه الكلمة عبرية فقد تذكر في الأدب العربي أو الإغريقي أو اللاتيني ومن حيث إن عمل عبرانيين في الشراء الكتب المقدسي كان مرفوضا كما قال بيرو روسي ليسعب علينا اليوم أن نعرف العبرانيين بواسطة المكان أو الزمن أو بمعونة علم الإجتماع أو ألم الأديانيين بنا على هذا الأساس أن هذا القول له نظر لأن النبطيين يعني في بترة نبطيين في تلك الأيام كانوا من المسيحيين ولهم علاقة بالرومية واليونانية والإيطالية فأبجادية المسنى التي تشبه الكتابة الأرامية أو الأكادية الأشورية ولم يذكر ولم يذكر العبري العبرية نشوف هنا فيما بعد في منقوش أنا وضعت هنا إذن فالقول إن النص العبري للتورة اليهودية لم يثبت إلا في وقت متأخر بين القرنين التاسع والعاشر الميلادي بيني شيء معقول لماذا؟ لأن ليس من النقوش القديمة المسجلة والمكتشفة بالأبجادية العبرية القديمة المكتوبة لدى المؤرخين فكيف يكون هناك الكتابة القديمة للتورة بالأبجادية العبرية واضح؟ فكيف هناك كتابة القديمة للتورة بالأبجادية العبرية كما يشك بيرو الروسي في وساقة التورة ويرى أنها خارج عن النظام التاريخي لأن اللغة العبرية هي اللغة الحديثة اخترعها إلياثة يهوذة ومن ثم تنبي أو تنبي مراجعة النسخة الإطالية من إنجيل برنابة أنها كتبت كتابة حديثة بحروف متصلة لا مقطعة بحروف متصلة لا مقطعة نشوف ما بعد ذلك أن من سمات المقطوطات القديمة من مثل الإغريقية والفينقية بشكل الأول وكتابتها بحروف مقطعة شكل الثاني ودلين آخر إلى حداثة كتابة هذه النسخة ما على هوام الشها من تعليقات بالعربية حديثة الخاطعة أيضا إذ إنها من قوطة أحيانا مضبوطة بالحركات الشكل الثالث طيب هذا الشكل يا أيها المستمعون المستمعات هي كتابة المسند فهذا الكتاب المسند منقطعة وليس متصلة متصلة ماذا يعني متى يعني اقتشفة هذا هذا اقتشفة يعني ما قبل في أيام هذا تقريبا في أيام رومانية في أيام ببلونية في أيام رومانية وبيزنتينية هذه صفاتيك بعد يقول هذه المستمنة والمستمعات هذه نسخة إيطالية من إنجل برنابة مترجم إلى اللغة مترجم إلى اللغة الإيطالية كان أصلا لا نبدي سواء في أي لغة سوف نأتي فيما بعد هذه نسخة شوف هنا في هنا في اللغة العربية مقتوبة في الحوامش اللغة العربية مقتوبة في الحوامش فهذه باللغة إيطالية متصلة وليس منقطعة لو نشوف فيما سبق اللغة في أيام كتابة في أيام إيسا عليه السلام هي كتابة منقطعة ليس بعد متصلة بعد متصلة ما بعد ما بعد الثورة في فرنسا هذا متصلة متصلة فهذا نشوف فيما بعد هناك واضح أوضح هنا كتابة لغة العربية فكتابة لغة العربية هنا كتابة هديثة وليست قديمة لأننا فهمنا أن الكتابة القديمة خاصة في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في نقطة بسم الله الرحمن الرحيم يعني الرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إلى حبش إلى الملوك رومان ما في النقطة وأما في هذا في النقطة بمعنى هذا هذه الترجمة ترجمة جديدة ترجمة ما بعد القرن ما بعد القرن دانتي أو ما قبله ما في مشكلة لاحقا وهناك لغة إطالية متصلة في كتابتها فهذه كتابة تقدم حديثة لأنها متصل وأما قديمة منقطعة شوف طيب وير البحس أن التشابها بينهما لا يعني بالضرورة نقل لاحق يعني إنجل برنابا عني سابك دانتي إن كان دانتي أسبق من إنجل برنابا وإنما بالعقس أي قد يكون دانتي مستفيدا من إنجل برنابا أو من برنابا بسبب ترجمة الإيطالية وعليه ندرك أن الترجمة الإنجليزية من روك لونسدر أنا عندي هذا كتاب مأخوزة من ترجمة الإيطالية الموجودة في نمسا في أستريا حاليا وأما دانتي فإيطالي ومن المحتمل أن المترجم عيوض المعلومات الواردة في إنجل برنابا للتشبه كوميديا دانتي كوميديا دانتي كوميديا إلهية لدانتي وهذا التعليق قياس على التغيرات في التوراة والإنجيل لدى اليهود والنصار كما تقدم وإذا كانت التغيرات في التوراة والإنجيل بسبب أيدي الناس فبإنجيل برنابا ستكون أسهل لماذا وقد استدلا بذلك على الترجمة الإسبانية التي تمس علماء المسيحية آثارها بتضعيعها لأنها تناقض ترجمة الإطالية والدليل آخر أن أقل من خمس فصول تشبه كوميديا دانتي وهو البحث أن ينظر إليها نظرة منطقية فجاء السؤال لماذا الفصول التي تأثر بكلم دانتي قليلة ويرى البحث هذا بالسبب ترجمة لا غير بالسبب ترجمة لا غير ومن المعلوم لدينا أن قضية الترجمة ركيكة وعدم السابتة فهنا الأهد القديم والأهد الجديد من كلام المترجمين لا من كلام موسى وإسا بل بعد التصورات يخططونها سواء بالتشابه كامل أم لا إذن الدعوة التي تقول إن برناب تأثر بالدنت لا تلزم إذن تناقض الأفكار في الكتاب المقدس عادي إذا كان الكاتب أكثر من واحد هذا منطق بالإضافة إلى اختلاف القرون فلماذا يرفض إنجيل برنابة إذا كان للكتاب المقدس عيوب هذا سؤال وهنا نكتشف أو نكشف بعض الآيات من الجهتين للموازنة بينهما ففي إنجيل ماقس مثلا وفي الساعة التاسعة صرخ يسوء بصوت عظيم قائلا إلو لم شبقتني ممكن شوية يستاذ الوقت شكرا فقال قوم من الحاضرين لما سمعوا هو زينادي إلي ليا فرقض واحدا وملأ إسفن جه خلل الباقي اقرأ في نسخة في مقالة موجودة بعدين أنا لا أقرأ هذا هذه كلها إضافة من نصوص أصلية باستبلال من جانب اللغوي فيها أي النصوص المذكورة هي في المرتبة الثالثة ليست مرتبة الأولى مثل القرآن مع محمد صلى الله عليه وسلم هذه في مرتبة الثالثة لأن بالطريقة شخصا آخر وليس مباشرة وليست وجها بوجه كما في القرآن الذي نزل في من دون واسطة بين الله ومحمد صلى الله عليه وسلم والمذكور في القرآن التورة والإنجيل لا العهد القديم والعهد الجديد ومعنى ومعنى الكتاب المقدس الآن ليس من التوراه والانجيل المنزلين إلى موسى وعيساء وأن الجيل الكتاب المقدس ليست مكتوبة باللغة العرامية بل باللغات أخرى الآن يعني بايبل الآن ليست مكتوبة باللغة العرامية بل باللغات أخرى فأين الإنجيل مكتوب اللغة العرامية فأين هذا سؤال كبير فمن احتمال الإنجيل مكتشف في تركيا من إجابتها المقتنعة خاتمة طيب المشكلة الأول مشكلة في إنجيل برنابة أقطع الفهم لدى المناقشين ثانيا ويكتبه برنابة الذي كان من الحواريين ثالثا النسخة المترجمات من الناس الاصلي إلى اللغة الإطالية عمل حديث رابعا الترجمة الإطالية التي نقل منها الناس الإنجليزي ترجمة حديث الترجمات الأخرى مثل الإسبانية والروسية فلها وضع خاص فالإسبانية غير مكتشفة لدى بعد المسيحيين وأما الروسية من كتابة فلسوف تلستوي فمعلوماتها تشبه ما ورد في إنجيل برنابة أنا أدعو إليكم ترجمة الإطالي كان جزيرة العربية تلك الأيام كان ليس جافة في نباتات جنة عدن جنة عدن ليس جافة أما النسخة الأصلية فهي من غير الشاك مكتوبة بالعرمية التي تكلم بها إيسا عليه السلام مع تلاميذه وهم من الحواريين وهي في مطحف علم العثار في أنقرة تركية وعمرها ما بين ألف وعر خمسمائة حتى إلى الفين عاما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق وهدايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرجو أن تستفيد من هذه المعلومات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكر الله للأستاذ الدكتورة الأستاذ المشارك الدكتورة صالحة يعقوب ونتقل الآن إلى الورقة البحثية الثالثة وهي بعنوان الاستبدال وأثره في ديوان الإمام الشافعي دراسة تحليلية يقدمها الطالب المحلل مسعود قمر الدين نجم الدين هو قمر الدين فنسميه شمس الدين نجم الدين نعم أعوذ بالله سميل علي من الشيطان الرجيم بسم الله ورحمة ورحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك شهادئ دراسة الاستبدال وأثره في ديوان الإمام شافعي دراسة تحليلية أولاً لهذه لسانيات الناس أو علم اللغة الناس أو علم اللغة المعاصرة ووضع لها سبع معايير والمعيار الأول والتماسك والنقصم هل التماسك إلى الثلاثة أكسام الأول التماسك النحوي والثاني التماسك المعجمي والثالث التماسك الصوتي والعنوان الآن الاستبدال وعنصر من عناصر التماسك النحوي نعم ففي اللسانيات الحديثة هذه المعايير في اللسانيات الحديثة يقوم الاستبدال الاستبدال لعناصر اللغوية بادعا ببعض سواء كانت هذه العناصر أصواتاً أم كلماتاً أو فعالاً أو أصماء حروفاً وجملاً لذلك تتعدد أشكال الاستبدال ما بنى سورتي النحوي والدلاليج النحوي ودلاليه ويهدف البحث إلى إزعار أشكال الاستبدال في بعض النصوص الديوان الإمام شافئي ونتابع فيه المنهج الوصف التحليلي أيثو نحلل الزواهر الاستبدال بأنواعه في ديوان الإمام شافئي الاستبدال على ثلاثة أنواع أولاً الاستبدال النحوي ويكون الاستبدال النحوي على مستوى التركيب اللغوي هذا يتم استبدال كلمة بكلمة واحدة تقدمت عليها في التركيب أو كلمتين أو أكثر أو استبدال كلمة بجملة والهدف لهذا الاستبدال هو طلباً للإختصار ومنعاً للملل في الكلام والاستبدال الدلالي هو وسيلة لوقوف على دلالة الكلمة في الصياك التي ترد فيه من خلال استبدال كلمة بها في نفس الصياك وثالث الاستبدال الصوتي هو المنهج الذي يعين على التمييز بين الوحدات الصوتية الاستبدال لغة واستلاها يعني الاستبدال لغة في معاجم العربية التغيير والتحويل التغيير والتحويل واللفز الاستبدال هو اسم وجمع استبدالات وهو مصدر من فعل استبدالة أما استلاها الاستبدال لم يخرج عن معنى المبادلة المبادلة إذ هو إهلال عنصر اللغوي مهل عنصر آخر في السياك اللغوي واحد للاستبدال ثلاثة أنواح النور الأول هو استبدال الاسم الاستبدال الاسم والثاني الاستبدال الفعلي والثالث الاستبدال الجملي أو الاستبدال الكولي يعني الاستبدال الاسم أن يحل الاسم معال آخر معال اسم آخر معدية وزيفة التركيبية ونستعمل في نفس هذا المكان في مثل هذا المكان لفظ آخر أخر نفس وما أشبه ذلك ومثال ما جاء في ما ورد في الحديث لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إبادي إنما هي عمالكم أوصية لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه في هذا الحديث استبدال اللفظ أعمال باللفز إياها لفظ الأعمال باللفز إياها يعني أوفيكم أجور أعمالكم واستبدال واستبدال الأعمال باللفز إياها واستبدال اسمه الآخر في هناك هو استبدال اللفظ خيرا باللفز ذلك أي فمن وجد غير ذلك بمعنى فمن وجد غير خير فلا يلومن إلى نفسه الاستبدال العفل هو حلول في المكان في الآخر ما تدية وزيفة التركبية وكذلك مثال ذلك في حديث الرسول لما قول لكم عليهن على يؤتين فاشيكم غيركم ولا يدخل أهدا تكرهون أو بيوتكم إلى بإذنكم ولا يأتين بفائشة فإن فعلنا فإن الله قد آذن لكم أنت آذن مثال قول مكان آخر أو جملة مكان جملة آخر ما أتدي وظيفة والتركبية ذاتها مثال ذلك في الحديث آخر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وسمت رمضان وهللت الحلال وأحرمت الحرام أأدخل الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم جوابا استبدل جوابا قولي أدخل الجنة بكلمة نعم بمانا تدخل الجنة تدخل الجنة نعم مظاهر الاستبدال في قصيد ديوان لإمام شافي المثال في ذلك في قصيدة شافي بعنوان أفضل العلوم أيث يقول كل العلوم سوى القرآن مشقلة إلا الحديث وعلم الفقه في الجين العلم ما كان قول فيه حدثنا وما سوى ذلك واسواس الشيات في البيت نعتبر في البيت الثاني في هذين البيتين أحلى شاعر جملة الله ما جملة أصابقة باللافذ ذاك ذاك استبدالا استبدالا وإختصارا له منعا للتكرار وهذا يسمى بالاستبدال الكولي ويتحقق ذلك تماسك في ترابط في تماسك وترابط النص ومثال آخر في قصير بأنوان الموت سبيل كل حي يقول شافي تمنى الرجال أن أموت فأين أموت فتلك السبيل لست فيها بأوهد وما موت من قد مات قبل بدائري ولا عايش من عاش بعدي بمخلدي لعلا الذي يرجو فنائي ويدعيه بإيقبل موتي أن يكون أوردي نجل الاستبدال في الأبيهات عيث يعل شاعر كلمة موت في البيت الثاني بفناء استبدال الموت في البيت الثاني باللوز آخر فناء لأن اللوزين متردفين في البيت الثالث لأنهما متردفان وأهلا بينهما إهالة بعديا إسمية وجيب الاستبدال يتحقق تمازق أجزاء الناس بعد دعاء ببعد الخاتمة لقد وظف الإمام شافيه الاستبدال في ديوانه ليتحقق تربط وتماسق بين أجزاء الناس إيسو تدمنت عملية الاستبدال الاستمرارية للعنصر المستبدال فلا يفهم المبدل من دون العودة إلى ما هو متعلق به قبلا في الناس ومن هنا فالاستبدال يعمل على ترابط الناس نتيجة الاحتياط اللاحك للسابق والنتاهج للدراسة استقدم الإمام شافيه نوعين من أنواع الاستبدال في أشعاره وهما استبدال الإسمي والاستبدال القولي وقد جئنا بالمثال في ذلك ويشاهد ذلك على مهارة الإمام شافيه في الاختصار والإيجاز والاستبدال وسيلة موسائل تماسك الناس يعمل على ترابط أجزاء الناس بعد ببعد ويعمل الاستبدال على إهلال عنصر القويمة هذا عنصر آخر فإنه يشترد قون عنصريه مشتركين في البنية الوظيفة وقد لا يبدل الاستبدال دورا بارزا في ربط أجزاء أشعار الإمام السافيه ملتهم جمل السوابق باللواحك بارك الله فيك وقد عطانا أربع دقائق ديسكاون لقد دسكن لنا أربع دقائق شكرا له وبما أننا وجدنا أربع دقائق زائدات فنوقيها الشيخ شعبان حفيظة الله اللي يضحفنا مرة أخرى المناقشة في النهاية إن شاء الله اللي يضحفنا مرة أخرى بموضوع آخر لنفس المجموعة دكتور مات طيب بن فا دكتور أحمد عارفين وإبراهيم شعبان فبما أنهما غائبين فهو يقدم عنهما نيابة عنهما الورقة الثانية لكن هذه المرة في دقائق معدودة صحيح؟ نعم إن شاء الله فأنت ابنهما الشرعي أم الأكاديمي وابنهما الأكاديمي يتفضل السيد إبراهيم شعبان في ورقة بحثية أخرى بعنوان سياغ المبالغة دراسة صرفية نحوية نموذجية وبين المذاهب اللغوية والدراسة الصرفية الشيخ إبراهيم شعبان يتفضل في سبع دقائق إن شاء الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه المقالة تتحدث عن أحد المشتقات العاملة فالمشتقات في اللغة العربية كثيرة جدا بل بالغ بعض الألماء حتى أوصلوها إلى سبعة عشر لكن العاملة هي الخمسة اسم الفاعل الذي تقدم بالأمس وسياغ المبالغة التي نحن في صددها الآن واسم المفعول والصفة المشبهة وأفأل التفضيل فهذه الخمسة تعمل عمل فعلها وكتطرقنا لهذا الحديث فائدا بالأمس في اسم الفائل لأنه الأم أو الباب لهذه فسياغ المبالغة لم يتحدث عنها اللغويون السابقون لم يبويبوا لها وما أعطوها دراسة مستقلة إلا أن جدنا الأعلى ألا وهو سيبويه رحمه الله تعالى ذكر ومر عليها مرور الكرام ويقول بأنك إذا أردت أن تبالغ في الفائل تأتي بوزن كذا أو كذا ضارب دراب وسياغ المبالغة خمسة المعتمدة المشهورة وإعمالها فيه خلاف بين البصريين والكوفيين فبعضهم يقولون فعول مفعال فعال هذه هي العاملة بلا نقاش ولا جدال لكن فعل أو فعيل يعمل قليل جدا وإن وجد في القرآن الكريم إعماله فهناك أوذان في البداية أنكرها اللغويون إلا أن حالة الأصر تبرهن وتدل على الرضا والقبول على أعمالها لماذا الحمد لله هناك مجامع للغة العربية ركزوا عليها ورأوا ضرورة استعمالها فهذه سياغ الخمسة هي المشهورة ولكن ذكر الإمام السيوطي رحمه الله في همء الحوامع بعد الأوزان حتى الأوزان هذه الخمسة ذكر بعد الضلالة التي تخص كل وزن فإذا به يقول أن الوزن فعول يستخدم لمن كثرة فيه الفعل أقول وما أشبه ذلك وفعال لمن صار العمل عنده كصناعة نهو حداد ومفعال للآلة منحار وفعيل لمن صار كالطبيعة مثلا فعيل بخيل وفعيل لمن صار كالعادة له نهو فعيل أذير وهناك أيضا ما ذكره ابن خالويه ونقله سيوط أن سيغ المبالغة عند بعض اللغويين تصل إلى إثنى عشر فعال فصاق فعل غدر فعال غدار فعول غدور مفعيل معطير مفعال مئطار فعلا همزا فعول ملول فعال علام فعلا راوية وهكذا وذكروا من حيث الفعل أن فعال و مفعال وفعول هي التي تعمل كثيرا وذكر الألماء أن عملها مطابق لإسم الفاعل لأنه هو الأم في هذا الباب وذكروا أيضا من الأوزان فعال وهذا الوزن جاء منه القرآن الكريم إن هذا لشيء عجاب كان العرب في ذلك الوقت تعودوا على التعجب أو المبالغ بوزن فعيل ولما نزلت هذه الآية إن هذا لشيء عجاب فإذا بالعرب ينكرون على الرسول صلى الله عليه وسلم هم لا يعرفون هذا الوزن ومن أين جئت به وعتيت به ونحن نرى أنك من أبصح الناس وأن كتابك من أبصح الكتب وقد عربنا كثيرا من الكفرة أوكي أسقط الذين سجدوا لفصاحة القرآن لكن رأوا أن هذا الوزن عجاب وزن غريب فإذا بأهل البادية وفد ياتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول يعني استعمل حكمته وبصيرته فنظر إلى شيخهم فأمره بالقيام ثم أمره بالجلوس وأمره بالقيام ثم أمره بالجلوس ففي النهاية تعجب كثيرا ويعرف مكارم الأخلاق من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لماذا تعمرني بالقيام والجلوس بلا سبب إن هذا لشيء أجاب صلى الله عليه وسلم فإذا بأخيهم البدوي يجيب عن هذه الآية التي أنكروها فالحمد لله فصاحة القرآن واحتفاظ بهذه الألفاظ وهذه الأوزان أمر يأخذنا إلى فهم القرآن الكريم وعيضا من الأوزان المستعملة فعال ومكر مكرا كبارا وعيضا فعلا أذكرته وهناك سياغ يعني الذي يحتاج إليها يرجع إلى البحث فسوف يقف عندها سياغ المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل وتعمل متقدمة أو متأخرة وتعمل وتعمل أيضا إذا كانت مقترنة بالألف واللام تعمل صالحة في الماضي والحاضر والمستقبل كما ذكرنا بالأمس لسم الفاعل وإذا كانت خالية من أداة التأريف فلا بد أن تكون معتمدة على نفي أو استفحام أو خبر أو صفة أو نداء أو استفحام فكل من أراد أن يرجع إلى ذلك فليحصل على البحث إن شاء الله ومن الأمثلة ما ذكره الشاعر أخى الحرب لباسا إليها جلالها جلالها مفؤول به منصوب بسيغة المبالغة لباسا وهكذا الأمر ضروب بنعل السيف سوك سمانها فسوك مفؤول به لسيغة المبالغة ضروب إذن سيغة المبالغة تعمل عمل فعلها ومن أوجه ذكرت هذا والسيغة المبالغة تأتي من الفئل اللازم وتأتي من الفئل المتعدي ونفس الأمر إذا كان الفئل لازما فهي تعمل لازمة كما كان الأمر في الفئل في اسم الفاعل وإذا كان متعديا فتعمل متعدية وصيغة وصيغة المبالغة تأتي خلافة معناها إدهى بعض المعاني فعلى سبيل المثال إذا كانت سيغة فعيل بمعنى مفاعل كجليس وحليف فليست للمبالغة إذن فأحيانا تخرج ترى الوزن هو نفس الوزن إلا أن المعنى خارج من سيغة المبالغة إذا لحقة التاء المربوطة بثلاثة من سيغ المبالغة وهي فعول وفعال ومفعال وتصمى حاء المبالغة تعكيدا للمبالغة كخاروق وعلام ومجذام إذن اكتفت بالفاعل ولا مكان للمفعول في هذه الحالة نحو رجل علام إذن ففي هذه الحالة لا تنصب المفعول به ولا تحتاج إلى المفعول به وتعرف أن مثل هذا الوزن يصح فيه المذكر والمعنس تقول رجل خاروق وامرأة خاروق رجل علام وامرأة علام رجل مجذام وامرأة مجذام وهكذا وهكذا نتوقف إن شاء الله وفوك الآن نفتح المجال للمداخلات والاستفسارات والتعليقات والتعقبات ولمن شاء أن يعطينا نكتة حول هذه الأشياء في المجال المفتوح ونبدأ بشيخ ليبيا تفضل يا شيخ هل نكتة تعليق مداخل انتقاد جيد إذن هكذا نوجه سؤالنا إلى الشخص المعني والسؤال مباشرة تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجل دومة من ليبيا دكتورة في اللغة العربية شكرا موصول لأسادة الذين قدموا أبحاثهم جزاهم الله خيرا أفادون أفادهم الله تعالى وأبدأ مع الشيخ إبراهيم شعبان حيث هو انتهى مع الشاب الشاب إبراهيم شعبان الشيخ الشاب الشيخ طبعا هو سأل عن ودع ووذراء وأنا قلت له أنه أن ودع هذا فعل ماضي وذكر في مشكات المصابيح وليس فقط في مشكات المصابيح ولكن أيضا في معاجبنا من أول إلى آخر لا تجد دائما أنهم يقولون أن الفعل يدع له فعل وهو ودع وقال في مرقات المصابيح عجب قال من بعض النحويين كيف ينسى القراءة التي قرئت ما ودعك ربك وما قل فينبغي أن ينتبه إلى هذا أنه قالوا أن هذا شاذ في الاستعمال لكنه صحيح في القياس فهذا ينبغي أن يعلم هذا أما تمام حسان جزاه الله خير ورحمه الله تعالى رحمة واسعة الشيخ طبعا هو أفض في ذكره وهذا الشيخ غني عن التعريف ولكن لو خلص هذا الرجل لو خلص عقله كما ذكر الدكتور صفح صالح في دراساته قال لو خلص للغة العربية وما كث في بلاد العرب لا أتى بشيء عجيب لكن دخلت عليه الحقيقة الفرنجية فتلعبت به ولكن حقيقة الشيخ ذكر الفعل كان وكان في الحقيقة له مصدر لأنه كان ينقص من قسمين عندنا كان الناقص وكان التام فكان الناقص هذا الذي يعمل ويرفع وينصب لكن كان التام له مصدر قالوا كان الكينونة وهذا عند الخليل والفراء وغيره من علماء العربية الكبار فينبغي أن يعلم أن التفريق هذا في الاشتقاء الشيخ فتح بابا على مصرعيه قال المصدر في اللغات العربية اختلف فيه العلماء وهل تريد أن تغلغ هذا الباب يا شيخ؟ أغلقه نعم الآن أغلقه الآن إن شاء الله تعالى في كلمتين قال أهل العلم إذا أمكن الجمع بين الرأيين فلا ينبغي أن نقول أن هناك اختلاف بمعنى أن كلام العلماء بصريهم وكوفيهم أن المصدر هو أصل في الاشتقاق هذا هو الأصل قالوا لا يشتق من الجوهر وإنما الاشتقاق من المصدر لكن أين الخلاف؟ وقع الخلاف حقيقة فيما هو مروي في كتب اللغة نسبة للكوفيين ولا أدري أنا من هو الكوفي الذي قال أن الفعل هو أصل المشتقات من هو الكوفي الذي قال أن الفعل هو أصل المشتقات لا توجد هذه الكلمة هذه الكلمة أخذت من الفراء من بعض كتبه عندما قال في اسم الفاعلي والصفة المشبهة وبعض المشتقات الأخرى أنها من الفعل وهو يعني ما يقول نعم صحيح فإن التسلسل عند علماء الاشتقاق أن المصدر هو أصل المشتقات ولكن لا يشتق اسم الفاعل ولا الفعل المضارع إلا من الفعل الماضي أي بواسطة فلذلك ينبغي أن نجمع بين القولين ولذلك حقيقة إذا كان الشيخ عنده فليفدنا من هو الذي من علماء الكوفة سرح وقال بدء من معاذ الهراء وانزل الكساء ومن بعده من الذي قال منهم أن المصدر أن الفعل هو أصل وطبعا ابن الأنبالي تكلم في هذا لكن لم يفدنا من هو الذي قال هذه الكلمة شكرا على السؤال والتعقيب هل هو سؤال آخر الآن لشخص آخر؟ نعم السؤال للدكتورة جزا الله خيرا أفادتنا أفادها الله لكن دكتورة أنت واضح أنك قلت أنه الكتاب المقدس عندهم هذا هو كلام بشر يعني ليست هي التوراة وللإنجيل طيب لماذا تستصفينه بالكتاب المقدس؟ الدكتور نجم جزاك الله خيرا هل لك سلف في هذا المصطلح الاستبدال؟ الاستبدال هذا هل لك سلف في هذا عند اللغويين؟ وأنا أريد فقط أن أسأل الدكتور شعبان في قصة سيبويه في الكتاب أنه سيبويه لعم لم يعرف صيغة المبالغة كغيرها من المصطلحات الأخرى لكن حقيقة المتصفح للكتاب والمتمع في الكتاب يرى أنه ذكر صيغ المبالغة صيغة صيغة بل أتى بأكثر من ذلك حتى قال حتى أنه يسميها التكثير في المصدر مثلا قال إذا جئت على تفعال فهذا تكثير هو ربما يغير يقول مبالغة وأحيانا يقول تكثير وهذا أكثر عنده فكيف ماذا تقصد بالضبط يعني أنه مر عليها؟ شكرا جزيلا على هذه الأسئلة المتشعبة وهذه المداخلات المفيدة فعلا جدا ويبدو أن الأخ مطلع ومتابع وهذا ما نريد السائل يكون على على الطلاع دائم ويقرأ ويتابع وعندما تسأل سؤالا فأنت تبحث عن إجابة نعم ولذلك هو عندما سأل هذه الأسئلة أعتقد أنه يحتاج لإجابة سؤال يقول لما سميت هذا الكتاب بالكتاب المقدس مع أنه ليس مقدسا لديك السؤال أنت تريد الإجابة طويلة أو قصيرة هو يريد إجابة في نصف دقيقة لأن السؤال هذا للثاني الأول للأستاذة هذا لأنني جواب قصيرة وجواب طويلة أي واحد تريد أي ما تريد هل تريد السندويتش أم تريد البرگر الكبير لأن القصيرة أنا أخاف لأستطيع أن أجيب كامل لو كطويلة طائب إن شاء الله شكرا لماذا سموا بالكتاب المقدس وهو ليس من كلام عيسى وهو ليس من كلام رب كما عرفنا أن الكتاب المقدس يقسم إلى كسمين وفي اسم آخر كتاب المقدس بالإنجليزي هو بيبل يتكون من ستة وستين كتبا ستة وستين كتبا وفي هذه الكتب يقسم إلى كسمين الاهد القادم والأحد الجديد الاهد القادم سما بالأول تستمون والمشكلة لدينا الآن يعني هذا الكلام عهد القادم وعهد الجديد غيره مذكور في القرآن وإلا إنجيلا وطوراة طيب فالآن من كتب هذا من كتب هذا هو ليس من كتابة ليس من كلام الله بل هو من أيدي الإنسان طيب قسم جوسف فزمية جوسف فزمية أن هؤلاء هو نصراني قسم إلى ثلاثة تطور في تطور في في تحقيق كتاب لدى من أقوال إنسى عليه السلام وقال الأول أيام إنسى عليه السلام من واحد بيسي إلى ثلاثة وثلاثم إلى ثلاثة وثلاثم هذا مرحلة أولى مرحلة ثانية هو مرحلة أصحاب عيسى عليه السلام يعني بمعنى الهواريين من ثلاثة وثلاثم ثلاثة وثلاثم إلى يعني ميلادي إلى خمسة وستين ميلادي ومرحلة الثالثة هي من ستة خمسة وثلاثم إلى خمسة وثلاثم ميلادي طيب فهذا المرحلة الثالثة هي مرحلة 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 ما معنى مرحلة مرحلة الذي يغير كلام أقوال أصحاب إيسى عليه السلام أي من هذه التطور فهمنا أن كتاب المقدس حقيقة هو ليس الكتاب المقدس لماذا؟ لأن الكلمة المقدس هو لازم من من كلام من كلام من كلام الإله كما الكرآن من الكريم وأما هذا الكتاب هو بأيدي الناس أنا من بحسي أنا وجدت أن بعد الأنمات بعد المعلومات التي تريد في كتاب المقدس أو في بيبل هذا من كلام من المعلومات في القرآن على سبيل المثال عن القونيات عن القونيات مثلا في القرآن يقول أن القون يعني قلق الله سبحانه وتعالى قلق القون في سبعة أيام وفي أيام خامس مثلا في أيام خامس ماذا؟ في ضو في الشمس أيام السادس في نبات هذا في القرآن هذا مثال لكن في جانسيس في سفر التكوين مكتوب قلق نبات أولا فيما بعد الضو فكيف يوجد الضو يد النبأ بدون الضو لماذا؟ هذا الدليل من كل من القرآن وهذا كلام إنسان يعني في الناس يخترق فيها ويكتب سريا بدون بدون إعلان أن أخذ نحن أخذنا من القرآن أو نأخذنا من منقوشة سابقا قبل عيسى أو قبل موسى عليه السلام هذا هذا مثال أول مثال ثاني من كسة طوفان لو أنت عرفتم وسمعتم عن ملحمة القامش في طابلت 11 في طابلت 11 في ملحمة القامش نفس الشيء منقول مكتوب كما في الطورة كما في في الطورة عن طوفان على سبيل الميسال يعني في أيام هناك كسة إنما النوح عليه السلام يعني يحرر الطيور من السفينة إنما يعني هؤلاء لا يستطيع يتنفس جيدا ويتضرب بعض من بعض ويفتح نوافذ ويحرر الطيور نفس القصة توجد في الطورة أي بمعنى هم يأخذ معلومات من النقوش السابقة قبل موسى عليه السلام متى يعيش موسى حسب الكتب المقدس يعني حسب المعلومات يعني هم قالوا موسى في الفا بيسي يعني الفا قبل الميلاد وكتب ملحمة القلقامش هو حول أربعة الف قبل الميلاد أي بمعنى سلاسة سلاسة الاف سلاسة الاف قبل موسى عليه السلام هناك في كصة آخر مكتب في في المنقوش هذا مكتب في المنقوش فعلينا وأنا أدعو إلى الناس يعني إلى المسلمين مسلم world يعني دولة الإسلامية نرجع إلى ما قبل البعث رسول الله نعمل بحوث لأن علينا يعني نحن تركنا تركنا هذا ونعطي فرصة كبيرة للغير المسلمين والدول غير المسلمين يعمل ويكتشف ويعمل بحوث في الدولة الإسلامية مثل العراق سودان مصر سيريا يمن عمان سعودي هؤلاء بأيدي المستشركين وأيدي الغربيين وأيدي المسلمين وأيدي المسلمين هم ينامون يحب السلطة هؤلاء الذين يجعون يتعلمهم هؤلاء المسلمون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لا أستاذ لا أستاذ في الموقف تحمر موسيقى موسيقى شيء آخر مهم يا أستاذ حتى يعني في كوة موسيقى كوة موسيقى يعني موسيقى 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 أين أين موسيقى 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 هل لك رد أو تعقب على ما رضى بالأخ الحمد لله شكرا على أستاذ الفاضل على هذه الملاحظات لكن نريدها مختصرة وليست مطولة الآن إذن فما يتعلق بهذه المشتقات والمراد من قولي أن القدامى لم يعنولوا لها لم يبوّبوا لها ورأيتك كيف كان التقديم المسرعا ذكرت هنا وفي ذلك يقول صيبويه وأجروا اسم الفائل إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر ما جراه إذا كان على بناء فاعل إذن فصيبوه تحدث عن هذا لكن أن يبوّب ويأنونا إذن فهذا جاء من المحدثين وشكرا على تعليقكم وملاحظاتكم وجزاكم الله خير قمر قمر الذي سمي بنجم السؤال السلف في الاستعمال الاستبدال في مستلاة استبدال هذا أول من جاء بهذا المستلاة في 1980 هو جبودران الغربي هو الاستاذ في جام في المسلمين الآن تمام حسن من الذين يستعملون ذلك هل من التعقيم من الأخوة الحضورة أو متداخل أو سؤال هل من متداخلين أو سائلين أو معقبين الأخوات لم نسمع صوتا للأخوات يا أهل أهل المغرب العربي يا أهل المغرب العربي هل لكنا من سؤال أو تداخلين أو مشاركة أو تعقيب يا أخوة الجلوس الحضور يا دكتور عبدالوهاب دكتور عبدالحليم هل لهم تعقيب مداخلة أخير أنك سؤال أو مداخلة لا إذن نصل إلى ختام هذه الجلسة المباركة وهذا التطياف والتقواف والسياحة العلمية الفكرية بين اللغة والأدب والأدياني مع الدكتور صالحة مع الأستاذ الشيخ الشاب شعبان ومع قمر الدين وهكذا نصل بكم إلى ختام هذه الجلسة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعل ذلك في مدان حسناتها هؤلاء وأن يجمعنا عنده فعليين كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك وفي ختام هذه الجلسة لا يسعنا إلا أن نشكر كل الحضور بدءا بالمقدمين وانتهاءا بالإخوة الحضور والآن أعتقد هناك تقديم الهدايا التفكارية والشهادات أخبر الحليم أين الدكتور فهمي أو دكتور فهام رئيس المؤتمر دكتور فهام غالب تفضل مشكورا لتقديم الهدايا التذكارية للإخوة المتداخلين أصحاب الورقات العلمية وصاحب القنباري والفوتو جاهز صاحب التصوير دكتور صالحة تفضلي مشكورة مجورة وكلاهما من نفس القسم القسم اللغات العربية نعم والشاب الشيخ إبراهيم شعبان تفضل أنت خادم اللغة العربية ما شاء الله تفضل وأخيرا وليس آخرا نعم إن شاء الله وأخيرا وليس آخرا الشيخ الشاب قمار الدين تفضل مسعود قمار الدين وأيضا يعني أصر الإخوة المجتمعون والمنظمون على أن يهدوني فأهدي نفسي شكرا يا دكتور فيها قبل أن نطرف هناك إعلان ترفيهي إعلان ترفيهي حول رحلة سياحية نرجو منكم التسجيل لمن أراد أن يشارك في الرحلة السياحية إلى بوترجايا غدا بعد نهاية الحفل الختامي هناك رحلة سياحية إلى بوترجايا غدا بعد نهاية الحفل الختامي ومن أراد أن يسجل فيسجل الآن عند الدكتور عبد الحليم ومن قد سجل فليستعد لديها بغدا إن شاء الله شكرا جزيلا باسمكم جميعا وباسم اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر نشكركم على هذا الحضور ونهنئ المقدمين على هذه الأوراق العلمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا 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 شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 في القناة هذه المقالة بمنظورات متعددة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في سورة البقناة في القناة في القناة اشتركوا في القناة السياق اشتركوا في القناة طيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في جمال او الناس فبظهور السياق سيكون النس اكثر دقيقا واضحا وممكن ان نفهم من الامسلات الادى اولا هذا الكتاب عنوانه مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب وثانيا هذا الكتاب لا ريب فيه وثالثا إِنَّ صَلَا تَكَانَتْ عَلِ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وُرُدْ كَلِمَةْ كِتَاب في سياقات مُخْتَلِفَةً وَتَأْتِي لِمَعَانٍ مُخْتَلِفَةً ففي جملة الأولى كلمة كتاب هنا دلت على اسم الكتاب وَأَمَّا لِجُمْلَةِ ثَانِيَةً كلمة كتاب دلت على القرآن الكريم وثالثا كلمة كتاب دل على فرضية الصلاة لذلك لا يستطيع المخاطب أو المتلقي أن يفهم الناس دون رجوع إلى سياق الكلام أو سياق الناس لأن لكل كلمة تختلف معنها وتوظيفاتها حسب موضعها وَأَمَلَةِ الْإِسْتِجَابَةً إلى المخاطب أثارا بيوجود السياق الذي يوضح معنى الكلام طيب الخطاب اختصارا نفهم الخطاب إصطلاحا مقطع كلامي يحمل المعلومات يريد المرسل أي أنقالها إلى المرسل إليه فلل الخطاب عناصر الأساسية أولا الكلام أي كل كلام سواء كان نصاً مكتوباً أو منطوقاً وثانيا صاحب الكلام أي المخاطب أو المرسل ثالثا الكلام الموجه أي التحركات الكلامية بمعنى سبور وسل الكلام رابعان متلق متلق الكلام أي المخاطب أو المرسل إليه وخامساً الإفهم بمعنى مادة الخطاب واخيراً التهيّ يعني حالة مخاطب في إدراك الكلام فلكل شخص له دوران خاصاً ليكمل عملية التواصلية إذا كان المخاطب لم يكون واعين أو دون قصد لفهم الكلام فلا يكون خطاباً جيداً لذا الخطاب الجيد من مخاطب محدد إلى مخاطب محدد في سياق محدد ننتقي إلى الخطاب الواسطي يتميز الخطاب الواسطي بناأن على الناس القرآني بالحفاظ على إطار العلاقة الاجتماعية نفهم الخطاب الواسطي هي خطاب اجتماعي يرتبط بالمجتمع في توحيد إفراده إلى مخاطب الواسطي وثانياً عندما نقول لجميع الناس يكون إيجابياً أو سلبياً نستمر إلى الأثر الإيجابي نعم ذكر في سورة البقرة الأيس 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَادًا عَلَى النَّاسِ إذن كيف يكون الشخص شاهدًا لَبُدَّ أَنْ يَمْتَلِقْ أو لازم معه سفات العدل والعدل والعدل وَالْعَدِلْ عَلَيْهِ أَنْ يُرَعِيْ أَوْ يُوَازِنْ كُلَّ شَيْءٍ وَيُعْتِهِ شَيْءٌ حَقَّهُ وَبِنَعًا عَلَى ذَلِكَ سَيُعَدِّي إِلَى تَطْبِيقِ مَفْهُمُ التَّوَحُّدِ الْأُمَّةِ وَلِأَنَّا الْآيَةَ عَنِ الْوَسَطِيَّةِ قَدْ وَضَعَتْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي صَفْحَةِ الَّتِي تَحَدَّثَتْ عَنْ تَحَوْلِ قِبْلَةِ فَتَحَوْلِ قِبْلَةِ مِنَ بِيْتِ مَقْدِسِ إِلَى كَعْبَةَ الْمُشَرَّفَةِ إِذَا هَذَا الدَّلِيلَ أنَّ الْإِسْلَامِ يَحِثُ وَيَهْتَمُ عَنْ تَوَحُّدِ الْأُمَّةِ وَنَتَقِي إِلَى الْآثَارِ الْسَلْبِينَ ماذا سيحدث إذا كان الشخص يفهم الخطاب الوسطي بطريقة غير صحيحة؟ سيظهر الفراق الكثيرة التي تدعو إلى النفس الغاية أي توحيد الأمة الإسلامية ولكن بعضهم يفهمون أن الوسطية هي اعتدال بين شيئين كما وسط الساخن والبارد فهناك أيضا الفهم الأسوأ من ذلك أنهم يفهمون الوسطية هي التسامه هل من المعقول أن نتسامه مع الآخرين في قضية العقيدة أو العبادة؟ طبعا لا وبذلك هذه الفراق بسؤل فهم عن الوسطية ستؤدي إلى افتراق الامة الإسلامية والخلاصة من ذلك علينا أن نحتم بكل عناصر اللغوية والنصية الموجودة في الكلام أو الناس أو الجمل حتى نستطيع أن نفهم الخطاب حتى نستطيع أن نفهم الخطاب أو الرسالة أو المعلومات في تلك الكلام في ذلك الكلام فأعتقد هذا فقط مني وأقول ما سمعتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لأستاذ محمد نجمي بن عزمان فأنت نجم بجانب النجم في مكان مرتفع ولك عزيمة قوية هناك بيت يقول بمناسبة أنك هذه أول مرة تشارك مقدم هناك بيت يقول أعتقد لأحمد شوقي وما قزفات العز إلا لماجد إذا هم جل عزمه كل غاسقين هذا البيت له العز والعزيمة والنجم والقزفات العالية وهذا البيت ينطبق عليك شكرا جزيلا للأخ محمد نجمي بن عزيمان الآن ننتقل للورقة الثانية بعنوان المصطلحات المستخدمة المستخدمة في القاموس الإلكتروني الإسلامي للمصطلحات مالية وبنكية واقتصادية لثلاث اللغات من منظور التطور الدلالي أستاذ المشارك الدكتور حانفي دولة خليل حسني وأيضا هناك الشخص الآخر الدكتور ناصر يوسف هل موجود؟ ناصر حسني ناصر يوسف إذن ننتقل إلى الورقة الثالثة حتى نضيع الوقت ننتقل إلى الورقة الثالثة عناصر الوسطية اللازمة في بناء الحطارة الإنسانية أستاذ المشارك الدكتور محمد الباقر والأستاذ أسوى حسنة أستاذ أستاذ أسوى حسنة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابي أجمعين ومن تبيعهم بإحسان الله يوم الدين أما بعد قبل كل شيء أقول شكرا جزيلا لحيات الأساتذة الكرام وخصوصا لأستاذ عبد الباقر على هذه الفرصة الغالية على هذا التقديم الأول في المؤتمر مباشرة موضوع الأناصر الوسطية اللازمة في بناء الحضارة الإنسانية قبل نبحث الأناصر نبدأ أولا من مفهوم الحضارة الوطن الحضارة الوطن الحضر خلاف البدوي والإقامة في الحضر الإقامة في الحضر بمعنى وجود أثر الإقامة وهي أن يشير إلى حضور أثر الإنسان في مكان من الأماكن المسكونة على وجه الأرض وهي نوع من التغيرات والمحاولات الإيجابية قامت بها المجتمعات لترقية حياتهم الإنسانية ثم الحضارة استلاحاً ما هي؟ هي جهود بشرية في شتى الميادين وجعلها شاملة ومحيطة بكثير من جوانب الحياة تتناول قدرات الإنسان الأقلية والنفسية والعملية المتجهة نهو الرقي والتقدم في جميع مجالات الحياة بمعنى أن مجال التقدم والرقي يدور حول المجتمع كله في شتى الميادين ومن معانيها أن الحضارة هي وجود الرقي وتمدن معنوياً وحسياً لماذا؟ لأن كلاهما يبرز التقدم الفكري والمادي للمجتمع ولماذا تكون هذا البحث من الحضارة الإنسانية؟ أن المقصود من أنواع الحضارة الإنسانية هي الحضارة الشعبية ترتكز على نوعية الثقافات التي يمتلكها الشعب من الشعوب في العالم ويبرز فيها بصمات ذلك الشعب وتأثير أفراده في منتجاتهم الثقافية والاجتماعية أو ما يسمى المورثات الشعبية أو القومية ثم ننتقل إلى تعريف الوسطية للوطن ما الوسطية للوطن؟ العدل والعدل هو التوازل والإقتدال وما التوازل والإقتدال هو التوسط والتعادل بين طرفين متقابلين أو متضاددين بمعنى لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه والتعريف وسطية إصطلاحاً هي الخصائص العامة لهذه الأمة إذن الوسطية هي إحدى المعالم الأساسية التي ميزها الله بها أمه محمد صلى الله عليه وسلم كما أشارة تعريف شيخ القردوي هي خصائص الإسلام البارزة كالتوازل والإقتدال وهناك نصوص أدل على غصائص الإسلام البارزة أولاً كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون إذن من هذه الآية نرى أن القيام البارزة أو العرضة من هذه الآية هي القيام الخيرية وثانياً إِنَّ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَاءِ دِلْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَوْ يَعِذُكُمْ لَعَنْ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ ومن هذه الآية نرى أن القيام البارزة منها هي قيام العدل إذن أن تكون أمة مسلم أن تأتي الإسلام بالعدل ثم ثالثاً وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ هذه الآية تبرز لنا أن رفع الحرَج المؤدي إلى التأسير وهذه أيضاً من معالم الوسطية رفع الحرَج المؤدي إلى التأسير ثم هنا مميزات الوسطية المبنية على الخصائص البارزة ما هي كما أشار إليها يوسف القردوي أن مميزات الوسطية ينبغي أن تتبنى بها أولاً العدل ثم ثانياً الإستقامة ودليل الخيرية والوسطية أيضاً تمثل الأمان والبعد عن الخطر ثم دليل القوة وأيضاً مركز الوحدة ما العلاقة بين الحضارة والوسطية؟ الحضارة تقوم بها حركات إنسانية وأيضاً في تطبيق الوسطية نطبيق بحركات إنسانية ثم الحضارة تأتي بوجود الآثار ذات قيام الحضارة وأيضاً عندما نقوم بالوسطية في تطبيق حياتنا ثم أيضاً نطبي وجود الآثار القيام أو نصل إلى رقي الأمة وفي حركات أو في تعامل بين حركات إنسانية وللوصول إلى وجود الآثار فيها نطبيق الفقرة الوسطية أو المنهج الوسطي وهذا هي الأناصر اللازمة بعد تحليل عن الحضارة وتحليل عن الوسطية ثم نأتي بالأناصر اللازمة في بناء الحضارة ما هي أولاً التمسك بالعدالة الشاملة إذن أن تكون الحضارة شاملة بالعدل شاملة أي شاملة لجميع الناس سواء مسلمان أو غير مسلمين هكذا وثانياً التمسك بالسياسة الشورى في العلاقات الاجتماعية وإدارة الشعب ثم الإستقامة إذن لنصل إلى الحضارة أي إلى التمدن أو إلى الرقي الحقيقي علينا أن نكون بالإستقامة وأخيراً الإقتزاز بالحرية الإنسانية لماذا؟ لأن الحرية الدالة على الصلاة تعني عدم التكلف للشعب والخلاصة من بحثنا اليوم من بحث إذا طبقنا الأناصر المذكورة في بناء الحضارة فسوف تتحول حالة الأمة متصفة بالقيام الإسلامية أن نقيا في كل جوانب الحياة العملية والمعنوية كما رأينا السورة أن الإنسان التوازن لا تتطرق تبت عن الهولو وأن التطرق التوازن في الوسط وأن تكون تحليل لمشكلة الأمة حتى تحصل إلى الحضارة الحقيقي أو إلى التمدن والرقي للأمة شكراً جزيلاً على حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً للأخت أو الأستاذة أسوة حسنة نوان البحث نوان الناصر الوسطية اللازمة في بناء الحضارة الإنسانية فأنت أسوة حسنة في بناء الحضارة الإنسانية يمكن نغير في الموضوع ونجعلك أسوة حسنة في بناء الحضارة الإنسانية وذكرت أن هناك العدل والاستقامة والخير والأمر بالمعروف هذه الأشياء يجب أن تكون من أهم المعايير في بناء الحضارة الإنسانية وهناك أذكرك أيضاً ببيت من الشعر أمرت بمعروف وأنكرت منكراً وذلك حكم في رقاب الخلائقي الأمر بالمعروف والنهي المنكر البناء الحضارة الإنسانية يجب أن يكون هناك أمر بالمعروف ونهي المنكر لجانب ذلك هي ذكرت أشياء كثيرة العدل والاستقامة والخير وما إلى ذلك وشكراً جزيلاً ونتمنى أن تكون أيضاً أسوة حسنة لنا جميعاً وأيضاً للقباب حتى يشاركون في المؤتمرات القادمة إن شاء الله الآن نأتي للورقة الثالثة السياق القرآني وأثره في الكشف عن معنى الوسطية دراسة تحليلية للأستاذ ناصر إسماعيل وتتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً أولاً أشكراً معنى الوسطية دراسة تحليلية هذا البحث لغتاً لغتاً قال إبن فارس شكراً لغتاً أشهاد أشكراً لغتاً أشكراً لغتاً لغتا Brown Total نهوية واما السياق غير لغوي او نقول بسياق الحال او السياق الاجتماعي ويدخل في إطاره كل عناصر لغوية يتكون من عناصر الشخصية المتكلم والسامع وأيضا من أنصر العوام الاجتماعية والزواهر لغوية وكذلك unsur أهدا في الناس من مشتاركين والمستفيدين منه ما هي أهمية السياق أولا السياق يأتي أهمية في بيان المجملات ما معنا بالمجملات المجملات يعني الغمود في الناس يأتي السياق في تبيين المجملات فمثلا في سورة الفاتحة ما معنى المستقيم هنا هل المستقيم يعني بمعنى حرفي أي غير متعريح لو أمعنى النظر في الآية لا هيقه ما هي إذنى سراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم هنا الأية بعدها تأتي لرفعن غمود بما سابقه كيسانيان ترجح بين الإحتمالات يعني ممكن في القرآن في إحتمالات بين آياتين فمثلا على الأرائك ينظرون هنا ينظرون قيلة معنى هو ينظرون في ملكهم وما أعطهم الله وقيلة معنى هو أن ينظرون إلى الله عز وجل وَهَزَ مُقَبِلَهُ لِمَا وَسِفَ بِهِ أُولَئِكَ الْفُجَّنْ فِي كَلَّا إِنَّهُمْ الْرَبِّهِمْ يَوْمَ إِذِينَ لَمَحْجُوبُونَ هنا يبدو أن ابن كاسر نظر إلى سياق الكلام في سابقه تصحيحا لهذا تفسير حيث إن الآية تحمل على معنى لَكِنَهُ رَجَهَ أَهْدُمَا بِإِتِبَارِ السياق والثالثاً الكشف عن المشكل يعني قد يسمى معنى مشكل بمشترك لفزي أعطيكم مثلاً كلمة قطعا أحياناً نستخدم كلمة قطعاً لقطعاً حبل أي معنى فصلا أو نستخدم كلمة قطعاً لقطعاً رحيم أي لم يصل سلط رحيم أو نستخدم كلمة قطعاً 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 حدث لم يكمل كلمه فنستخدم كلمة قطعاً اختلف معنى حسب السياق كلمة قطعاً ما أسار السياق في معنى في فهم معنى النس أولا أخلص ثلاثاً منها الوسول إلى معنى قطعاً لنس ثلاثاً يمنع من التأويل غير مؤتي للنس والثالثاً يفهم النس ولو في حالي غيب قرينة مثلاً في موسى وإسا لا تجد قرينة في آخر آخر الكلمة فبسياً يفهم النس ولو يجد قرينة فيه كلمة قطعاً النس الوسطية هناك قصير من المؤلفات و بحوث تتحدث عن الوسطية سوف أراكيس على أساس أمه أولاً النسوس القرآنية النتقى عن معنى الوسطية تنكسي إلى مجموعاتين أولاً فيه الأنفذ مشتقه من واسنطا و هي خمس مرت كل هذه الآية وردأ فيه كلمة منها وساطا ولكن بأشكل مختلفة أولاً وساطاً وسالسان وسطاً وسالسان ورابعان وسطهم وآخيراً فوسطنا في من المجموعات الثانية تأتي بألفظ أخرى تشير إلى معنى وسطية كسير منها أولاً مسألة هنا التواصد بمعنى الإتدان في الإنفاق وَلَا تَجْعَنْ لَدَكَ مَغْلُولَةً في أُنُكِكَ وَلَا تَبْسُدْهَا كُلَّ الْبَسْتِ فَتَقُّنَ مَلُومَ مَحْسُرَ في سُرَةِ الْإِسْرَ وَمُمْكِنْ تَعْتِي التواصد في قراءة الليل بين الجهة والسير وَلَا تَجْعَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَفِقِ الْأَخِرِي وَمِنْ هَذِهِ النُّسُسُ فَمَهِيَا النَّاسِ النَّاتِقِ بِالْوَسَتِيَةِ النَّاسِ النَّاتِقِ بِالْوَسَتِيَةِ في القرآن الكريم هو نَسُّ وَهِيُّ وَهُوَا وَكَذَا لِكَجَعَنَّكُمْ أُمَّةً وَسَطَى لماذا أقول هذه الآية لأن هذه الآية تَصِفُ عَلَى الْأُمَّةِ بِالْأَنَّهَا أُمَّةِ وَسَطَ سَرِيحَنِ سَأْتِي بِتَحْلِيلِهُ سَأْتِي بِتَحْلِيلِهُ أَوَلًا قَبْلَ هَذِهِ الْأَيَةِ إِسْتَدَعَيْ هَذِهِ الْأَيَةِ سَأْتِي بِأَيَةِ رَقَمْ مِعَا وَإِسْلِيهُ وَأَرْبَعِينَ سَأْتِي بِالْسُفَهَا وَمُجَتِي بِالْرَسُولِ فِي هَذَا التَّنَبُّ نُلَحِذْ أَنَا السِّنْ تُفِيد مَعْنَا إِسْتِمْرَالُ وَقُوعُ هَذَا النَّوْء مِنَ الْحَدَثِ في مُمَرَسَةِ الْإِتِكَافِ الْإِجْتِبَعِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثانياً السُفَهَا السُفَهَا هنا جامع دي سفا من هم السفاة هنا السفاة هم الدعفاء الْعُقُل والجُهَلاء وَأَسْلُ السفاة لِدِلَانَ عَلَى الْخِفَّةَ عَمَّةِ وَلَمْ يُخَسِسْ فِي الْغَلِبِ بِتَوَاِفْ مُعَيَّنَةِ كَالْيَهُدْ المُشْرِكِينَ أو مُنَافِقِينَ وَأَمَّا طَائِفَةَ دُّ سُفَهَاهُمُ الَّذِي أَهْدَاهُمُ اللَّهِ بِهِدَايَةِ الْسُرَاتِهِ الْمُسْتَقِيمِ وَاسْتَمَرَتِ الْآيَةِ بعدها بِالرَّابِطَ الْشَارِيَةِ وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ هُوَ إِسِمُ مُرَكَّبُ فِيْكَافِ التَشْبِحِ وَإِسِمُ الْإِشَارَةِ فَالتَشْبِحُنَا فَالتَشْبِحُنَا وَلَهَا قِبْلَتَهَا الْخَاسِ وَشَخْسِيَتِهَا الْخَاسَةِ فَتُقِيمُ الْعَدِلْ وَالْقِصْبِ بَيْنَ النَّاسِ جَمِعًا وَهَذَا يَتَحَقَّقُ بعدَ تَوَفَرْتِ هَذِهِ شُرُطْ فِيهَا فَتَكُونُ الْأُمَّةُ الْوَسَيْتِ شَهِدًا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ أَمَّا بَعْدَهَا جَعَلَكُمْ لماذا استخدم الله kalimat جَعَلَ وَلَيْسَ خَلَقَةً مَالْفَرْقِ بين جَعَلَ وَخَلَقَةً خَلَقَةً مُكْتَسٍ بِالْإِنْشَاءَ التَّكْوِينِ وَأَمَّا جَعَلَ هو تَصْيِرُ الشيء أو نَقَلَهُ مِنْ مَكَن إلى مَكَن وَمِنْ هَذَا الْفَرْقِ يُثْبِتُ لَنَا أَنَا الْجَعَلْ فِي هَذَا السِّيَقْ يَحْمِلُ مَعْنَا تَصْيِيرُ لِأَنَّ اللَّهِ اِخْتَارَ وَبِنَ النَّاسِ جَمِعَا أُمَّةِ الْإِسْلَامِ لِتَكُنُوا أُمَّةً وَسَطَةً يُمْكِنْ أَنَّا استَقْرَأْ مِنْهَا أَنَا الْأُمَّةِ الْوَسَطِ هِى تِلْكَ أُمَّةَ الَّتِي أَهْدَاهَ اللَّهُ عَزَوَجَلَ إِلَا إِنْتِقَالِ مِنْ سِرَةٍ إِلَا سِرَةٍ أَخَرٍ مِنْ أَجْلِ مُحَافَظَةً عَلَا إِتْيزَان وَالتَّوَزُونِ وَالتَّعَدُلْ وَالبَعِيْتْ مِنَ الْإِفْرَأْ وَالتَّفْرِيدِ وَفِي خُلَاسَةً أريد أن أقول الوسطية هي من مستلحات الدلاء على حالية الكونية في القدرة على محافظة الإتزان والتعادل والتحكم على الأطراف المحيطة بسياق الناس أو الكلام وهذه الحالة الجامعة لابدّ أن تنعكس في شخصية الأمة الإسلام متمثلة في السلوء السوي والتصرف المتميزة بالمحمودات التي وعدنا بنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا فقط مني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا للأخت ناصرة إسماعيل الآن نعود مرة ثانية للبحث المتروك المصطلحات المستخدمة في القاموس الإلكتروني الإسلامي هل حضر شخص من المصطلحات المستخدمة في القاموس الإلكتروني الإسلامي لمصطلحات مالية وبنكية واقتصادية بثلاثة لغات موجود؟ ما أعتقد لم يحضر لا استمد خصص في البنوك طيب إذا لم يحضر نكتفي بهذه واستمعنا قبل ذلك إلى دراسات عن الوسطية قبل ذلك في الجلسات السابقة وايضا استمعنا في هذه الجلسة إلى مجموعة من الدراسات عن الوسطية ورغم هذه الدراسات المقدمة هناك تساؤلات واختراحات من أجل تحسين وتعزيز هذه الدراسات فلا يخلو أي دراسة من علّة أو ضعف نأتي له الآن مرحلة الأسئلة وإذا كان هناك أسئلة أو إذا كانت هناك أي تعقبات أو ملاحظات تصب في تعزيز أو تحسين هذه الدراسات فالآن نفتح باب هذه الأسئلة باب الأسئلة للمقدمين فهل هناك ممكن تفضل السلام عليكم صاحب الأوراق كيف يسأل فقد أريد أن أكمل التوضيح فيما يتعلق بالورقة قبل هذا والججابة على السؤال الأخ كامارا أولا عن فلسفة الوسطية الأخ تسأل هل هناك طابع فطري في وسطية الإسلامية من أين نفعم على أن الوسطية الإسلامية تتميز بالفطرية ليس بالمجرد الممارسة والتمرين كما قدمت الأخت وميز بين فلسفة الوسطية الإسلامية وفلسفة اليونانية وهذا المعنى واضح من خلال الآية قبل قليل من خلال السياق عندما صرها الله سبحانه وتعالى بالتعبير وجعلنا جعل فجعل هل نحن جعلنا أنفسنا أم الله خلقنا الله خلقنا وهو الذي جعلنا سما قضية السياق أيضا ممكن نفهم عن السياق لماذا عبر الله سبحانه وتعالى بالنصبي وبالتذكير وكذلك جعلناكم أمة وسطا وسطا ليس وسطا وسطا تن أم وسطا وسطية ليس هكذا ولكن وسطا طيب هذا السياق يوحي بشيء يعني الآن لو قلنا صفة ليس صفة للأمة أم لمن ليس نعتا هنا على العرب ليس نعتا طيب لو كان حال فهذا حال حال عن من عن أي شيء حال أو عن المص الحال للمفعول به أم حال للضمير وكذلك للأمة أم كم وكذلك جعلناكم كم هلكم تشير إلى الأمة الإسلامية تشير إلى جيل الأول أم إلى كل الأجيال الإسلامية كل فهنا التساؤلات فهنا التساؤلات فكيف نحدد السياق هنا فإنما نذهب إلى الخطاب وحتى إلى تعريف النص ما هو معنى النص النص كوينت في وقت محدد وفي مكان محدد ولكن نص القرآن باقي إلى يوم القيامة فهنا من نقول الأطروحات التي تتطلب منا كأمة أن نتدارس القرآن مدارسة مستمرة والقرآن من وجه العجاز عبر بالماضي وكذلك جعلناكم لم يقول ليس بالمضارع الآية يجب بذلك إلى يوم القيامة ونعم لأن القرآن قبل ذلك وسيقول سوفها الآن سوف هذا يستمر إلى يوم القيامة ولكن الآية بعد ذلك ونجعلناكم فهكذا يعني القضية ما زالت مطروحة على كاتفنا أن نواجهها ونستوعبها حتى نفهم طبيعتنا وصحصيتنا ثم نتمثل تمثلاً إسلامياً إن شاء الله وبالله تافيق والسلام عليكم حقيقة ما شاء الله مثلة أبدعوا فيما كتبوا تمنينا فقط أن يعاد الترتيب يعني لخت أسوى يكون بحثها الأول حتى نفهم التعريف ثم يكون الأخ محمد ثم تأتي ما شاء الله لخت يعني فتأتي بالهرم وهو السياع جزائي الله خير الله المنظيم يغفلوا عن هذا لكن أحسنتم ما شاء الله هذه المنظومة التي ذكرت اليوم ذهلتني ما شاء الله حقيقة بحث يتكلم في مختنق تعانيه الأمة اليوم مختنق الفكر كما ذكر الأستاذ محمد يعني عندما يأتي أحدهم فيفسر النص القرآن يقتلوهم حيث تقفتموه يعزلوها عن سياقها ثم يقول والله قال الفقهاء العبرة بعموم اللفظ اللفظ لا بخصوص السبب نعم قال الفقهاء ذلك لكن أين أنت من ذاك العلم ولذلك حقيقة المشكلة أحس بها العلماء من قبل ثلاثة قرون من قبل ثلاثة قرون أحس بها العلماء فألفوا مؤلفات المطلع على هذه المؤلفات كالشروح والحواشي يتنبه إلى أن المعاناة الحقيقية هي في مسألتين كانت كانت في مسألة الفهم للأستاذ باتت اليوم مشكلة أخرى مشكلة الإفهام فألف الأمير الكبير المصري رحمه الله المالك كتاب اسمه ثمر الثمام في شرح الفهم والإفهام رسالة صغيرة بالله قمين أن تقرأ موجودة على ثمر الثمام في الفهم والإفهام انظرك فتكلم في السياق وبين أهمية السياق حقيقة أنا كتبت بعض المعلومات ولكن قال الأول نحن قوم لا توسط بيننا لنا الصدر دون العالمين والقبر هاولا من العرب الخلق العربية دائما يعني ينأون عن هذا لكن قال الفراء في كتابه مع القرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا وأنتم حمتم حول هذا المعنى وذكرتموه جزاكم الله خيرا والدكتور كما ذكرت الأخت أسوأ الشيخ القرضاوي لما تكلم في المميزات التي ذكرها والله يعني لا يكون العدل إلا بالقوة لا يكون العدل إلا بالإنصاف لا يكون العدل إلا بكذا هذه الثمانية التي ذكرتها فحقيقة أجدتم وينبغي ينبغي حقيقة أن تجمع هذه الأبحاث الثلاثة وتكون ككتيب يعني يبين الفهم الفهم الحقيقي للسياقات ليس كما اليوم يفعل بعض الناس يكتبون في أبحاثهم السياق السياق يعني يعزلونه يعزلونه عن لماذا نحن نتكلم العربية يا قوم لماذا حتى نفهم عندما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى يعني يقشعر لها قلبك فتقول سبحان ربي الأعلى تعلم أنت تنزه أنت تنزه الله والله سبحانه وتعالى قال وكذلك جعلناكم فجعل هنا بمعنى خلقة لا شك في ذلك يا أختي أنها بمعنى خلقة كما قال المريسي وعبد العزيز عبد العزيز الكناني عندما يخاطب المريسي الذي قال بخلق القرآن قال كيف تقول خلقة قال أقول أن أينما وردت خلقة في القرآن فهي بمعنى الخلق فقال له عبد العزيز أو تشهد على ذلك قال لا قال طيب الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ففرق بين الخلق والجعل فإذا كان الكلام لا يحتمل التأويل أتى بخلقة أما إذا كان الكلام يحتمل فيه المعنى جاء بي جعلناكم هنا لأنها كأنها فطرية وأحيانا تكون مكتسبة كما ذكر الدكتور فجزاكم الله خيرا وأسأل الله عز وجل أن يوفق الناس الذين حضروا لهذا المؤتمر والذين أسهموا فيه والدكتور جزاه الله خيرا يعني أمتعنا بهذه الأبيئات التي تمدح بها المشاركين فجزاكم الله خيرا جميعا السلام عليكم شكرا جزيلا الآن نفتح أيضا هناك سؤال أم تعقيب أو ملاحظات من أجل تحسين أو تعزيز هذه الدراسة هذه الدراسة الوسطة هناك مصالحات جديدة الأسلمة والوسطية هناك مصالحات جديدة ظهرتها حاليا وتحتاج إلى الدراسة وهذه الدراسات مفتوحة حتى الآن ولم أعتقد هناك لم يتناولوها كثيرا من الناس نعم فنتمنى مثل هذه الدراسات تكون جليئة وواضحة حتى هناك ماذا نقول فهم عدم وضع في الفهم أو إلى آخره ارتباس أو تشويش في الفهم فنتمنى من هذه الدراسات أن تكون جميلة جدا هذه الدراسات هل هناك أسئلة و اوكي تفضل كما الآن لا أمامنا وقت يعني فقط ثلاثة وهناك متسع من الوقت طيب إن شاء الله أولا أشكر الرئيس الجلسة الأستاذ وكما هو اشتق اسم كل باهث أو مقدم من بيت فناها أيضا نقول كما اسمه عبد الحليم صالح يقول إذا نحن أثنين عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني نسأل الله أن يافظه ويبارك في عمره وطبعا أستاذ باكر الأستاذ مصبكم الأستاذ رجب الأستاذ رجب وقرم نفس ما ذكرته في القاءة الأخرى وهي أن تجبع هذه المقالات المتعلقة بالوسطية في كتاب معين ونحن لا شك نعرف أن مطبعة تجديد في الجامعة ستحتفي بهذه الأعمال وستجعلها إن شاء الله في كتاب معين يخرج للناس لتستفيد منه الأمة إذن فكي لا يبقى الباهثون كذا دون السؤال فأنا أقول كما أنكم تحدثت عن الصياق وتحدثت عن الخطاب الوسط وغير ذلك فأريد سؤالا واقعيا الآن فأصرنا هذا هل هذه الأمة الأمة الوسطية هذه الأمة الأمة المحمدية في هذا الأصل هل هي الآن وسطية هذا السؤال لماذا السؤال لثلاثة نعم هل الأمة الآن وسطية إذا كانت وسطية فكيف أما إذا لم تكن وسطية فما هي الحلول حتى تكون هذه الأمة وسطية وهذا تعود إليها وحداتها وقواتها ومركزياتها وكذا بكل اختصار في عدة السطور الأمة وسطية أمن أو لا وكيف الحلول شكرا لكم هناك مقولة تقول ما فائدة كشف الداء من غير ذكر الدواء عرفنا الداء إذن نريد الدواء نريد الدواء ما هي الحلول فالدكتور فقط تناقشنا القضية مناقشة عريضة والمناقشة مبنية على العلمية على الموضوعية لن نتكلم بناء على الرأي مثلا عندما حللنا السياق وقلنا أن السياق تقول أن يقول أن الوصف أو وصف الحالي لو نقول وسطا حالا حالا لكم حالكم فمعنى ذلك أن الوصف خاص لجيل الأول وطبعا وهذا التصريح من 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 ربنا ينبهنا أن نتزين أو نسعى إلى هذه الزينة أو نتزين بهذه الزينة كيف ذلك في يعني في ما اسم نقول في متابعة العناصر أو في تكميل بناء العناصر الحضارية فمسلا نحن في الإسلام ماذا يطلب مننا في كل دقائقنا وفي كل ساعتنا يعني في كل أسبوع الخطيب على المنبر يذكرنا بكلمة تقوى الله هذه الكلمة لابد أن تدخل في مسامعنا فهذه كلها وسائل لبناء سخصية الأمة فالآن عندما كونا أنفسنا بهذه المكونات تحولنا أو أصبحنا أمة وسطية فليس بنا على منهج اليوناني ممكن واحد يتدرب ويتدرب حتى يصبح سخصة معين لا الوسطية الإسلامية تأتي بتكوين إسلامي عندما كتمل التكوينات الإسلامية أصبحنا تحولنا إلى سلوك والتصرفات الوسطية والله عالم شكرا شكرا جزيلا إذن الأستاذ كما فتح لنا بابا للدراسة عن الوسطية ويمكن دكتور محمد الباقر يستفيد من هذه الاختراحات والإفراحات والتعقبات الجميلة والمشروع القحفة هل هناك سؤال آخر إذا لم يكن هناك سؤال أقول لكم تجودون علينا بعلمكم ونحن بعلمكم نجود وأنتم جدتم علينا بالعلم ونحن نستفيد منكم وسوف من هذا العلم سوف ننقله إلى الآخرين ونجود به الآخرين وجزاكم الله عنا خير الجزاء ووفقكم لما فيه الخير والصلاح ونختتم هذه الجلسة للكفارة وقراءة سورة العصر بسم الله وقبل نهاية هذه الجلسة ندعو أدعو أستاذ الفاضل أستاذ الفاضل هو أستاذي درسني قبل عشرين سنة أتذكره قبل عشرين درسني في في الجامعة القديمة وهو أستاذي ومربي وأعتبر أبا دي أيضا جزاكم الله خير الجزاء إذن خير من يقوم بتقديم هذه الهدايا لطلابه ممكن ندعوه أستاذ محمد الباقر ليقوم بتسليم الهدايا للمشاركين أو للمشاركتين للمشاركتين أولا ندعو الأستاذ محمد نجمي مدعزيما وأيضا الأستاذ أسوى حسنة والأستاذ ناصر إسماعيل أذكركم بالتسجيل عندنا غدا رحلة سياحية إلى بوتراجا فمن يرغب في الرحلة يسجل مجانا 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 الرحلة مجانية حسنة الحفل الاختدام يبدأ الساعة التاسعة موجود في الخارج الجدول لا تسألوا أن أشائع ما أدنها لكون مشكلة لا تسألوا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ننتهي إلى هنا وجزاكم الله وهو عنا خير الجزاء السلام عليكم سلام عليكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أعطال شكرا جزيلا موجود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة